نحن التطوع والتطوض عرضنا للخير تاخذنا لغى الاشواك اهلا بكم معانا ان شاء الله النهاردة احنا اتكلم فيه امسية جديدة من امسيات التنمية البشرية عن ردد وازفاكت فيها تعلاجه اه معكم شرف اه في البداية احب بكل سادة الخضور من مرض ومن كل الدولة العربية واشكرهم مبدئيا على المجهود الفضيع الجبار اللي بيعملوه معايا كل مرة يعني بيدي وضع اخي بتاعات لما بحظلوا دوني من الغرفة ان شاء الله النهاردة احنا نتكلم عن موضوع يشغل الكاثرين اه وربما يكون بازن الله يعني اتمنى ان النهار ده برأول حاجة تفيد كل واحد يعاني من هذه المشكلة. اه لان التردد من الحاجات اللي ممكن تسبب في بعض الاحيان ان هي طويق اه حياة انسان او ان هي بتسبب اه توقف في حياته. لانه ما بيقدرش ان هو ياخد قرار. اه في البيئة قبل ما افتدي الكلام في المحاضرة احب ادي بعض التنويهات ان اي حد حابب ان هو يتواصل معايا بعد المحاضرة ان شاء الله على الفيس على الاكاونت بتاعي هاي دي شرف اتش اي اي دي واي س بيس اتش اي ار اي اف اه وياريت لو الدعم ينزل اللي كي بتاعه. اه دي حاجة الحاجة التانية اه ياريت لو حد حابب ان هو يبعت لي رسالة يبعت لي نص الرسالة مباشرة اه او يقول مسلا سلام عليكم ونص الرسالة على طول لان نظم لكاسرة الرسائل اه في ناس كتير جدا بتبعات رسالة تقول لي سلام عليكم وتتواصل ان انا رد انا ممكن اصلا ما شوفش رسالة يوميها ولو حد ما قالش نص الرسالة على طول انا ممكن بمسح الرسالة فورا لان انا بيبقى عندي رسالة كتير جدا بيبقى في ناس كتير بتخش تستزرق فطبعا انا يعني ايه اه ضمانا ان مستوى اه الاداء وضمانا ان ان انتو ان شاء الله اه تجدوا ما ياسركم اه الناس ان شاء الله تتعامل معايا بحيس ان احنا ايه اه اه اقدر ان انا سعيدكم في اللي انتو عايزين وحد عايز تفسير في التنمية البشرية في موضوع المحاضرة اللي احنا بنتكلم فيه في اي حاجة تانية انتو عايزينها حد عنده مشكلة لا قدر اساعده اوكي بس يا ريت اه تقولوا مسلا انت حالة اونانية ونصر سيلا مباشرة ولا انا معاكم بازن الله في اي حاجة تحتاجوها دي حاجة تانية اه بالنسبة للمحاضرة دي كل المحاضرات اللي فاتت اي حد عايز اي حاجة من الحاجات اللي فاتت خلاص لنكاتها نزلت اه ممكن يتواصل معايا برضو بعد الحلقة وان شاء الله عطوا لنكاتها سواء كان الانتوناتو الابداع فراغ والابداع شريك الحياة اكتشاف المواهب اه كل اللي انتو عايزينه ان شاء الله ممكن تتواصل معايا ممكن برضو الدعم لو فيه امكانية ان هو يضع اللينكات دي دلوقتي اضحها اه ان شاء الله بازن الله اللينك بتاع اكتب غاية الشرف على 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 مش هطلع لك حد جري اصلا يعني او حتطلع واحدة تانية هتلاقي بس انا هاي دي شرف ملتق الشعر والعلوم مش هتلاقي حد تاني بالاسم ده اه انا ممكن ابعته لكو لو فيه تانية لا مش هينفع دلوقتي خليها في اخر بصة اخر لبحاضرة ان شاء الله اتواصل معاك واللي انتو عايزينه هعمله لكو باذن الله ما تقلقوش اه في البداية يعني ما ما تقلقوش خلص ان شاء الله في البداية احبقوا واما شح لي صد واسل لي امري واحد اللي اوضحة من الليسان يفقه الناس وقول ياجعل هذا العمل الواجهي كان خريصة واما رياق خارية اه ان شاء الله بازن الله هتكلم ان هاده زي ما قولنا عن التردد امم دي اسي بي الخاصة باقيه لحد عايز برضو يبقى تطلع الي او على فكرة انا كنت المرة دي حريصة انا ما خليش الصور كتيرة لان كل مرة الناس بتطلب مني الماتيريال زي ما بعرفش حماله عشان استور فالمرة دهуля انا حاولت ان تبقى الماتيريال الصور فيها قليلة عشان خطر ايه اه الناس لو حد يطلب الصفحة او حد يطلب الماتيريال لابعتها له على طول. الحاجة تاني انتوا عارفين ان احب نوعه خمس ساعات مش تلاتة. ان تلاتة مثلا بيبقوا شرح الماتيريال وبعد كده ساعتين بنوعد زي ما انتوا عايزين نقول في المشاكل اللي انتوا عايزينها اللي عنده حاجة بعد الصبح. عشان انتوا عارفين ان انا الشاتنج مفيش ما بينه ما بينه وعماره. الا في الحاجات الاسباشل يعني. او لو حد عنده قضية خاصة مش هينفع يقولها على المقول او مش هينفع يقولها في التشاتنج او يعني اقصف الغرفة الصوتية هنا ممكن لبعطيها لعنى خاص بفيش مشكلة. ده فريق سفيل التنمية البشرية ده الفريق اللي انا بنتمي ليه واللي احنا كلنا بنتحرك من خلاله. اه مفوض ان احنا ان شاء الله عندنا دورات وعندنا اسكادي والبازن اللي حينزل مواعيده اه على مستوى الجمهورية كلها بس ان شاء الله بعد الزروف اللي احنا فيها ديما تخلص الزروف الحارف ديما لحظة لما تخلص. اه دورات في كل حاجة انتم عايزيني. سانة عشان عايزة اخوشة نظر محاضرة على راتون. ده برضو فكرة يعني دي اسماء الناس اللي معانا. استاذ اميرا فؤاد والاستاذ احمد سعيد اسم. دكتورة ديانا اسامة. دكتورة امان المشيدي. دكتورة هادي الشرف. دكتورة سلي بحسن. اه استاذ ديانا مناوي. دكتور احمد الساد. دكتور عبدالله ياقوب. دكتور وترقبوا من المحاضرات اه اونلاين ولايف قرب وقت. وما اريد ينازلين في السوق فعلا بس اه. تواعفين الظروف اللي احنا فيها فان شاء الله هنازلين بسكادل قريب جيد دانا. الاستنبا. اللي في كل محاضرة لازم ابتدي بيها. وعمري ما حبطت لاتكلم فيها. كل محاضرات. التغيير. وحقيقة التغيير. واهمية التغيير. وكيفية التغيير. التغيير كل واحد فينا يبدأ من الداخل. بمعنى ايه? بمعنى ان انت لما تروح تسمع محاضرات امية بشرية من هنا للسنة الجاية ولا هتعمل اي حاجة. ولما تقرأ كتب من هنا للسنة الجاية مش هتعمل اي حاجة. جيل لو انت من جواك مقتنع ان في حقيقة او في حاجة لازم تتغير جواك. عشان تقدر تحدث تحسن او تقدم في حياتك او حياتك حتى المحاكسين بيك. حسب الدور اللي انت تلعب. التغيير مشكلته في حاجتين. اولا ان انت اولا لما بتيجي تتعامل معي تتعامل معي على ان هو مسلا انت حتسمع كلام من المحاضر وتيجي بكرة الصبح بقى. اه تبقى الدنيا تمام وفيس فطبعا تيجي تصدم بالواقع تلاقي الحياة مختلفة. يعني ايه تصرف نظر الحكاية كلها. او ان انت من البداية ما بتكونش اه يعني ايه مقدر تقدير صح او متخيل ان التغيير ده مش 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 حاجة جواك انت. حاجة معتمد على ظروف الخارجية. فتقوم معلق الدنيا كل التغيير اللي انت عايز تعمله على اصل بابا اصل مابا اصل مش عارفة ان ورايا ايه اصلك ما ينفعش. التغيير لازم يبتدي من جواك. ولازم تعرف ان ممكن تكون مشكلة في شخصيتك انت. انت ممكن تكون شخصيتك مش ماردة. طب انت عشان تقيس الحكاية دي هتقسها ازاي. ان الشخصية ممكن تكون مش ماردة. فانت عشان تقيس درجة المرونة بتاعتك كامل ايه? هتجرب الاو انت دلوقتي اكتشاف اولا انت عشان تغير اي حاجة لازم تدرك اولا في حاجة ما حاجة تتغير. دي بداية مراحل التغيير. طب ادرك من دلوقتي ان انت عندك مشكلة لازم تتغير. مش هتبتدي تغيرها هي شخصية. هتغير حاجة صغيرة. هتغير مسلا وجهة التليفون بتاعك. هتغير اه مسلا اه حاجة ده انت كنت بتعملها. هتكسر الروتين في حاجة مع ايانة كنت بتعود تعملها. عشان تشوف ازي كانت شخصيتك ماردة ويبقى تتعامل مع المتغيرات بسهولة ولا لا. طب اكتشفت ان انت شخصيتك مش ماردة. هتعمل ايه? ما تقولش بقى مشكلة في الظروف. او مشكلة في الا ان انا مسلا اه الشغل مانعني او كزا. لأ. انت الاول هتبتدي تمرينات سويرة على حيط التغيير دي. تعود نفسك على المرونة. تعود نفسك ان ان تعمل حاجات مختلفة. مسلا مشوار كنت بتعود تمشي فيها هتركب او متعود ان انت تركب هتمشي نصه وتركب نصه. يعني هتغير ستايل لبسك هتغير مسلا ستايل الاوضة تحاول ان انت تتغير اي حاجة مع عينك ما كانتش معتادة عليها. وعالك ما كانش معتادة عليها. عشان تمرر نفسك على حتة التغيير. وبعد كده تبقى تخش بقى في استراتيجيات وخطط تغيير الحاجة الاصلية اللي انت عايز تغيرها. لان انت لما كنتش مؤهل من البداية. ان انت تبقى شخصيتك مرنة بالقدر الكافي اللي تتحمل المتغيرات عمر محترفة بالحاجة. فهي دي نقطة اللي انا لازم بأكد عليها في كل محاضرة. والمراضي بالذات لان اترادد من المشاكل اللي ما نفعش تتعامل معها بالصلابة ابدا. اترادد من الحاجات اللي هممكن تقع فيها كزا مرة. وهنتكلم اسمها المحاضرة في ان التردد ممكن مسلا لما تيجي تحاول تقاومه او تحاول ان انت تتغلب عليه حاجات كتير من ده انا هتعاكسك فلو انت ما كنتش مرن كفاية نظر الحكاية كلها وهو حاجاتك ايه بالنتيجة عادة سيئة. فكان لازم اركز المراضي بالذات بقى كل محاضرات اللي فاتت. اعطي اتكلم عن تغيير تغيير المراضي كل المراضي. تغيير المراضي انا بركز عليه. لازم تكون شخصية تكملنا. لازم تؤمن ان يكون عندك قناع داخلية. يعني التغيير يبدأ من الداخل. لازم تكون مؤمن بالله اولا واخيرا تاخد بالاسباب وتخطط صح. وعلى بركة الله نبدأ نتكلم عن اتراضب بالتفصيل. وزي ما بحب اكد دايما ان كل المحاضرات مرتبطة بعضيها. يعني انا ما بحبش ان او اصحيح ممكن يكون عندما ان المحاضرة مختلف. مرة الانترنت والابداع. مرة الفرج والابداع. مرة اكتشاف المواهب. مرة اكتيار شريك الحقيقة. لكن في النهاية كلهم بيصبوا من منبع واحد وكلهم حاجة واحدة. هتلاقي كلهم بنفضوا على بعض. فعشان كده انا دايما ببقى حريصة ان لو حد حبيب لنكات المحاضرات اللي فاتج انه هو ياخدها. عشان خاطر كل حاجة تبقى مرتبطة بعضيها. سؤال هنا يطرح نفسه وعايزك تطفع له معايا فيها. هل تريد ان تكون سعيد? طيب. هل انت حقا سعيد? يلا ادوني بقى اجابات. عايز يعيش مع الاجابات شوية. يلا. نعم ليه نعم ليه. نعم ليه. طب سؤال تاني ما هو مفهوم السعادة من نوجة نظرك؟ طب. الناس اللي بتقول لأ ما غلينا نبتدي بالناس اللي بتقول لأ. سمام حالي. الرضا بالنفس. ايه مفهوم السعادة? وليه هي مش سعيدة? كل حاجة ماشية معايا بالعكس. ها? طب ما يمكن انت الفهمها غير لان ممكن تكون انت مش مخضرها. هنتكلم بالتفصيل سوق تخطيط وسوق تأدير وسوق حاجات كثة جدا. لان ربنا ما بيزنمش عادة. ها? ايه داني? يبا. عايزة الناس تتفاع. ها? السعادة في الرضا. سعادة في الرضا. ايوة طب ايه طب ايه طب ايه طب ايه كان. طب الناس اللي بتقول سعيدة او ان هي نجحة في حياتها. ايه بالنسبة لي طبعا يعني مش شرط الناجح يكون سعيد على فكرة. ومش شرط ان السعيد يكون ناجح. يعني تضاعت ربنا عليها بالله يعكسها في وقانا. طب ربنا والارا كل من حال يتصرف بايجا بايجا. راضي يا ربنا كتب. السعادة في القناة. تمام. لو احنا اتفقنا جميعا من ربنا سبحانه وتعالى خلق البني ادم عشان يعبدوا وما خلقوا الجن والانس اللي يعبدون. ولو اتفقنا مع بعض وعلى فترة دي ما لهاش دعوة بديانة زي ما هي ليه علاقة بعقيدة وقيمة. يعني كل اللي جنات فيها نفس القيمة دي اللي حياة بس الدنيا كمان مش نفسوشة ورد. يعني ربنا بيقول في كلنا كريم ولا قد خلقنا الانسانة في كابت. مفيش حد في الدنيا حتى لو كانت عمدوا امكانيات مادية. يعني فيه كتير جدا من الناس بيكونت لهم يعني اغنية وعندهم امكانيات مادية وكل حاجة. بس هم صعدة في حياتهم. لانهما بقعد عن الجانب الارحاني من من ناحية. ولانهما بيتعاملوا مع النجاح تعامل مادي بحث. يعني لو ده موجود لو مسلا اعملنا واحدين ثلاثة يبقى ده اه خلاص كويس. لو ده واحدين ثلاثة مش موجود يبقى ده مش كويس. نسيين هنا ان في حاجة اسمها ربنا. او ان ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج لاسباب عشان خاطر يعمل الحاجة مثلا المعينة دي. صحيح ربنا قلص عي عبدو اناس عمعيك وصحيح لازم ناخد بالاسباب. بس في حاجتين ما ينفعش ننساهم ابدا. انه نحن لازم صلاطنا بابنا كويسة. وان ربنا سبحانه وتعالى غني عن الاسباب هو. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اشتغلوا. هو مش عشان هو محتاج ان احنا نشتغلوا عشان نعملنا ان احنا عايزين بلأ. بس عشان احنا لازم نشتغل. عشان احنا مش هنخش الجنة احنا نحطين رجل على رجل. لازم نحط هزي القناعة في اعتقادنا. لو احنا نشينا النهاردة في المحاضرة دي. وهنا حطينا هزي القناعة في دماغنا. هنحل على نفسينا مساء كتير جدا. عشان كده كان لازم اسألكم في الاول ما هم صعادة ولا انتم صعداء ولا لا. السعادة ليها اه يعني تلت ابعاد. مادية وروحية ونفسية. الروحية ليه علاقة بربنا سبحانه وتعالى. النفسية ليه علاقة بايمانك الشخص بزاتك. المادية ليه علاقة بالحاجات الموحيطة بيك. الحاجات بقى المادية الملموسة. فلو اي واحد فيه وفيه قصور هتبقى فيه مشكلة. عشان كده السعادة دي لازم تكون مجسمة. انت كده تجيب ورا وقلم. وانا دايما بمشي معك ودايما بساعدة الناس طبعا. طبعا لان نور عليك. ازي ما قلنا انا دايما بحب اهو الصورة اناليسيس. اللي هي. او ان انت بتعمل عملية تحليل الشخصية او الاختبار الذاتي. ان انت بتجيب ورا وقلم وتقعد كده تجيب سلط للشاي حل وجميل. او كوبايت نسكافيل اللي انت عايزه. تقعد على البحر. تقعد على النيل. تقعد على حدة هادية. وتقعد تحلل شخصيتك. تجيب كده شخصيتك من اول والاخر. تشوف انت واقف ايه مرايح فين وبتعمل ايه وعايز ايه وايه وشكل اللي عندك وايه التهديدات اللي بتواجهك. كل الكلام هنتكلم فيه بالتفصيل. عشان خاطر تقدر تحدد انت عايز بالزبط. وتقدر تحدد اي مشكلة انت بتوجهها مش بس في التردد. تقدر تحلها ازاي? وهنتكلم بالتفصيل ده احنا ماشينا نهارده عن الحكاية دي لان من ضمن علاج التردد ان انت تعرف انت وفن بالزبط وتعرف ايه امكانياتك وتعرف ايه السبب اصلا في وجود التردد في حياتك? هل هو مثلا اسري? هل هو نفسي? هل هو صحي? هل هو مادي? ايه بالزبط اسباب التردد وايه كيفية التعلاقات? المعاوقات هنتكلم نستعجل على ايه? نستعجل على ايه? ان شاء الله يوم يوم تلاتاشرة اه تسعة هنتكلم في انواع اللي بتلقات والمعاوقات بالتفصيل. بتلقش. خالص. زي ما قلنا ان النجاح مش رات تكون مرتبط بالسعادة في ان الناس كتير نجحين وصعدة لان هما زي ما قلنا افتقدوه القيمة الروحية وعلقوا كل حاجة بالاسباب. لسه ربنا سبحانه وتعالى. فلما انت تيجي تفكر اصلا عشان تنجح في حياتك. سواء كنت تنجح في حياتك العملية او تتغلب على مشكلة زي مشكلة التردد لازم تفكر ما هو مفهوم نجاح وان ان انت تعرف اصلا يعني ايه نجاح? وتقيم نفسك بقى بعد ما تعمل الخطط والاستراتيجيات والكلام ده ان انت ناجح فعلا ولا لأ? النجاح بمفهوم بمفهومه الحقيقي هو ان تحقق توازنا زاتيا. في كل نواع الحياة. مش ان احنا تبقى ناجح في الناحية المادية وتبقى فاشل في الناحية الاوترية. او انك تبقى ناجح في الناحية النفسية وفاشل في الناحية العملية. عن ده اه والله الاراضي وكويس وحلو. حالاتك المادية زي الزيت وما انتش لا يتاكل. ما ينفعش. لازم يبقى التوازن في كل جوانب الحياة. من ناحية الروحية ومن الناحية النفسية ومن الناحية المادية الملموسة. في كل الجوانب. انا كان ليه لازم اقول دي قبل ما اتكلم عن التراضب بالذات. ما في ناس عندها توازن ده في كل الجوانب. الناس اللي فهم الحياة صح عندها هذا التوازن. حتى لو الدنيا وقعتهم يعني ايه? طبعا احنا عارفنا ان الدنيا زي ما قلنا في الاول مش مفروشة وارد. لازم حتيجي معاوقات في الناس. اللي لازم حتيجي بمشاكل ولازم حتيجي حاجات كتير. ممكن تعوق المسألة التوازن دي. لكن في الاخر قامة بني ادم زي ما قلنا. مؤمن بربنا سبحانه وتعالى. ومؤمن بالقدر. وعنده رضا ذاتي. وفي نفس الوقت بياخد بالاسباب التلاث حاجات اللي بنكز عليهم دايما. الجانب الروحي اللي هو علقى بربنا. والجانب النفسي اللي هو علقى بالثقة بالنفس. وبالامكانيات المعنوية الزاتية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والجانب المادي اللي هو الحاجات المادية الملموسة. حيضى يتعدى اي اذن. يعني حتى الروس والانبياء. ولذلك كان اشد الناس ابتلاقى انهم الانبياء عليهم السلام جميعا واشدهم ابتلاقى عن حبيبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد وحن نتكلم عليه في الاخر. وعلى فكرة لما حكلمكم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الاخر انا مش بكلمكم عنه كنبي. انا حكلمكم عنه كشخص كان عنده رسالة كان عنده هدف كان عنده رؤية وقابل كمية معوقات لا تتخيلوها وكان كل مرة يقع لازم يقوم. يقف من اول وجيد من يعيد الحكام من الاول لحد ما في الاخر نشر الاسلام في كل رجوع العالم. بفضل ربنا اولا وفضل ايمانه وفضل ان هو اخذ بالاسباب وعمل التلاتة اللي انا قلت لكم عليهم دون. ما قالش بقى يعني مسلا في حادثة الطائف لما اه اه قد اميه حاصل فيهم دمه وتبهدل وتضربه ما قادش بان حاوض على جنبه وقال انا ماريش دعوة وخلاص حسيب الموضوع زي ما سيدنا يونس عمل. از ابقى الى المشهون ان هو هربه وما مستخدمش اذن ربنا. لا فضل احاول مرة اتنى وثلاثة وربنا كرموا في الاخر. لانه اخذ بالاسباب. عليكم السلامة وبركاته. فالنجاح بمفهوم الحقيقي لازم يكون في التوازن في التلات نواحي اللي احنا هقلنا عليها. ايه علاقة ده بالتردد طيب? ايه علاقة السعادة بالتردد? انا ليه جبت الاتنين دول قبل ما نتكلم فيها? لان في ناس كتير جدا عندها مشكلة التردد دي. بدرجات طبعا يعني التردد انواع زي ما احنا نتكلم. فساعدتها واقفة عليه? هو مش قادر ياخد قرار في حياته. قرار مصيري ما قرار جواز قرار شغل. مش قادر هو موقع في حياته على القرار ده. فبالتالي هو مش سعيد لان هو مش قادر ياخده عشان هو عنده اسباب تانية. يا ظروفه بقى منعاه. يا يخوف من المجهول زي ما انت قلت. يا هنتكلم من خوف من المجهول وخوف من المشتهبر وخوف من الفشل وخوف من كل الحاجات الجميلة دي. يعني هنعيش. طب وبالتالي مش هينجح. طبعا ما هو خايف ياخد قرار. هو مترقض ياخد قرار. هو الان ياخد قرار. عنده اللي ما عندهوش معلومات كافة عن الحاجة اللي واقع هينجح ازاي? طبعا مش هينجح. فهنا اللي انا طلبا منكم ان انتم قبل ما تبتدوا تعملوا اي حاجة في حياتكم لازم تكونوا اساسا عارفين انتم عايزين ايه? لازم تحددوا مفهوم النجاح يعني مفهوم السعادة يعني ايه? عشان لما تقرروا ان انتم هتمشوا في سكة. اولا في حاجة اسمها الاختيار والقرار والالتسام. انتم ما هتاخد القرار هتلتزم به وبالتالي هتكون مسؤول عنها. فما ينفعش تبقى ماشي في الدنيا وانت مش عارف انت ماشي رايح فين? وازا كانت السكة دي حفي الاخر حتحصلها مساعدة من نجاح ولا لا? عشان لما تاخد قرار تبقى عارف ان تتعمل بالزبط. التردد ينبع من الخوف مش بالخوف بس. التردد حنتكلم بالتفصيل في اسبابه. ده اسباب ما تعدوش. حاولت نفعل ربنا سبحانه وتعالى ان نجمع لكم معظم الاسباب اللي ممكن تكون سبب في مشكلة التردد. ممكن يكون طبعا في اسباب غير اللي انا هقولها. لكن في النهاية معظم الاسباب اللي موجودة في مجتمعنا او اللي احنا بنعاني منها هتلاقوها موجودة في الاسباب اللي انا ان شاء الله هعرضها عليكم دلوقتي. عوقد نفسية اه. واحنا نتكلم في العوقد النفسية ما تلاقش. وده لاقش. فيه ستة انواع من البشر. برضو ايه لك تاب التردد? انا ليه حتكلم في انواع البشر قبل من نتكلم في التردد بالتفصيل? لان انت لو مش عارف انت عايزة مثلا في حياتك هتبقى متردد. كل ما حتيجي تمشي في سكة لا ما يمكن دي احسن. ومرة المرات اللي فاتة في حد تسألني بيقولي انا لما باجي اتخذ مثلا خطوة ان انا حمشي في مشوار معينة او حروح حاجة معينة او هتعلم حاجة بعد ما امشي فيها كازا خطوة لايه نفسي ايه? لقيت حاجة هيحسن. فابقى متردد اكمل ولا هتكلمها اه لا. لان البداية هو مش محدد وعايزة ايه. اه. او هو عارف هو عايزة ايه بس مش عارف هيوصلها ازاي. فهو مسلا ممكن يبقى عايز مسلا نتعلم كمبيوتر وعنده كورسين. كورس مسلا تكلفته قليلة بس عدد ايامه اكتر وكورس تاني تكلفته اعلى بس عدد ايامه واقل حيختار من فيهم. فهو هنا مترد او عارف وعايزة بس مش عارف راح لها من الاستي. او يبقى عارف يوصلها ازاي. او عارف هو عايزة وعارف يوصلها ازاي. بس اكبر مشكلة بقى. اكبر مشكلة هتواجهنا. واكبر مشكلة بتعقد الناس في عيشتها. ان هو مش مؤمن بالقدرات وامكانياته. ده انا اللي هو ايه انت اني واحد فيهم. ان انت مش ما عندكش قدرات في ما عندكش ايمان. هنتكلم فيها بالتفسح لك. عشان ده بقى متردد كتير لكن دلوقتي قطعت الموضوع ده وقلت انا اي قرار هاخده اه بنفسي اه لكن برضو ساعات بحس انا بعمل حاجات غلطة. اه امان انت. مش عارف اوصل. مش عارف توصل ليه? مش عارف توصل اه مش عارف اه مش عارف سكة يعني. مش عارف تختار اني اتجاه فيه. هنكة هنعالجها. لاش? هنعالجها. في اذن واحدة. ربنا يقدرني واعالجها لكم. ان شاء الله. يا ام عارف هو عايزي. وعارف يوصلها ازاي. وما عنده اعتقد في ذاته. بس بتأثر بقى الاخرين. يعني ايه? يعني. هو مؤمن جدا ان هو مسلا بيرسم حلم. او مسلا بيجني حلم. بس واحد سمعه. قال له لا انت صوتك مش قد كده. يعد يعيط يعد على جانب. خلاص. جالوا احباط. اه لما بعد كده لو جالوا عب الشغل مسلا في غنى في حاجة يقولك لا انا اخده ولا مكدوش ده فلان اقل علي كزا. لا انا حاصف نظر على الموضوع. في تاني يوم يقول لها دي فرصة ما اقتعواطش. اه لا بس اصرف. يعد بقى متخبط يعيني وحالته صعب. حتيجي في وسط الكلام انت اخاذ القرارات فتقلقش يعني هر. طبيعي لازم لما انت حتقاوم التردد. يبقى انت لازم حتقوم معنى ان انت تلقى التردد يعني ايه? انتاخد خرار. او شخصية نكحة. مش شرط ان هي عشان شخصية نكحة يبقى حكمها على الحاجة اللي انت بتقوليها والحاجة اللي انت سايزاتها صح? لان كل حاجة بضي له شروف وكل حاجة اللي هي ملابساتها. ما انت يعني ما يفعش مثلا واحد اديب كبير جدا. اه انت مسلا اه متأثرة او اخدر الاديب ده قدوة لك. بس في الاخر انت تجربتك مختلفة عن تجربته. صحيح هو عنده خبرة عنك. اه هو ممكن يكون اكبر منك بس انت في الاخر انت رؤية اه ممكن تختلف عنه ممكن تكون صحة في نقطة هو مش حايفة. تمام? فده رابع عنه. زي ما اقولنا. عارف هو عايزه وعارف يوص الله ازاي. وعنده اعتقاد في ذاته لكن بيتقصر براها الاخرين طبعا بيدمروله الدين. ان هو خامس بقى. عارف هو عايزه. وعارف يوص الله ازاي. وعنده اعتقاد في ذاته. وما بيتقصرش براها الاخرين بس للأس الشديد بقى. لما بيوصل للنقطة عليكم السلام وبركاته اهل المسلم يا نور. لما بيوصل للنقطة نجحة يعني بينجح في حاجة معينة. وبسطة ايه عمل ايه? اتغرق. خد فروحه قلم. قعد على جنب. بخدش بالأس داب. نجحه راح. فدي بتقوله مشكلة. مشكلة يا جنب ده جدا. احيانا بيكون النجاح سبب فيهاش خلوا بالك. ودي بتبقى من اكبر الضربات اللي ممكن تسيب اي بني ادى الناجح. خلوا بالكوا اوي من النقطة دي. لان احيانا كتير اوي واحد مثلا يتغرب فلوس يتغرب نجاح وتغرب مكانتو يتغرب. عارف انه بني مين. مش عارف انا بعمل ايه. مش عارف. زي ما ربنا ده كان نعمة ممكن ياخدها منك. يعني احنا احنا منا تزول ايما بزوانة العبدة وبزوانة نعمة. فبتتكرش ان ازا كان ربنا اولى من دهالك. فبقى اي حاجة ربنا ادهالك. لان ربنا ادهالك لحكمة. ادهالك عشان نشوفك اصلا حكيمها ازاي. ادهالك عشان نشوفك هتحمده عليها ولا لا? ادهالك عشان نشوفك هتستخدمها صحة مش هتستخدمها صحة. فاوعها وتتغروا اغنى من نعمة لربنا ادهالك. لان في الاخر كنه زائل وما دائما لوقت الله. النوع السادس بقى. عارف هو عايز ايه? وعارف ان شاء الله ازاي? وعنده اعتقاد في ذاته. ولا تقصر براءة الاخرين. وما هوش مغروح ولا حاجة. لكن للأسف الشديد. للأسف الشديد. للأسف الشديد. هو بعيد على الله سبحانه وتعالى. ولزلك تجد كثير من المشاهير في العالم زي داليدل وزي ناس كثير جدا. لايه عندهم كل حاجة في الدنيا ومع زلك في نهاية حياتهم بتنتهي. الانتحان. لانه عنده زي ما قلنا. النجاح له تلت عوامل عشان تحققت فيه تيوازهم ذاتي. الجانب الروح والجانب النفس والجانب المادي. هم حققوا المادي فقط. ولا كان عندهم نفسي ولا كان عندهم روحة. وهنا برضو زي ما بقول لك ما لهاش علاقة بالجانب قدر ما هي لها علاقة بعقيدة. كلنا بنؤمن بالله سبحانه وتعالى كلنا نؤمن ان الله موجود. واجب الوجود اصح. الله رأي الشراوي. ان الله واجب الوجود لانه لم يوجده احد هو هو موجود بذاته. فما علينا مش ده موضوعنا. يعني قلنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى. فعندما تفقد الاتصال بالله كل ده ما بقاش له اي معنى. خليوا بالكوا اول. فكل الانواع دي كان لازم نقولها والستة انواع دول كان لازم نقولهم لان اي نقطة دول فيها قصور ممكن تبقى سبب فيه وده تربط. انا مش واحدة من الستة دول. يعني ايه يعني انت قصد ما عندك مشكلة تانية? خلاص هنتكلم فيها يعني في الاخر قولي ايه? ايه النقطة اللي عندك بالزبط? طبعا فيه عنواع كتير يعني دي فيه عنواع كتير من البشر ممكن تكون مش اه مش مذكورة هنا انا جبت معظم يعني دي معظم الناس موجودة ما بينهم. معظم هم بين على فكرة تلاتة واربعة يعني دايما هتلاوي ام هو او مسلا هو عارف هو عايز ايه? وعارف وصلها ازاي بس ما عندوش اعتقاف ذاته دي اكتر حاجة او معظم الناس هتلاقهم كده او عارف هو عايز ايه? اه وعارف لوصلها ازاي بس بتقصر براء الناس. دول معظم الناس يعني. وبقى للأسد الشديد بيه برضو نسبة كبيرة لها بعثة بها مش عارفوا ايه اصلا. وده بيبقى اقبل ام يعني نسبة منهم اللي عندهم تردد. يعني اول نوع ده هو اكتر منه هتلاوي عنده تردد. التالت والرابع هتبقى نسبة تردد عندهم قليلة شوية. اللي اولاني هو اكتر واحد تعبات. انا اربعة. عارف وعايزي بتقصر براءة الاخرين. هنعالجها ان شاء الله. في كل واحدة فيهم هنعالجها بالتفصيل. خمسة ليه علاج? اه طبعا ليه علاج? طبعا ليه علاج? لازم تجدد لازم تجدد معلوماتك وكبراتك بالتفصيل لازم. يعني مشكلة نمرة خمسة ان هو لما بيوصل لنقطة نجاح بيكسل. لما بيوصل لانجاز معايا مفوض ان الانجاز ده يكون حافز دي عشان يكمل. لا. يا ريت الدعم يصغر الصفحة شوية عشان نسكول الكلام بيانا عند كل الناس. ازا امكان. كل الحالات ليه حل بازن الله هنتكلم عليها اثناء الدورة. وقت لاوهوش خاص. عامل لكم كل ان يفسقوا اشترا. الله كلكم النهاردة هتراحوا متاع الشيء. بازن الله. لا شيء ينهيك المرأة ويضيع وقته اكثر من التردد في التغيس التردد. تخيلوا لما بعمر ابني ادم ضايع بين التردد وبين النادم. وهو يا ام انا ادمان على فرشة ضاعت منه. يا ام ام اتردد. فتخيلوا لما بني ادم بسه من عمره ستين سبعين سنة اه مية وعشرين سنة منه بتردد يعني هيكفو الضم ربنا يقول له ويقول له عمالتي في حياتي كله كنت بتردد. مش معقولة يعني. التردد بالمشاكل اللي الاسف بنعاني منها. وحتى الناس اللي بتعاني منها يعني اه بنسبة بسيطة مش مش كبيرة. اه يعني برضه ممكن يكون عندها شايفة معاناة لان خصوصة القرارات المصيرية خصوصة القرارات الجواز مسلا ما احنا بتقدم لها عارسين مش عارفها اه تختارين فيهم او واحد بتقدم له او متقدم له وظفتين مش عارف اختارين فيهم. عشان جدا هنتكلم بالتفصيل عن الحاجات اللي نازم نعملها عشان على الاقل نسبة قراراتنا او نسبة الصحة في قراراتنا تكون عالية. وحتى لو حدست نسبة خطأ. يبقى الواحد عامل حسابه وعنده بدايل. انا دايما بعتارب سياسة بي. او انا دايما اني بقى فيه بدايل. لو مسلا الخط اللي انا هعملها دي فشلت. لا انا عندي بديل. حياتي مش هتوقف عند حاجة او عند حد او عند مناسبة. مهما كانت او ظروف. فحنتكلم مع بعض ان شاء الله. صلاة الاستخارة طبعا. طبعا. صلاة الاستخارة الاستعانى بالله دي بند الوحدي هنتكلم فيها من يعني دي من ضمن علاج التردد. الاستعانى بالله بشكل عام. مش بس الاستخارة الاستخارة والدعاء والصلاة والقراءة القرآن. وتقرب الى الله على يعني في اي ديانة سواء كنت مسلم او غير مسلم. انت بتتقرب الى الله وتلجأ الى الله في كل احوال حياتك. انت بتلجأش الى الله بس. اه لما يكون من عندك مشكلة ويكون انت في اختيارة انت تحتار فيه. انت المفترض من نظام حياتك وسيستيمك بشكل عام. يكون له صلب ربنا بشكل يومي. الصلاة لا تؤدى كصلاة. اه فرض علي يا رب رايحنا منها. لا الله ما رحنا بها يا بلاي ولا ترحنا منها. الصلة مع الله ليست صلة اه فرائد فقط. ليست صلة حسنات وسيئات فقط. هي زي ما قلنا هي علاقة روحية. فعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. بالاهم من حاجات انت اولا بتشح الصدر. وبتخفف البلاء وبتخفف العماء. وبتهوم مصاعر الحياة. فدي حنتكلم فيها بالتفصيف الاخر ما تقلقش. ان شاء الله يا رب يعني. لو نرمى عشان. اتردد بابه. انواعه هو علامة. السبب الرئيسي والاساسي والفيصالي وكل الكلمات المضع لصة اللي في الدنيا اللي هي سبب في اتردد الخوف من المشروع. عشان كده دي حضلقها لوحدها. دي اللي ازرق كبيرة حلوة فوق كده. الخوف من الفشل. عادة الشخص المتردد لما بيجي ياخد قرار ازا خده. ما بيبقاش كايف او ما بيبقاش بيقول لنفسه انا باقض قرار صح ولا لأ. لأ. المسألة بالنسبة له لكل الاحتمالات المطروحة امامه ازا كانت كل المعلومات اللي موجودة معلومات كاملة بتحمل نسبة فشل. بمعنى ايه? بمعنى ان هو مثلا لو عنده تلت خيارات اخيارات هو اولا بيبقى من النوع التحليلي جدا. يعني عادة من الشخصيات المترددة بتبقى من الشخصيات الاناليديكا او من الشخصيات التحليلية اللي هي لازم. اه ما هو ده احد الخوف من سخريات الاخرين او الخوف من رضي فعل الاخرين احنا هنتكلم بتاقة في التفصيل انا بتكلم على السبب الاساسي انت الوقت واحد قدامك عدة خيارات. قدامك تلات اربع خيارات. كل خيار منهم نسبة نجاح ونسبة الفشل. وبالتالي بتقرر ان انت متقررش اي حاجة. بتقرر ان انت تضعف محلك سلنة لان كل الخيارات بالنسبة لك ممكن تتعرف فيها للفشل بنسبة طبعا. بس كل يعني مش كل الاحتمالات نسبة الفشل فيها واحدة. لكن في حاجة مهمة جدا لنسا تحطها في اعتبارك واحتمال اخيل لازم تحطه في اعتبارك وهو ان عدم المتحولة في حد زيته فشل. هتدفع تمنه بعد كده لما ثاني فيه فرصة مهمة بعد نفسه. فبما ان ان ده كمان احتمال تغرب. مش هتكسر حاجة ودي اول حاجة هنتعلمها المنظر مع بعض. يعني طالما كده كده كل الاحتمالات قدامك. فيها فشل. سواء بقى كان السبب اجتماعي. يعني سبب ترددك ده اجتماعي خايف بقى من تقادل باخرين. ما عندكش سقق نفسك. المعلومات اللي عندك مش كافية. الخبرة اللي عندك مش كافية. تبعكش فلوس. صحتك نعدك دلوقت ايا كان السببب هو ايه? طالما كل الاختيارات ولا الاحتمالات قدامك موجودة. يبقى حط في اعتبارك ان احتمال عدم المحاولة في حد ذاته فشل. وبالتالي المجسفة او المخاطرة هنا احتمال تحقق لك النجاح اللي انت كنت بتتمنىه فتكل على الله واحد. فدي كان حتة لازم اقولها وركز عليها في البداية. هنا ضرورة الاستخارة هو طبعا الاستخارة مهمة احنا ما قلناش عاجة بس في حاجات تانية غير الاستخارة مهمة برو يعني علاقة مع ربنا زي ما قلنا علاقة يعني مهمة بكل الجوانب لكن انت لازم تاخد بالاسباب. ما احنا با احنا نتكلم بالتفصيل. بالاسباب دي طول المحاضرة بس انا بتكلم على السبب الاساسي من حالة التردد دي ان هو خائف من الفشل. الفشل بكل انواع النفسية والمادية والمعنوية والحساء كل عاد. كل انواع الفشل موجودة. طب اما ان كده كده كل انواع الفشل موجودة وعدم المحاولة في حد ذاته فشل تجرب. حاول. مش هتكسر حاجة الاكتر من ان انت تكسر الحاجة ان انت كنت عايز تعملها وما تحققتش. وبناء على يعني طبعا بقى كده. في اسباب اجتماعية وفي اسباب نفسية وادراكية وفي اسباب مادية في اسباب صحية. وبناء على هذه الانواع او بناء على هذه الاسباب التردد له كزا نوع. المحاضرة هتنزل على اليوتيوب ان شاء الله. الدعم الفن هينزلها بازن الله. اه بعد ما تتضبط في المنطقة. وبعد كده لو حد حتى ما لاقاش ممكن يتواصل معي وانا ابعتها له. اه وهو دعم يعني ما بيقصرش الحقيقة. يعني دعم تقطر خيره بكل ما راح يجرب. اه زي ما قولنا انواع التردد بتختلف من اه حسب الاسباب. دي اما بتبقى مؤقتة. اما بتبقى دائمة. اما بتبقى مربية بقى. بتبقى بتوصل لمرحلة يعني اه دي بتبقى مشكلة جمدة جدا. اه مؤقتة لانها ممكن تكون مسلا في القرارات المصيرية فقط. ما فيش انا مشكلة انا مسلا بيك ايه. اكاونت على الفيس اي اي دي واي سبيس اس اي اي ار اي اف. هيدي شرف متقق الشارع ولا علومة. زي ما قولنا ممكن يكون القرار ايه التردد مؤقت لان هو مرتبط بحاجات مصيرية اه ويعني مسلا حاجات ما بتتعرض لهاش كل يوم. لكن لما انت بيجي بقى في موقف مصيري او فقراء مصيري لازم تاخده اه اه بناعتبر ان ده تردد مؤقت. ممكن يكون ده اي ما انت شخصيتك كده بتخاف او من الفشل اه اه عندك مسلا اسباب معينة زي ما قلنا اجتماعية او نفسية موجودة بشكل مستمر. وبالتالي ترددك مستمر. تمام? او مرضي بقى. المرض ده بيجيبقى مشكلة لان ده بيحاجة سنال شو سقاري. ده عادة بيحتاج لعلاج نفسي. لسه نعم لا اؤمن بالعلاج الناس ان يكون في علاج روحاني اولا. يعني انا زي تحكم ازا كان اللي عندك ده مسلا فوبيا من اتخاذ القرارات او ان ده مسلا حاجة عرضة وحتروح او كده. لما انت تاخد بكل الاسباب وتعمل كل اللي احنا ان شاء الله حانون عليه. مثلا ان مفيش فايدة برضو. الدنيا معك مش 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 تابعة. الحالة دي لازم تلجأ بقى الاستشاري امرارنا فساعة صغيرة. بس يعني طبعا ايه? الكلام ده اه زي ما قلنا لازم هنمشي مع بعض خطوات. التشاطف في الاختيار هلقى لها علاقة بالتردد اكيد. اكيد. سبب تقصب الاخرين طبعا. لو فيه شخص انت تتسق فيه ثقة عمياء. ومؤثر عليكي للاسف ممكن يخليكي مترددة صغيرة. هي علاجها ان انت اولا لازم تحول ان انت تكساب ثقة في نفسك بالتدريج. اه تحول ان انت تاخدي قرارات منفصلة شوية يعني ايه? يعني مثلا لو انت عايزة تاخدي رأي الشخصية اللي انت تتسق فيها دي فقط معينة. او في حاجة معينة. وانت عارف ان هو هيقصر على رأيك. تتدربي بقى اخودي قرار في حاجة تانية. هو مش هيقصر عليك فيها عشان تقيسي درجة مرونتك. هل انت قادرة على التخاصي القرار الواحدة بقال لا. لما انت تتصدقي من جواك ان انت قادرة على التخاصي القرار من نفسك. حتدرب تدريج تتغلب على الحتة دي. ممكن ينبقى من المواجهة برغم ان الخوف ده كان حاجة قديمة وحاولت تتغلب عليها لكن اوقات بتصدق. ما فيش شك ان التجارب السلبية اللي البني ادم بتعرض لها على مدار حياتي كلها تشوف في فترة طفولة بتأثر عيني المريد بواضيح نتكلم فيها. التجارب السلبية السابقة بتظهر كتير جدا. الاوبات منها في الكبر. بس ما فيش شك ان انت كل ما بتقوميها دي بتبقى يعني يعني ايه انت خحقها ان شاء الله حنتمعلم ازاي نتقومها مع بعضا في اذن الله. معلكم سلامة الله انا مش متردد بطبيعتي بس فيه موضوع معين دايما متردد فيه. مع دازالك فرق استخاذ الطرار. هنا مشكلة فيه. المشكلة فيه اولوية هذا الموضوع. يعني سيه مسلا لو واحدة ما متترددش في اي حاجة في حياتها مع هذا موضوع الجواز. كل ما يجي موضوع الجواز ده تتردد فيه. اولا هي لازم تحدد الهدف من الجواز. هل هي هي عايز تتجاوز ديه? طب ايه مواصفات الشخص? لازم هنا بقى تحط بعض المعيير اللي تقدر تقلل منها حدة التردد دي. هقول لك انت لما تاخد بكل بس اجواب على الحتة بتاعتها وبعد كده هقول لانت بتحتاج طبيب نفس. زي ما قلنا ان انت دلوقتي بتحددي مسلا ايه مواصفات الشخص اللي انت عايزها. هل انت الاولوية بالنسبة لك بناء بيت? هل انت الاولوية بالنسبة لك الحب? هل انت الاولوية بالنسبة لك مسلا اا اا ان انت مسلا عايزها الاستقرار? ايه هدفت من الجواز? اصطب هل الشخص اللي بتدملك ده فيه المواصفات دي ولا لأ? هل في عاطفة? هل في عايزها ما تكلمنا في مواصفات شركة الحياة فاقين? وقلنا ان العملية مسلسة الاضلاع? اا عقل وعين وقلب? هل هو مالي تلاتة? هل في يعني بتشوفي. فكل ما بتحددي اختياراتك كل ما بتبقى نسبة اتراضد اقل. فدي بتيجي بالقرصة وبالتدريب. وحاجز اقول ده ما اتفقنا تغيير بيجي تدريجي. ما يفعش ان انت مرة واحدة تقولي. انا هعمل كزا ولما تفشيل تقولي دي بازة مني. لأ. انت هتجرب الاول في حاجة ملاش هلقى بالموضوع. عشان تقيس نفسك انت قادرة على احداث سنتين ولا لأ. تمام. بقيم نفسي كتير واشوف الناس بتبصلي ازاي. وشاكلي ايه وقدام الناس. وبندم على تسلوطه في مواقع. ما فيش شك ان البني ادم نازم يراعي. اه بس اتجاوب الاول عشان. انت اعرف ان محتاج طبيب نفسي زي ما قلنا. لما تاخد بكل الاسباب. وتعمل كل المحاولات وتعمل الاستراتيجيات وتعمل الخطط وتحاول ان انت اتقاوم مرة واثنين وتلاتة. وتلاقي المسألة مش فيش فايلة بقى خلاص. الحالة دي لازم يبقى فيه حد امتابع معاك. يعني مش هتقدر ان انت تعتمل على نفسك فيها. بس دي بعد يعني مش كل بقى واحد مسلا يفشل من اول محاولة يقول لي انا محتاج طبيب نفسي خالص. المسألة ممكن تدخل معك اه يعني اه اي نعم مدة بس ما توصلش معك في المرحلة دي. ان انت تبقى مسلا عايز دكتور ولا حاجة. عشان الدكات للنفسين دون مع نفسهم. دون العالم تانية. اه دي حالة معينة في اسمها الاسواس التهريق. انت بقى حاجات بقى ليه علاقة بالكيميكا في المخو يعني شغلانة بقى مش حوج عدمك كوبيا طبعا احنا درسناها بحكم ان احنا كنا في صيدات. لكن اه انت لما تعمل كل المحاولات اللي في الدنيا. وبعد كنت تلاقيها مش نفعة ابقى بقى ساعة هالجالة. طبعا في النفس زي ما التعليم. البدء في الشيء زي ما ترك بصورة متكررة هل الاختيار غلط او التردد. هنا مش حكاية تردد او غلط هنا ممكن يكون الحماس. ممكن تكون انت يعني ما عندكش حماس كفاية يخليك تكمل فيه او محققتش انجاز ملموس يخليك تكمل في اللي انت عايش. هنا انت لازم اولا انت زود يعني ايه? اولا العملية محتاجة اعادة تقييم من فترة. شخص رائده هو انا دايما بحب القايم نفسي وقايم انت لازم تقايم نفسي طبعا. بس بشكل يعني اولا لازم يبقى التقييم برضو بحساب. مش ان انت ايه تجلب نفسك. اول واحد لازم يلاجأ اخطاء ويلاجأ حسابات ويحمل. انا فيه اعلان هنتفرج عليه ان شاء الله ده ما هينزله بتاع السراميكة الرواية بتاع الفين وتلاتاشر. هي يعني حينقش الحكاية دي بالشكل ده مخفيف جدا وسريع جدا. حجاوبك عليه يعني حجاوب على اسف محمد في النقطة دي لما نعرض الاعلان ان شاء الله. وعلى جهة السلامة وحكو الله وبركاته. لو حد عنده ثقة بالنفس ومتردد برضو ده علاجه ايه? ايه? عنده ثقة بنفسه ومتردد. يبا هنا الغلطة مش مش في ثقة بالنفس من التردد مش اسباب عدم ثقة بالنفسه بس. التردد المشكلته ممكن يكون خجل ممكن يكون اه مسلا اسباب اكتماعية ممكن يكون زروف ممكن يكون اه عدم توفر معلومات او نقص في الخبرة. يعني انتي ما عندك ليش معلومات كفاءة يعني الحاجة اللي انتي دخلت عامليها. فطبيعي لما انتي عايبقى عندي خيارين فهي مش هتقدر اتخذي القرار. فمش السقة بالنفس مش السبب النفس الوحيي فوجود التردد هو ان يبقى فيه اه عدم ثقة. لأ. في اسباب حناء الاسباب بالنفسية كتير. يعني حنستعد منها النهار ده ان شاء الله حدقت جدا. مين تاني عايز يسأل. قرار القلب مختلف عن قرار ياخد فيه صراع الاختيار. اعمل ايه? والله هنا دي تعتمد على الاولويات زي ما اتكلمنا في حلقة اختيار شريك الحياة. وهي على فكرة الحتة بتاعة شريك الحياة دي زيها زي اي حاجة في الدنيا يعني دايما البني ادم انا عندي قناعة شخصية بكدة يعني. ان البني ادم نمشي بقلب وعقله مع بعض في الشريط متوازن طرح. فرر اللي توقيش يا دي. مايبقوش ورا بعض. مايبقو جنب بعض. لان ماينفعش العقل يمشي لوحده وماينفعش القلب يمشي لوحده. الجازم اللي تقين خطب طوازن معاهم الرغم. اه اللي هي العلاقة بربنا سبحانه وتعالى والتوكل عليه. ماينفعش تفصل بتلقى عن بعض. وفي الاخر انت بتحدد حسب اولوياتك بقى. يعني احيانا لما البني ادم بيحكم عقله بس قلبه بيتأثر وبتواجع وبيرجع يندم ولو واحد تاني حكم قلبه بس ولغى عقله برضو في الاخر ممكن. يرجع يندم. فماينفعش لازم انت تقيم اللي اتنين لان في الاخر السعادة ايه? السعادة هي التوازن بين التلاتة دول. بين الوح والقلب والعقل. فلما حيصل قصور في اي واحدة فيهم. اكيد اللي اتنين هيتأثره. فاكيد هتبقى. وعشان كده على فكرة مافيش حد بيوصل لنسبة سعادة ماي في المية. لان اكيد في الجهة فيهم بيبقى فيها القصور الى حد المية. مافيش حد حياته كاملة. كلنا عندنا القصور. بس احنا هو فيش حد هتوصل حياته في درجة الكمال الكمال الله واحد وكل شيء في الدنيا نسبي ان الله سبحانه وتعالى الله هو القيمة المطلقة الوحيدة في هذا العالم. لاجب ان يكون عندكم قناعة تامة بهذا. ولكن في الاخر البني ادم لازم يكون عنده زي ما قلنا حالة رضا. لازم يكون عنده اخضر الاسباب. لازم يكون عنده اه يعمل العليزة زي ما بيقوله. لو بقى في جزء زي ما هنتكلم في الحلقة الجاية ان شاء الله في الحلقة الجاية عن الابتلاعات وكيفية التعامل معها. لما ربنا بقى في الاخر بيحطك بعد ما انت بتعمل ده كله في مجمع ظروف معينة فما بيزنكش. اه اولا بيحطك في اللي انت اخترته جي حاجة. ثانيا هو مش خلعك عشان يعذبك. ان الله لا يتري احد يعذبه بل يهذبه. ربنا شكرا بيحطك في ظروف اللي اللي تخليك تعمل احسن حاجة عندك. حتى لو انت شايفها وحشة وحتى لو انت شايفها مش كويسة في الاخر فهي دي اللي حطلها الكنز الحقيقي اللي جواك. يا رب كده اكون جاوبت على اسئلكم. لو حد عنده اه ما انا قلتها دي. عندما يكون الانسان لطيف ومسامح الناس هل هذا ضعف? لا طبعا مش ضعف. مش ضعفة بس الدرجات. يعني مش اي حاجة لافع يتسامح ليها. طبعا يعني. الاهل عائق كبير جدا فيه حياتي. بسببهم اي القراءة باخده بجوز وده بيخليني يأفض اي احساس بالسحي. ما فيش شك ان ان احنا هنتكلم في الجروف الاجتماعية وان الاهل اللي بيبقوا من احد الاسباب اللي بيعملوا ترد طبعا. لان انت لما بتيجي تعملي حاجة بيخافة من رد فعلهم يا اما تعنيف يا اما سفرية يا اما اه مسلا اه توبيخ. طبعا ده بيخليكي اساسا وانت بيقبل على الحاجة عشان تعمليها بدي بتعمليها وانت تتراشي. ما بيبقاش عندك ثقة ببسك يتاير تبي دايما شايفة الجانب الوحش في الموضوع. تحتك محتاجة ان احنا نشتغل على محورين. هنتكلم فيه وفي الاخر اللي ما حنيين عالج التردد ان البني ادم لما بيكون عنده السبب في التردد مازال موجود. اه بيشتغل على المحورين. بيعالج التردد بالناحية وبيقاوم السبب من ناحية تاني. طب يشتغل في حتتين مع بعض. حد كده ما جاوبتش عليه لسه. طب انا عندي مسواس يعني ممكن اتقرر تاني مورتين عشان هتأكد انه حصل. هقتلح عليك حاجة معرفش اتا شفت فيلم اه فاصل وانعود ولا لا بتاعك عريم عبدالعزيزة مكان الرجل بيجي حصل من الفلوس كثة مرة. فقال له عشان تعرف ازا كنت عملتها ولا لا لابا تيجي تعمل حاجة اول مرة اختب ان انت عملتها. فبعد ما الراجل خاد منه الفلوس اول مرة وكتب راح حطت ورقة ما جاي اخب منه تاني مرة عارف بقى انه هو كان بيتحك عليه فراح مسكه علقة داري حتت علقة محترمة. واكتشف بعد كده انه هو كان بياخب منه الايجار خمس ست مرات. ما بدأ ارتباط التردد بمرحلة الطفولة للشخص. هنتكلم فيها بالتفصيل دي برده ان شاء الله. في حد كده خلاص احنا كده نرجع بقى نرجع بقى عشان ايه? ما لسه عندنا جوجل كسير حنقوله. اه لو لو حد فاته اي حاجة ان شاء الله حبعد في التسديم والله ما حدش شيء لا يعني. معاكم بازن الله. ناتج تامن القول. احنا اتكلمنا فيها وحنا اتكلم فيها تانية طول المحاضرة. طلبت عندي رئيسة الخوفة من السوفية ولكن اصاب الرسالة للمجتمع باحسن شورة. تماما. طب انا عندي وسواس اعنا ممكن. طب انا اه 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 تصحيح النقارة. هو عاد الواحد يبقى متردد. ولو اه. ولو ايه? ولو اصلا التردد غلط. هو انت ممكن يكون عندك خيار يعني التردد اه اي حاجة في الدنيا ما بتزيد عن حدها فانقلت ضدها هو التردد في النهاية. انت ممكن يكون عندك خيارين والاتنين بالنسبانك احسن من بعض. وممكن يكون عندك خيارين الاتين اسوأ من بعض. وممكن يكون الخيارين زي بعض. فبالاخر انت بيتنقي قلم بعيطة انها سامع حالتك طب لو الاتنين مناسبين لحالتك او الاتنين مش مناسبين بس لازم تختاري احسن وكشين. فهنا احنا زي ما قلنا لقد ان حد للأولوية فانتستعجريوش هنتكلم في العلاج واي بالتفصيل. هنتكلم فيها متقلاقي شرر. هنتكلم فيها. هنتكلم نرجع بقى تاني. واي حد عايز اي حاجة ان شاء الله على الساعة تسعة تسعة ونصف كده هنأخذ بيت تاني. وانا معاكم بها من شاء الله لغض الساعة اتناشر يعني. ربنا يكون فقوان الدعم. نقول بيصاب عليها. زي ما قلنا. الخوف من الفشل. الخوف من الفشل هو احد الاسباب الرئيسية. بس هتقطع الكهرباء. لا لو قاطعت عندي ايه بقى حظكوا كده. لو قاطعت عندك ما تقلقش. هنسجل ونبعدك التسجيل ان شاء الله. عندك انتي? ما تقلقش هبعد فارج مسجل. ان شاء الله. ان شاء الله. زي ما قلنا ان الخوف هو احد الاسباب يعني الترادض الرئيسية. الخوف من الفشل تحديدا. وزي ما قلنا ان عدة الخيارات الكتيرة كل خيار فيهم بيحمل نسبة نجاح ونسبة فشل. وبهو خايف من كل احتمالات الفشل. فلازم يحط عليهم احتمال الاخير ان عدم المحاولة في حد ذاته فشل. وبالتالي كده 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 طالما كل المحاولات محصلة بعضيها يبقى لازم يحاول. يمكن لو حاول فعليا الفشل ده بيحصلش. الخبر الفشل ده بقى اسبابه ياما اجتماعية نفسية وادراقية. اسباب مادية يا اسباب صحيح. وقلنا ان الانواع بتاعته. بناء على هذي الاسباب. ياما مؤقتة ياما دائمة مناظر من وجود السبب ده بشكل دائم زي اللي قالت ان الاسر عندها عائق مهمة جدا. نخليها دائما مترددة وعندها يستخفزها او بيكون بشكل مرضي. العلاج زي ما قلنا طبعا العلاج مش كده بس انا بس بديكم فكرة عامة. انت اي حاجة عايز تعملها واي حاجة عايز تاخد فيها القرار. هات كده ولا وقلم. واكتب تلت ثوائد. بالفعل ان انت عايز ان انت متردد تعمله ده. لو انت عملته اكتب ايه? اكتب واحد اتنين تلات. هلو الكلام? طب. لو انا ما عملتش الحاجة دي. هتقزف ايه? اعمل واحد اتنين تلات. اكتب. عايز تعملهم اربعة خمسة ايلا عايش حياتك. فكرة ان انت تحدد المعايير زي ما اتفقنا من الحاجات اللي بتساعد بشكل كدير جدا. اكتب معايق. طبعا حنتكلم نستعجل علي ايه? لان هنعيش لحياتنا. ان انت تكتب تحدد المعايير تحدد الاسباب تحدد كل الكلام ده. ده حيساعدك قوي في ان انت تقلل او يعني ايه? تقلل عملية التراضي. فانت اي حاجة متردد فيها اي حاجة مش عارف تقص فيها القرار. اكتب لها ثلاث فوايد. واكتب لها ثلاث خسائل لو انت معملتاش. قدي الكلام ادي حاجة. زي ما قولنا. هترتب الاولويات بتاعتك. وهتحدد اهدافك في حياتك. البني اقدم ربنا خلقوا ليه? عشان واحد من تلات اربعة. انت باعيش ليه? عشان واحد من تلات اربعة. يبقى انت اهدافك في الحياة ايه? واحد من تلات اربعة. انت اي امكانياتك دلوقتي? كزا وكزا وكزا وكزا. انا عندي ايه? في حياتي? واحد اتنين تلاتة اربعة. اه دائم اصوات انا لساسا حياتك كلها. رتبها يا رتب او لو اطلع حتى الاول او اعمل كده حاجة احنا نسميها بنستورمينج بتكلمنا عليك اكتشاف المواهب لو فاكرين. بقولنا بنستورمينج عملية العصف الزهني العشوائي ان انت بتطلع كل الافكار اللي عندك على الورق. مش مهمة صحة غلق حرام حلال اي حاجة طلع اكتب على الورق خرج اللي جواك. وبعد كده لاتبه. اللي حيترامل? اللي حيتأجل? اللي حيتعمل في الاول? اللي حيتعمل في الاخر? اللي محتاج يتصلح? اللي محتاج يتغير وهكاسب. حاجة بقى مهمة احنا دايما بنشتغل على نظرية او بقالية ديناميكية التكاغف العصبية. او عملية تبرمجة. قالوا او العصبية ان احضر ادمارمج دماغك. انت عملت وليه? ما كل الناس اللي العIDE وابدى دلوقتي عملت وليه؟ انا مطرد في الثقر approached. انا مطرد assault. انا مطرد في الثقرر. ما عليش اسمع كلاني واعkesني. انا مش مطرد في الثقرر. انا مش مطرد في الثقرر. انا كررها خمس مرات صدمح خمس مرات بليه؟ ليه؟ عشان العقل الباطل يراها. ليه? العقل الباطل لا يفرق قباينا. ما يحدش تعلموا الكلام ده يعني قلمنا في قبل كده بحاوله لكه تاني. لو انت حتى تعرضت في تجربة فاشل معينة. وجعت رجعت تاني رجعت التجربة من الاول اللي بدين. بس بالتصرف الصحة ده العقل البطل ما بتفرقش هنا. او العقل اللي لا يعني لا يفرق بينما حدث فاعلين. انما كان يجب تدوسه. وبالتالي لما حتيجي تتعرض فيها تاني حتى تصرف ناس الحال فرصة. انا ليه بقولي الكلام ده? انا بقولي الكلام ده لان انت لما تقنع نفسك كل الوقت ان انا مش متردد ولا تقاضع على اتخاذ القرار ولا انا حنجح ولا انا الجمل الايجابية دي قدام يعنيك كل الوقت اتشارة تكتبنه قدامك عن مباعد. خصوصا الناس اللي عندها تردد بشكل اه شنه مرضي او الناس اللي ايه عندها تردد بشكل كبير. في اتخاذ قرارات في حياته ده اياه. فاكرين لما اقولت لكم المرة اللي فاتت ان في واحد ما بيخدش القرار غلاء ولا واحد بيموت قدامه. ولازم بقى ينقص حياته الوقاتي هو ده واحد كده. اللي انا بتكلم عنه اللي لازم يحط الجمل قدام يعنيه ده واحد. مش هيتحرج لو حد بيموت قدامه دلوقتي حالي. فالشخصية دي محتاجة طول الوقت انها تقرأ الجمل ايجابية مش السلبية. حتى لو كان السبب اللي بتخليه متردد لسه موجود. حتى لو كان السبب الاجتماع ده لسه موجود. ايوة ما هو بتردد ليه في الخروج من البيت لان دفع عنده مش قوي. وهو ما هي مسألة يعني هي بلاش بمش اختيارين. يا اي ما واحد عنده اولويات واهداف ورسالة وهدف عايز يعيش عشانه. اي ما لأ. اللي خارج من البيت ده خارج من البيت ليه ما هو ده بقى واحد عنده مشكلة دلوقتي. هو بيخاف من الناس. ليه بيخاف من الناس? بلازم يرجع الحاجة لاصلها. ليه بيخاف من الناس? ليه عنده خجل? الخجل من بين اسباب التراب. هلتكلم فيها بالتفصيل? اسبابه ازاي يعالجه? ليه خايف من الناس? ليه خايف يواجه الناس? ليه خايف يبص في اناهم? ليه خايف اتعامل معهم? هل ده مسلا نتيجة زلو? هل هو هو صغير كان لوحده? هل هو كان مسلا اهلو كان ما بيخلهوش ياخد قرار ما بيخلهوش يختك بالناس? معرفتك للسبب هتخليك تقدر تعالجه. ما هي المشكلة ان الناس تبقاش عارفة الحاجة دي سببها ايه? حتى لو كان يعني دلوقتي واحدة هو صغيرة كان ان اهله بيخل قرار رجوه هي الكلام ماشح خلاص دلوقتي هو كيبر دلوقتي في الجامعة نسا بيشتغل وبيغ consistently بيامن بس ما زالت الحتة دي عنده. بس هو مش عارف ان الماساء دي من الماضي. مش عارف ان السابب ترددوه النهاردة ان هو كان محبوس وهو صغير. او ان هو ما كانش فيتعامل مع الناس هو او كان وحيد ما كانش عنده اخوات فيما كانش فيتعامل مع الناس ل wenigتعامل عامل من الناس. فهو مش عارف ان هو ده السبب. فلما يعرف السبب. هبسد يعالجه بقى. فحي يعالج المنجد كرهة. هيوصل بقى في الاخر لعلاك التاراضي. يوصل يومين? ده ممكن يقع مرة واتنين وتلاتة وعشرة مضايفة في الاخر يجرح. انا ليه بقولي الكلام ده? علشان خاطر. اي وممكن يكون ايا كان السبب بقى حصل له موقف مع الناس سبعة من سلبية عقادته في عيشته خليته ياخد ده. ايا كان السبب هو ايه? كن هو عارف السبب هو ده ده يتحلها. هو ده ده يتحلها. بس المسألة اولا عايزة ايمان بالله. عايزة صبر. عايزة قوة ارادة. عايزة برمجة لغوية عصبية. عايزة ان انت تبقى داخل مبرمجة نفسك. ان انت لما هتعرض لما اكت انت مش متعاون عليه بحكم خجلك وترددك وخوفك من الناس. ان انت احتمال كبير توعى في اول مرة. واحتمال توعى تاني مرة. فلوقعت كالم تما يعملش صد ما عندك. تبقى المسألة بالنسبة لك مقبولة. حاجة تانية مهمة جدا. الناس كتير جدا بتهرأ من مواجهة الناس في النت. ساي فاكرين فيلم كده ريضة احمد حلمي. فاكر شخصية سيمسون. هو ما كانش عادر يواجه الواقع على ان شخصية اخواته كانت اقوى منه. وهو كان بيخش على النت بشخصية اخواته الاتنين. اه اللي هو كان البرنس. واسيمسون. لحين ان هو في الحقيقة تحقيقة الامر هو اللي حرك روط اللابة كلها. لو حد شافه فيلم يعني وقهم وجهة النظرة اللي من وراها. وفي الاخر لما احتاج لما حصل تعلم موقف مع الدكتور في الاخر. ليه بالشخصية اخوه? والنجح في ان هو يفعل نجسدها. ازن هو عنده قدرة. ولما خذ قرار ان هو هيخرج برا عباقة الخوف اللي جواه قدر. وقال فعلا ان الدكتور في الاخر عالجه. هو فعلا ان الدكتور عالجه. والدكتور عالجه صحيح لما عالجه كان هو عايز يستخدمه في النظر. لكن هو فعلا عالجه. لان هو خرجه ونجح ان هو يخرجه من حالة الخوف دي. خلاها يعيش فعلا الشخصية على ارض الواقع. خلاها عال شخصية البرنس في حقيقة. مش بالاحلام. ولا حتى عالفة. في حتة ان انت تقنع نفسك طول الوقت بان ان انت الشخصية المترددة بشكل مستمر بايا كان سبب ترددك وخوفك وخجلك من الاخرين ان انا حنجح انا حاود اراخد قرار انا كزا انا كزا انا كزا. العقل الزاطن لازم يرى هزي الجملة باستمرار. حتى قدامك عالدول. الناس ممكن تفحك عليك واهلك ممكن تحكوا عليك لما يلوكت في عالدولات. انا واسق في نفسي انا حنجح انا حاود اراخد قرار. طريقة من هنا للصور عادي ولا اندهاشة. انت عارف ان انت هتعرض للموقف ده وبرمك دماجك على كده. اه دخلت اتعاملت مع الناس وحصل موقف عادي. انت عارف ان انت احتمال كبير هتعرض لهذا الموقف. يقول انه مجموع حيقوله اي حاجة. يقول له ام ام كده كده بيقوله عليك اه يعني عادة الشخصية اللي طب بيقوله عليها شخصية ضعيفة ومهزوزة. بجملة الكلام اللي بيقوله يلا. هم برما خلاصة بما داخل ده داخل وهو عارف داخل عملية تحدي. ويانا يا هو خلاص خلصتك. هي مسالة حياة ومدبأ لو هو واحد فعلا من عارف ان التردد دنيا يشكل مشكلة في حياته. هي زي ما قلنا زي اهو اخر اختيار في العلاج القرار والاختيار والمسئولية. علاج التردد خرار واختيار ومسئولية والتزام. التزام اكتجاه نفسي. التزام اكتجاه مستقبلك. لو اولا مبدئيا كده. اهلك مش هينفع وقوك. والناس اللي تبتري عليك مش هتتفعك. لما طعف قدام ربنا يوم القيامة يقول لك عملتي ايه تقوله ما عملتش حاجة عشان اخطب. مينفعش. الاخر البني ادم حياته هي كلها طالب اسرة مهما كان يعني اتمنين تسعين سنة ما في الاخر هينتهي. ربنا خيالك عشان انت ليك دور. مينفعش انت بقى تتنحى عن هذا الدور عشان تخيف من الناس. دي قناعة شخصية لازم تزرحها جواك وتحرك من منطلقها. وهنتكلم بالتفصيل ازاي تبقى عقيدة ناسخة داخلك. وزي ما قلنا واللي ما اكد عليه وحافضل اكد عليه طول المحاضرة يا جماعة العلاج مش هيبقى في يوم وليلة. العلاج هياخد وقت والتغيير هيبقى تدريجي. ولازم هتوقعه مرة واتنين وتلاتة. وحنتابع مع بعض عن علاقتي ديكم مش هتخلص النهاردة. علاقتي ديكم ممتدة. هتابع معاكم الحالات وان شاء الله بإذن الله توصلوا. فأسرع نتيجة في أسرع وقت. حاجة مهمة جدا. ابتدت حاجة كملها الاخيرة. زي ما قلنا قبل كده ان واحد مثلا ان ندخل على حاجة اشتغل فيها كزا خطوة وبعد كده اكتشف ان فيه حاجة تانية احسن. حاجة جاوبك عليها بالتفصيل اللي اساس محمد نبيل دي في الاخر. يعني دي في ال او في البريك حالي اضطى عليكم التفصيل. ابتدت اه فضلا مشيت بقى رايش شو هتخل تواصل حتة الاولانية او في الحاجة اللي انت كنت دخل عليها وبعد كده ايت حاجة احسن. قعدت كده فكرت شوية قلت لنفسك ايه تواصيل على الحاجة اللي انا كنت بعملها وابتدف الحاجة الجديدة. روح تدخل على الحاجة الجديدة. برضو مشيتها خططت انت. خطوة. وهكذا. هتكون ايه محاصلة في النهاية. ما عملش ايه حاجة. ما عملش ايه حاجة. فمن البداية انت لما تبقى عارف انت اصلا دخل الحاجة دي ليه? وبتعملها ليه? وخطواتها ايه? حتى لو انت لقيت حاجة احسن. بس على الاقل لما انت اتقرر ان انت حتكملها لاخيرها. هتبقى حتكون حصلت على شهادة مثلا معتمدة من جهة معينة. انت مسلا دخلت كراسة. الدراسة دي مسلا مدتها معقولة. ما هياش هتكلفة كتير. اه بس لو انت خطها مسلا هيبقى معاك شهادة معتمدة في حاجة معينة. اه. اه في حاجة معينة. هتساعدك بعد كده في مستقبلك لو انت حتبت مسلا تشتغل بالشهادة دي. وانت اثناء ما انت خلع الشهادة دي زهرت شهادة احسن بتكلفة اهل. وفي مدة احسن. بس انت كده انت كنت قطعت قريدي شوت كبير في الاولانية. فحرام انت تضيع مجبودك ده. عشان تبطيتي حاجة من اول وقديد لسه مش عارف سي كنت محتمش فيها ولا لأ. ففي الحاجة اجي تكمل. كمل عشان تبقى خلص. والله بعد كده بقى لقيت نفسك بتعاني من فراغ. وعايز تبقى الشهادة التانية وتبقى موجودة في بتاعك كدها. لكن ما تقطعش حاجة وحققت انجازات وخطوات. عشان حاجة لسه انت مش عارف زي كنت حتمش فيها ولا لأ. حتى لو كان هذا الخيار احسن. فدي برضو حاجة ممكن تقلل شوية حياتة التراضب بالنسبة لك. دايما نعيش الحلم اللي انت عايزه. حتى لو كان اللي حواليك بيحربوك. حتى لو كان اللي حواليك ضدك. حتى لو كنت بتعرض لصحرية. حتى لو كان الظروف الصحية مش مساعداتك. عيش الحالة اللي انت عايزها. عيش الحلم اللي انت عايزه. انا ليه بقولي الكلام ده? زي ما قلنا العقل الباطل دايما بيجارة الصورة اللي اللي يعني ادم عايز يعيشها. وما بيقراشه رسالة سلبية اصلا. يعني لو واحد عنده مشكلة صحية العقل الباطل ما بيشوفهاش. عشان تيجوه عارفين. وده كان السبب في ان في كتير من العظماء زي نيكولاس فوشيس اللي كنته حسين وعمار الشريعي والناس كتير جدا من الناس اللي هي عندهم اعاقات جسدية. نكحه في حياتهم. واحدة نيكولاس فوشيس ده مش متخيل اصلا. هو اسلام ربنا خلقه. خلقه. وهو مش مختنع ان هو عنده حاجة نقصة. هو كده. هو 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 بني ادم عاش بالطريقة دي. وحننشوه اللي ما عارفش نكولاس فوشيسك هتظهر شرطة في الاخر. اللي عايز اقوله هنا ايه? اللي عايز اقوله ان القناعتك الشخصية بان ان انت قادر وان انت ناجح وان انت بسلا عايز تبقى عالم كبير. عايز تبقى فنان كبير. تبقى دي قدامك طول الوقت لان دي هتخلق اولا حافظ شخصي جواك ثانيا. هتخليك تقاوم التردد والفشل. ثالثا. هتدفعك ان انت تاخد قرارات الى حد ما منظمة. مش هتبقى العملية عشوائية. فبالتالي هتبقى العملية بالنسبة لك فيها اولويات واهداف ورسائل. يعني هتبقى العملية قدامك اه منظمة شوية. بالضبطة هنور عليك ايدرسون وحتيجي بقول ايدرسون دلوقتي ان شاء الله تعجبكم. ويعني تعبنا نحن بصدده الان. طبعا لأنا الكبه بديكم يعني فكرة عن علاج بس علاج طبعا نتكلم فيه بتفصيل. ان شاء الله يا رب يعني. زي ما قلنا القرار والاختيار والمسؤولية. القرار علاج التردد قرار. طبعا ما خدت القرار دخله في حيز التنفيز. حط فيها تبارك انك هتوقع كزا مرة. بس الشطارة مش ان انت توقع وتقعد. الشطارة ان انت بتوقع وتقعد. اختيار اختارت طريق ان انت تعالجه يبقى تكمل. تتوكل على الله. وتحمل مسؤولية اختيارك. ان شاء الله تتوكل على ربنا اقول بالاسباب. هتوصل في النهاية لانت ترجو التردد بالقرار. قلتش حاجة من عندي? اخف بالفشل. اكبر قيامنا على النجاح اخف بالفشل والاكسر. اي ان كان سبب زي ما قلنا. في يعني ان شاء الله اتمنى للنهاردة. نقدر ان احنا نتغلب عليه. ولا يهمك يا جميلة ان شاء الله اي حاجة هعوض له بازن الله. طب لو الحلم اكتر من حاجة ممكن يكونوا مش مرتبطين اوه ببعض. هنا مسألة اولويات وامكانيات. يعني انت الواسل من اين? الحلم الاولاني امكانيات انت عشان تعمله عندك واحد اتنين تلاتة. عندك ايه منهم? عندك واحد بس. محتاج ايه? اتنين وتلاتة. برمجة ولغات ماشي. يعني برمجة ولغات طي مش ايه المتاح دلوقتي بالنسبة لك? اه برمجة ايه برمجة الكترونية ولا برمجة ان انت اه يعني اهل انا استاذ امام. الحمد لله على السلامة. كمبيوتر. تمام? ايه المتاح دلوقتي بالنسبة لك? مسلا الكمبيوتر اشتغل عليه. المتاح اشتغل عليه دلوقتي. يعني دلوقتي انت عندك حق خيارين. لغات والبرمجة. ماشي. دلوقتي انت عندك لغات والبرمجة واللغات والكمبيوتر. مسلا يعني عندلك تلات خيارات. اشتغل على مين? اشتغل على اللي انت اولا حبه اكتر. بلاش حبه اكتر. اللي ممكن يكون متاح لك احسن. مسلا كورس متكامل لمدة ست شهور هتاخد فيه شهادة معتمدة مسلا من 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 جهة دولية. تقدر ان انت تشتغل بيها بعد كده. يبقى ده احسن حاجة تشتغل. تمام? هنا ده بقى بيبقى حسب زي ما قلنا كده الاولويات بتاعك. الاهداف بتاعك. اللي انت حاسس اللي هو الاولوية. وزي ما قلنا. احنا زي ما هنتكلم من ضمن علاج التردد. ان انت هترمي نفسك في مجالات كتير زي ما تكلمين عشان انا قلت ان كل المدوات مرتبطة بعضها. او كل المحاضرات لها لقى بعض لما تكلمنا في اكتشاف المواهب. وقلنا ان انت عشان تكتشف مواهب فتكت لازم ترمي نفسك في كل المجالات. لان انت ممكن تكتشف نفسك حاجة ما كنتش عارفها. فتكتشف ان هاي دي يصير وجودك في الحياة اصلا. اهدف كتير في التعلم محتاجة ترتيب اولويات. لازم ترتيب اولوياتك وتعرف في المتاح وتتشتغل عليك. عليك بس. الله بركاته انا استاذ امام مورتنا. المحاضرة ياريت الدعم لو يشوف بس لو في حد زهر مش ظهر عنده الباوربوينت. عشان ايه? ما عليش ولا يهمك. لا ان شاء الله ابعت لك تسجيل المحاضرة ما يهمكش. ما يهمكش خاص. مورتوني. اه ايه يعني ايه اه فيه واعرف قدريتي جيدة لحضوطها فلو مكتوب مني الحصول على درجة عالية جدا. وفعلا دخلص الامتحان واما اخصر على الدرجة مكتوبة. واقاف بقود الامتحان مرة اخرى اقاف من الفشل. ما هي الفكرة بقى هنا. مش حكاية ان انت معبدش الامتحان ايه? هل انت ما هي مشكلتنا كلنا في موضوع المذاكرة بقى من ايام بيكوننا طلبة لسه. جاد ولو المذاكرة لو كانتش حد بيعمله. ونقض يعاني اللابة في الخرايط والجداول ما حدش ينفزها. يا اما سوق تقديل المادة العلمية. انت مش مقدر المادة العلمية وحكمها صح يا اما انتش مقدر اللغة صح يا اما انتش مردت بالدنيا صح. هنا العملية العوامل كتير. فمش معنا ان انت فشفت في الامتحان وده هنتكلم عنه في الاخر ان انت تتنازل عن الامتحان لأ. بس المسأل انا محتاجة اعادة بتخطيط. غير التخطيط. وتوكل على الله ومعنى بالله. الله الله مبارك فيك او. او لو ياتي في التعلم. حسب الحاجة اللي انت تحبيها. انا اعرف ان المحاضرات الاونلاين مش بتكون لها تسجيل. يا ريت لو ما تسجلها حاضر. ان بفضل الدعم الفني بنزل في تسجيلها وانا ان شاء الله تواصل معي بعد المحاضرة هبعطوكو التسجيلة علي. رابط وحضر الدكتورة هاي دي شارف الله عملتوها. كان كويس. اه الاخر محاضرة. اصدر بس مع الكلام ازاي حوال. الفشل ليس ابع بعن. وان كان للنفسي موجعا فهو خير من المكوسي بلا حراك او ان تكون للاخرين تابعني. دي ربعية من من عندي يعني. لان دي حقيقة فعليا. انت ان لم تخطب في نفسك سيخطب فاك الاخر. اعرض فكرة. لو انت عادت مطردد في ان انت تاخد فراك في حياتك او ان انت تتمنى العاقة في حياتك عشان خاف من الفشل حاطب انت من ضمن مخططة او في الاخرين. حتبقى مجرد اداء الاخرين بيستخدموها عشان يحركوها مطرح ما هم عايزين. حتى او كان يعني على فكرة كلمة الفشل هي سبابة ونجوم بتباهيم الفئة. الكلمة دي بتباهيم الفئة شخصية. برحمة الله. ففعلا الفشل مش بابة. بالعكس الفشل هو سبيل جيد. جاءوا ده تاني جملة النهاردة. لو طلعنا من المحاضرة واحنا مش بتعلمين غيرها اخصم بالله تلاتة انا كده ستسايد. وحبقى كده انا سعيدة يا غاية في الساحة. ان الفشل هو سبيل لتعلم اشياء كثيرة جدة في الحياة. زي اديسون بالزبط. اديسون لما عمل تسعة تلاف تسعومية تسع سعين محاولة ما ولعوش المصباح وفي الاخر عملها. والناس قالوا انته اكبر فشل في العالم. قال لهم لأ انا اكتشفت تسعة تلاف تسع تلاف تسع سعين محاولة ما بيولعوش المصباح. فهو اتعلم حاجات كتير جدا من فشله ده. فالفشل مش بوعبه. ايه يعني ما ترشل? مش مهم الفشل يسيب. الفشل هو خطوة للنجاح. ما لم يفشل لن ينجح. بعرف كده كويس اوي. ايا كان بقى سبق خوفك بالفشل الاجتماعي صحي نفسي ايا كان. بالاخر الفشل لو انت برمكت بالزبط اللي انا ورع عليك لو انت برمكت دماغك على ان الفشل هو سبيل للتعلم. يعني احنا هنا بقى حنتعلم الية وستراتيجية جديدة للتعامل مع الفشل. ان الفشل هو ليس اخفاق في تحقيق هدف حزن. ولكنه طريقة لتعلم اشياء جديدة. فلازم تحط دا في اعتبارك وتتعاملوا مع اي حاجة مش بس النظر الترادد يا جماعة. الفشل لا اكتبوا الجملة دي واحفظوها وحطوها في دماغكو. واعلقوها على الحطام وانشروها في الشوارع يعني بها فول حتة. خلوا اعليكم البطل يقررها ربعشون ساعة. الفشل ليس اخفاقا في تحقيق هدف منشود ولكنه سبيل لتعلم اشياء جديدة. سبيل لتعلم اشياء جديدة. مش معنى كده ان انتو تقول اي انا عايز افشل. لا طبعا لو نجح من اول مرة يبقى خلو باركة لكن البني ادم لو فعلا ما نجحش ان هو هيوصل للهدف اللي هو عايز يوصل له. يبقى لازم يراجع عن نفسه يكون عنده القدرة الحقيقية ان هو يراجع التجريبة من اولها. زي ما عامل محمد علي كلواي مرة تهزم في مطر وتكسل له اربع دلوع وهو في المستشفى. حاضر هعيدها تاني. وهو في المستشفى. راجع الشريب بتاع الفيديو اللي هو اتضرب فيه وقعد يراجع الغلطات بتاعته ويتخيل نفسه هو يعمل صح ويقوله انا كان لازم اعمل كزا وكان لازم اعمل كزا. لو عايزين تراجعوا الخطوة دي لو حد فيه شاف فيلم ضد الحكومة. بتاع احمد زكي. الولد لما رجل وتكسرت وكان قاعد يتفرج على الفيديوهات بتاعته. يعني حتى اكتبوا الملحوظة دي. اه وكان بيتفرج على الفيديو بتاعه. يقول انا كان لازم اعمل الخطوة دي بالطريقة السورانية. انا كان لازم اعمل الخطوة. ده اللي هو اول كان يعرف ساعة ان هو مش حيال عالتاني في الفترة حاليا. اللي هو بيعمل ده هو انا اصدق لي. ان هو بيعيد التجريبة جواب نجو من اوزه جديد. ما بيكافش يواجهني. بالعكس هو وعدها. وشاف نفسه هو بيعملها صح. ولو بعد كده كان حيال عالتاني كان حيعمل حال مرات. هعيد الجملة اللي هي بتقول الفشل. ليس فقط. اه عدم الوصول الى الهدف المنشود. ولكنه سبيل لتحقيق او لتعلم اشياء كثيرة جديدة. هو سبيل لتحقيق او لتعلم اشياء كثيرة جديدة. برمج ودمجكه عالجملة دي. عشان لو حد فشل يبقى او حد موصفش الهدف لو عايشه في المرحلة الحالية. يبقى ايه? عارف ان الفشل سبيل لتعلم اشياء جديدة. تمام? تمام. دي برضو وانا بحضر ربنا الهام علي بها. اسعى لحلمك ومتخافش. مش هيحميك انك متحولش. لازم تعافر واعرف مفيش حد نجح مفشلش. هي كده. اسعى لحلمك ومتخافش. اكتبوه. اكتبوه. اسعى لحلمك ومتخافش. ودي دي مني دي. مش هيحميك انك متحولش. لازم تعافر واعرف مفيش حد نجح مفشلش. هي كده. هو ده القانون النجاح. انا ليه ان مرة دي جايبة اه يعني كودس كتيرة ومؤلفة ربعيات وحاجات لان انا عايزة الموضوع ده يثبت في دماغكم انا عايزة الحكاية دي تثبت في البناء عايزة تبقى عقيدة ويقيم وترسخ داخل الازهان عايزة اكون نهاردة ان شاء الله لو يعني انا ما طلعتش في المحاضرة غير بالجملكين دول ان انتوا فعلا مؤمنين ان التردد ان كان ممكن التخلص منه وان الفشل ممكن يكون سبيل لتعلم اشياء جديدة في الحياة انا كده ساتفا وتأكدوا ان علاج التردد ساعتها حيكون مسألة وقت مش اكتف فمن لما يشعر من بقر التجربة ما تعطش فيه بخالي جاي اللي كايف ان هو يخش تجربة عشان كايف الفشل حيموت هو جاي ايا كيف ما احنا جايين علي دي بقى ظهارة الفشل كاشر فيه وقتنا نحاضر ما سبب ما هي عواملها تصيح نتكلف فيه بالتفصيل يا اما مش مخاطط صح يا مش بقت الاولايات وصح يا مش يا الدنيا عنده مش واضح يا اما عنده مقصة في الخضرة يعني انهي جزء اللي انت عايزة بيكسين معي جينا بقى جينا بقى ايه في مربط الفارس فالحاجة اللي اللي الناس بتعلق عليها اخطاء الشباعة اللي الناس ده ما تقول ايه اصل ماما اصل مابا اصل اخواتي اصل الظروف اصل الدنيا اصل وقاعد محل كسري ما بيقولش حاجة في اي قرار في حياته مطردد عشان قادر الاسباب دي اولا عمبر مجد ماك معل ايه مش اسباب دي مش اسباب نحن قادرون على التغلب على الفشل وقادرون على اتخاذ قرارات صائبة دي قناعة شخصية حافظة للجملة بيقعد ان شاء الله هتخرجوا من المحاضرة دي حافظانها اصم زي سميك انا قادر على اتخاذ قرار صحيح انا قادر على التغلب على الفشل انا قادر على كذا المعوقات الله ينور علي انا قادر على كذا انا عايزة المخ يبكعكو يقرأ الجملة دي وكلمة دي لربعشتو ساعة عشان ما ترجعوش يقول لي تاني بابا وماما اخواتي وعمل وخير ملاش دعو بيهم ايه كانت الاسباب امت قادر على مواجهة الفشل التقادر على مواجهة المعوقات التقادر على مواجهة التردب وعلاجه اسباب الاجتماعية اولها واساسها الاسرة طبعا ايه مشكلة الاسرة فيه طبعا مشابل كتير بس انا عالنا تبعا نوعب بعضها النرجسية عند الاباق مسحي التعنيف عند الخطأ يحدث في قط الفران لو قلت او عمل حدا غلط يوم حافظ في قط الفران ومدينه علقه رانه علقه محضرة النرجسية حتكلم مع هنتكلم فيها بالتفصيل ايه هي ايه وتعريفها وعلاجها هنقوح هقول لك هقول لك اعدم استقافي الابناء او التسلط او ان اللجنة الوسطاني يعني دايما بيبقى حقه مهلوم ومظلوم او نخوف الزائد على الابناء اللي انا بسميه دايما نبدلع المرق ضغوط العمل وارتبطة الاسرة طبعا دي بتخلي الاولويات عدمه مختلفة شوية يعني مثلا لو واحد رب باسرة ولا حاجة ومسؤول بقى ان هو يودي الولادة للمدرسة اللي يجبه من المدرسة يعني مش عارفة ايه فهو دايما قراراته اللي بياخذها مرتبطة بالاخرين او بافراد الاسرة الاخرين فما بيبقاش قادر ياخد قرار في حياته هو لان هو دايما مرتبط بالناس مرتبط بالناس اللي في القاتل فمش قادر ان هو ياخد قرار خاص بيه فلما بيجي بقى يتعرض لحاجة زي كده مبقاش قادر الخوف من رد فعل المجتمع يعني مثلا لو حد عنده فكرة جديدة او حد عنده مثلا حاجة اه مثلا عايز يعملها خايف او من رد فعل الناس العادات والعفة والتقاليد احيانا بيبقى فيه بعض العادات في بعض المجتمعات بتخلم ان يقدر متردد خصوصا في بعض المواقف الجديدة او المواقف الزي مألوفة للمجتمع بيبقى مش قادر ياخد فيها قرار اه وده بيبقى حسب طبعا اه يعني اه الاولوية زي ما قلنا والاهداف والرسالة وكده يعني هل الحاجة دي تستدعي فعلا ان انت تغير عادة وان انت تواجه مجتمع عشان خاطر تدافع عنها ولا لأ وده بقى حسب قدرتك وحسب ابانك باللي انت لا مش حاجة اه يعني ممكن تكون حاجة مسلا زي تأخر سن الزواج او زي الزواج المبكر ما دي مسلا في بعض المجتمعات اه يعني مسلا الناس بقى تعتبر ان تأخر سن الزواج ده اه حاجة مش كويسة مع انه هو ممكن يكون حاجة كويسة يعني كل حاجة تحتمل في الدنيا كل الاحتمالات ما هياش حاجة مطلقة وحشة ما هيش حاجة مطلقة كويسة حتى الزواج المبكر فيه في بعض الاحيان ممكن يكون كويس مش وحش يعني انا انا عايز اقوله ان مش كل ما تكونه الاعادات ولا عرفة والتقاليد صحيح وليس كل ما تقوله الا عرفة والتقاليد غلط فانت لما تتيجي تتحدى عرفة او تقييد هل انت تتحدى بمبدأ شرعي هل انت حجتك قوية في المواجهة هل انت قادع يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما نزلز عليه رسالة الاسلام وحارب قريش وحارب العرب عشاء خاطر يزبط رسالته ودفع عنها ده كان واحد طاحب حق وكان واحد بيقشه رسالة خيرة ورسالة مش بس رسالة دين وعقيمة هي رسالة خيل للعالم كله وهم ارسلناك لرحمة للعالمين بشوف دواجه كمية عزالة حمو الاهبيين لغاية مناشر رسالة في العالم كله فاولا ايمانه بيعمله كان كويس جدا اتوكله على الله كويس جدا خبل الاسبت صح ام مش معنى كده ان هو بقى احسن صورة بقى مزبوط لكن هل لما المجتمع يعرضك بقى انت حتتمسك بوجة نظرك ولا حتتردد وحتقول له انا حتنازل عن الفكرة كلها وقعد على جنب حسب بقى ايمانك وخدرتك على القامة والتحمل يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما قلوه اه يا عمي لو وضعت القمرة فيها ميني والشمس فيه شمالي لما اه تركت هذا الدين فيعني مسألة الامان بالحاجة اللي انت عايزها قدرتك على بالزبط يعني هل انت مؤمن حقيقي بالحاجة اللي انت عايز انت لو مؤمن بها فعليا مش هيهمك كلام الناس مش هيهمك ان انت واقعت مرة ولا اتنين لان انت مؤمن بها بجد الشيء اللي هو فيها اثبات لازاتك واثبات لحقيقتك واثبات لشخصيتك فساعتها بقى هتقدر تقاوم هتقدر تقاوم هتقدر تقاوم هتقدر تقاوم بتبقى مشكلة كبيرة جبا ايه مشكلة المرجسية وقت عليه في المرجسية المرجسية هي حب الزات بشكل كير طبيعي او شكل مبالغ يعني احد الاباء بيحب نفسه بيستخطر العظيم يعني يعني دوراء يعني ما كانش ربنا موجود يبقى بيعبط ذاته بيشوف كل الدنيا من خلال ذاته بيشوف كل حاجة في الحياة الناس واهتمام من خلال ذاته من خلال نفسه آآ لازم اي حد اي حاجة حوالي من نجاحات يبقى هو صرف فيها لو ما كانش هو صرف فيها يبقى الشخص ده فاشل ومش نافع اي حاجة مثلا آآ هو حد محتاجها هو اللي يجيبها له ما يفعلش حد غير هو اللي يجيبها آآ لازم آآ يبقى هو آآ محور وآآ يعني ايه آآ حديث الساعة زي ما بيقوله آآ ما ينفعش حاجة تتم من غير ان هو يبقى عارفها وهو موافق عليها آآ لازم يبقى هو محور الكون آآ مغرور جدا 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 الى اقصى حد ممكن توصل لدرجة ان هو يقولك استخطر العظيم يا ربي يعني ربنا في السماء وانا في الارض وده على فكرة ما نوجدش علاقة سواء ان كان النرجسي بيحب نفسه بجنون مصبت النرجسي السودة ان هو ما بيبقاش عارف انه نرجسي يعني بيبقاش متخيل ان هو نرجسي يعني ان هو بيحب نفسه للدرجات عادة دي بتنشأ معايا من الطفولة بتنشأ معايا في حالتين يا اما يكون هو الاخ الاكبر يا اما يكون هو الاخ الاصغر الدلعة العيلة اخ العنوط ففي الحالتين بيبقى آآ يعني ايه مغروف نفسه جدا واخد نفسه قلم لما بيبقى هو كبير بيبقى واخد هو المسئولية عادة اول عكس بيبقاش اواخد مسئولية خالص. فببقى برضه هو الدلعة يعني هو اللي بيبقى بتدلع. فبيبقى كل هدف في الحياة انه الاخرين يرضو وبالتالي اللي ما بيجي يتولى مسئولية اسرة بعد كده برضه ما بيبقاش عايز يتحملها. آآ او بيبقى يعني ايه بيتحملها بس بتسلط او بغرور او بعدم احترافية فبتحدث منه آآ فشلات كتيرة وطبعا ما بيعترفش بيها. يعني هو لو حصل خطأ بالنسبة له في اي حاجة ما بيعترفش ان الخطأ خطأه لازم بيعلق اخطاءه على الاخرين. عشان بيبقاش هو غلطان. آآ فمشكلة الشخصان نارجيسية اللي ببطيق تتعامل معاها. ان هي آآ يعني هنا المسألة لها بعضين. بعد ان انت اولا لو لو انت لو انت نفسك شخصان نارجيس اولا تتعرف ازاي ان انت شخصان نارجيس اولا لا. ما يمكن تكون اللي حد باللي بيسمعوني نارجيسي هو مش عارق. لان هو مشكلة اللي ببقاش عارق. هل انت انت بقى هتزأل نفسك شخص اصئلة كده? هل لو انت واجهتك مشكلة? هل او مسلا غلط? هل انت تقادر على ان انت تتحمل مسئولية غلطك? او ان انت تعقارف به قدام الاخرين? هل انت بتحب تكون محور اهتمام الاخرين بشكل مبارغ فيه? هل بتحب تتحمل المسئولية ولا لا? آآ او لما بتقع عليك مسئولية بتؤديها كما ينبغي ولا لا? هل لما بتحقق انجاز في حياتك? بتقعد مسلا تقول ده اللي عملت وانا بسوت وكل ما تروح في حتة تقعد آآ يعني ايه تبقى فرحان بروحك بشكل مبالغ فيه. بقى كل واحد لما بيعمل حاجة انا ينجح فيها طبعا بيحب ان الناس تفاخدين كل حاجة ما بختلفناش. لكن لما تبقى مبالغ فيها قوي. ويبقى كل اهتمامك وكل حوالاتك مع الناس انا عملت وانا سويت وانا كان فيه احصائية بتقولك ان ان في واحد مش عارفة كلمة انا لازم عشان تحكم ان واحد يعني مغرور وفرحان بالنفس مش عارف تتكرر كب الف مرة في الدقيقة ولا كمية مرة في الدقيقة حاجة كده يعني. بس ده غرور مش طبيعي. ده مرد. يعني النرجسية دي مرضي مش مجرد. فانت تعرف بقى من الاسئلة دي يعني حتى ممكن تخشوا على النقطة تكتبوا علاج النرجسية او كيف هتعرف ازا كنت نرجسي ولا لأ. انا حاولت اجيب لكم النص يعني بس بس انتوا الافضل لو انتوا تعملوا عليه سيرش. او اتامع معكم بعد كده. كيف اعرف ان انا نرجسي او لأ? ايوه انتبع لما تجد ايوه ان الوقت هكلم في محورين. هل انت شخص نرجسي ولا لأ? لأ مش شرط يكون على فكرة. مش شرط ان يكون الشخص نرجسي دي ركتور او ان هو بيحب ان هو او اه بيحب يزدق بس مش من باب الدائرة. مش من باب ان هو او من باب ان هو بيحب ان كلامه يتنفس لأ هو بيبقى. من باب برضو ان هو يبقى محور اهتمام الاخرين. يعني حبت ان هو يصدر اوامر وتتنفس او ان هو يقول لي مسلا ان هو اللي فلان اعمل كزا وفلان اعمل كزا وفلان اعمل كزا. اه مش من باب الامارة. من باب ان هو برضو محور اهتمام الاخرين. مش من باب ان هو دي ركتور عشان عايز مهمة تتنفس لأ. الحاجة التانية اه الحاجة التانية ازاي بقى لو انت عندك شخصين نرجسية بتعامل معاهم? وايه علاقة شخصين نرجسية اصلا بالطردد ديان? يعني لو انت عندك حد ان اخواتك مطردد مرجسي او حد من اهلك مرجسي ابوك او امك والدك والدتك ازاي هتتعامل معاهم? وازاي هم ممكن يساهموا في ان انت تبقى شخصين مطرددها مجوزة. اولا انت لو عندك شخص لو انت اخوك ماشي. دلوقتي لو انت سألت نفسك بعض الاسئلة واكتشفت ان انت شخص نرجسي اولا انت تفقنا بداية حل اي مشكلة ان تدرك ان انت عندك مشكلة. ان انت عندك مشكلة حب ازاي ايا كان سببها ايه? وانت صغير باكرا بيدلعوش ايها ده. اه كان مسلا انت اه بتروح في اي حتة تبقى انت محور اتبا من الناس في الحكاية دي بدأت عمك. ايا كان السبب هو ايه? لو انت ادركت. ان انت شخصية نرجسية اذا انت شخصا محتاج ان انت تغير هذه الحكاية بالتدريجة. هتعملها ازاي? اه اولا لازم تشارك الاخرين اهتماماتهم. دي حاجة. لازم اولا لما حد يعني ايه ينجح في اي حاجة. مش ما تزعلش. يعني انت ممكن تكتشف ان لو حد نجح وانه انت بكسبب في نجاحه. ازعل. ويمكن تقول عليه فاشل ويمكن تقول عليه مش نافع. ممكن اب يعمل كده مع ابنه. لو هو راح ناجح من 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 طريق غير طريق اللي هو كان نسمه له. هقول لك ازاي? اللي هو يقول لك اذا انت فاشل ومش نافع ويحبطه ويخليه متردل ومش قادر ياخد خرار. فانت دلوقتي لو اكتشفت ان انت لو ابنك عمل حاجة. بكونت شانت السبب فيها. ازعلت? يبقى انت كده مش من باب ان انت اه يعني لو بتحبش ابنك ولا حاجة لا ده موضوع كالي ايه هنا مسألة مرضية. مسألة ان انت لازم تكون انت مصدر نجاح ابنك ده. ولو ما كنتش انت مصدر نجاحه بتحس ان هو مش فاق مش نافع وان هو فاشل. والاحساس ده بيوصله طبعا. فانت عشان تعالجه. لازم اولا اه ما تزعلش لهو نجح عن طريق ايه طريقة. يعني الحكاية دي طبعا ممكن تاخد منك وقت في الاول. يعني مش يعني لازم نعترف ان المسألة مش بيك خصوصا لو انت بقى لك سنين كده لو انت بقى لك سنين اه متخيل ان مسلا ما فيش حد حيانك حضرة عن طريق كنت يبقى انت كده لازم الحكاية حتى اقوم معك وقت. لان انت ومش هتعترف قدام الناس ان انت مرجسة مش هتعترف ان انت كنت تغطاهم. ومش مطلوب منك ان انت تروح تابسي قطار وتقول للناس انا مرجس يا جدا يا جماعة هزا تعالج. عارفية ضبع الحكاية هتاخد وقت. اهما لما تيجي تتعامل مع ابنك ومتعاش لو هو نجح عن طريق حاجة زي اللي انت كنت اعمل هاني. بالعكس انت تشجعه. ممكن تفشل اول مرة ممكن تفشل تاني مرة دلت مرة هتيجي معك. هتلاقي نفسك بتشجعه من قلبك بتصرح له حقيقي. لان هنا غنيس تلقوه هتتغلب عندك. طب لو انت بقى ابن. يعني لو انت ابن لواحد ارجسي او واحد ارجسية او عندك اخر ارجسي هتعمل ايه? يعني النارجسيين دول بتوقع كلام شوية. اه خلي بس الاسئلة في البريك اللي بركلكم. اه يعني معلش بالنسبة للمريم عشان بس الكاميرا حتى اللي بتكلم فيه. لو انت بقى زي ما قلنا في التعامل مع شخص نرجسي هتعمل ايه? زي ما قلنا المرجسيين دول بتوع كلام. يعني انت ممكن مش عايزة اقول نفاق يعني بس ممكن تشتغل عليه بحطة يعني الاب بالكلام شوية تحول ان انت تلاقي معا نقطة زي ما قلنا تحول ان انت تخنق معا نقطة مهتبا مشتركة. المسألة مش هتاخد يوم وليلة. لان انت عشان تقنعه ان انت ممكن تنجح اساسا بطريقة غير اللي هو رسمهالك دي هتخم منك وقتة طويل جدا. يعني ممكن انت وشاطرتك لكن فكرة ان انت تخلق معا نقطة مشتركة ترضي بها غروب. ده شوية هيهون اللي عملية لما تيجي بقى انت تنجح او تاخد قرار في حياتك كبير عنه. نحن الوقت انتفقنا. ايوة هو صعب الماشم هو صعب الاخناع. انت مش هتشتق انت هتخش عليه بحتة. هو بيحبه. دلوقتي بس هو بيحب يتفرج على برنامج معين. اهو تتفرج معاه عليه. قوله كلمتين حلوين انه هو بيتفرج على الله. والله انت مثلا جدا انك تحب يتفرج على البرنامج اه امدحن نفسه شوية. لا ما يفعش تقول له انه مرجيسي. ما يفعش تقول له انه مرجيسي ابدا. لانه مش هيقبل نقضة اسلا منه. الشخص المرجيسي ابداكش نقضة اساسا. اخلوا بالكم النقطة ديها بقى. محدش يقول لحد مرجيسي في وشه. لانه مش هيقتنع ومش هيصدق ومش حيردى يتغير. بس تحاول تغيرها له يعني ايه? بالفعل بقى مش بالكلام. طيب الحمد لله انك استفادت حد. زي ما قلنا الشخص اللي بيتعامل بقى حد مرجيسي بيحاول ان هو يخلق معاه نقطة مشتركة تبقى نقطة وحدة دولهم. ايه بس مش توفق فيه جامد يعني عشان ما تزودش الحالة عنده. يعني تحاول بس ان انت ايه? تحاول ان انت زي ما تقول ايه? توصل مع المرحلة ان انت اه هدف معك. انت مسلا متراضب في ان انت تاخد قرار. مش قادر تاخده عشان عارف ان هو لو لو مسلا قرامت خدته جيت نفسه وما كانش عن طريقه هو هيحمطك. تحاول ان انت ايه تقلب بالكلام. ده حل. لا انه تراضب ما لهش علاقة بالنرجسة خالص. هو تراضب ممكن يكون نتيجة النرجسة. ممكن بالكلام. ممكن تعمل له مش شرط بالكلام. ممكن تعمل له حاجة وبيحبها. يعني تعمل له مسلا ممطق تعمل لها كوباية شهاية. اه تتعود تتعودها على حاجة ما كانت شهاية متعود عليها. لان دي مش اي يعني تقول مش اي حد انا بتكلم على الاب والام تحديدا. بالزبط يعني هو اساسا مغروف خلاه ومش بحتاج حد يخليه مغروف. وهو مغروف طبيعي. فتفخوشك لما مفوخ. لكن في نفس الوقت اعمل حاجة بالمعقول بحيس ان انت تردي نفسه وفي نفس الوقت توصل لان انت عايش. دي ما قبل علاج التردد عندك. لان انت عارف ان السبب الرئيسي بالنسبة لك هو وجود شخصية ناجسية في حياتك. بخليك مش قادة تاخد قرار. لو انت جدت اكد قرار هيقول لك لا ده مش نافع لا ده كزا. عشان خاطر ده مش عن طريقه هو. فانت دي ما قبل او مرحلة هي قبل ما تيتعالج التردد نفسي. الحالة دي بتحديدا. انت بتحول ان انت تلاقي نقطة بتحول ان انت تخلق عنده حطة ثقة فيك في نقطة معينة. يعني مسلا حاجة معينة انت بتعملها كويس جدا تخليه شوفها وقامش هيعترف في وشك ان انت بتعرف تعمل حاجة دي. لكن مع الوقت ممكن هو تغطي عنده احتياج معينة. يعني انت مسلا بتعرف تعمل تصلح مسلا الكهرابة كويس جدا في البيت. هو بقى المفوض النرجسي ده بيتصور ان هو بيعرف كل حاجة في الدنيا وان ما فيش حاجة في الدنيا ينفع حد يعملها هو ما يعرفش يعملها. بس هو بالتدريج هيلاقيك انت اللي بتصلح كهرابة البيت. مرت 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 مرة مرة. هيتعود ان انت اللي بتصلح كهرابة العادة عنده. وبالتالي لما حاجة هتجوز وتيجي انت تاخد كهرابة ان انت حتصلحها مش هتتردد بها لان هي خلاص بيت حاجة تبعيب ان هو بقى متعود ان انت لما حاجة هتحصل في البيت في الكهرابة انت اللي هتقوم بيها. اذا انت انت تتغلب على الحتة دي ولا لا? اذا انت كنت قبل كده بتتردد ان انت مثلا الكهربة قطعت النمبة تحرقت هتغيرها لما قلت في الاول بتتردد عشان قطر باباك مش او مامتك مش هيوفق على اللي انت بتعبيره ده وحقول انك مش نافع. او هو هيجي غياها هو عشان هو ما ينفعش بفيه حاجة مش عارفة. قاومك اول مرة قاومك تاني مرة تلات مرة مش هيوفق. حيسيبك نعملها. حاجة تانية مهمة جدا ان النرجسي اللي يكتشف ان اهو شخصية نرجسية. من الناس اللي بتسمعني. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل بني ادب في الدنيا اللي هو مهمة يعملها. لو احنا قاملنا بهذه القاعدة مش هنبقى نرجسيين اساسيا. ليه? لان مفيش بني ادم مطلوب منه انه يعمل كل حاجة في الحياة. ربنا خلق كل بني ادم عنده موهبة معينة. مش معنى ان انت محاسب شاطر او ان انت دكتور شاطر او ان انت رسام شاطر ان انت تبقى كهربائي شاطر وسباك شاطر ومغني شاطر وشاعر شاطر وكل حاجة شاطر في الدنيا. لو كان الناس المفروض انه هم كل مؤسس بحقيق عنك حق. لو كل واحد مطلوب منه انه يعمل كل حاجة في الدنيا لك رحب فيه مخترق ولا عالم ولا فنان ولا عازف ولا ولا اديب ولا اي حاجة. نحن نبقى كلنا نصخ بقرار. ولو انت اكتشفت ان انت شخصية نرجسية لازم تعرف كده. ان انت مطلوب منك حاجة معينة. تمام كنت كنت اكتشفتها خلاص وشغال فيها بقى لاتمود ده والحمد لانه نجحته حققات المكانة حققات الفلوس وكل حاجة. خلاص بقى. سيب الباقي يشتغل على الحاجات التانية اللي هو شاطر فيها. مش كل محد من ولادك يجي يعمل حاجة ويجي ياخد قرار في حياته. لازم تحاول تثبت لنفسك وتثبت له الدول ان انت تعرف تعمل الحاجة دي. مش مطلوبة منك. مش مطلوبة. حتى لو انت تقدر تشتريها بالفلوس. حتى لو انت تقدر تعملها بالتصالاتك. مش مطلوبة منك. لان هم في الاخر عارفين ان انت تقدر تعمل ده بالاتصالاته بالعلاقاته بالفلوس مسلا. لكن هل انت مطلوب منك? هل ده هيوضيف اليك حاجة? هل ده هيوضيف اليهم حاجة? ولا مجرد عملية ان انت بتغطي نقص عندك او يعني عايز تثبت لنفسك حاجة. ولو هي ما لايش لاسمع انت تقدر تتغنى عندها لان انت قرار دي. خلاص انت محقق نجاحات ملموشة الاسارة. لما انتش محتاجة ان انت تبقى نسخة ومقررة من اي حد لان ربنا في الاخر بيهدي كل حاجة فيها. بيبقى مميز فيها عشان تقاطب ان بكون لنا مختلفين عن بعض. فجي حاجة. الشخص اللي بتعلم مع الشخصيات النرجسية نفس الكلام. انت ربنا خلقك. لمهمة معينة تعملها. وجود شخصيات نرجسية في حياتك ما ينفعش ان نحن. ما ينفعش ان هو يوعيق هذه المسألها ويخاليك تتربط في حياتك وتبقى شخصية مهزوزة. اه وما تداش اللي انت عايزه عشان وجود الشخص النرجسي ده اي ان كده تعلاقته بيك. هتواجه تحديات. هتواجه اعقاط اي نعم. ممكن تبقى فيه صغوبة شوية في التعامل معاها. لكن مرة بالمحيلة مرة بالمسايسة مرة بالكلام الحلم زي ما قلنا. اه مرة تحاول ان ان انت تتقرب منه بشكل معين. اه تفرج معها حاجة وهو بيحبها. تعمل له حاجة هو بيحبها. تروح مع الشغل معليش يوصل على لافسك لمونة. وروح مع الشغل الطرق عليه ستحمله شوية وبيتكلم. هترضي الحتة دي عنده هتخلي اساسة من غبطه في ان هو يهجم عليك ولا يلا. الحكاية دي مش هتيجي فيه موليلا هتيجي بالتدريجة. لما هيجي هجمك بقى وانت بتعمل حاجة انت عايزها او مش عن طريقه مش هتبقى درجة حدته بنفس الطرقة. يعني مش بنفس الدرجة الحد اللي كانت معك قبل كده. واحدة واحدة حتى. فده النساء المرجسية. فانحن زي ما قلنا احنا نشتغل على محورين لو انت شخص مرجسي بشكل شخصي هتعمل ايه? لو انت تبقى عمل مع شخصية مرجسية هتعمل ايه? ده ده عشان بعد ما تتعالج حد مرجسية فيه او بعد ما تتغلب شوية شوية لحفة مرجسية فيه تبتدي بقى تقوم الطرق. يعني انت لو قدت تشتغل عن محورين في نفس الوقت زي وحنقول في الاخر يبا خير. لو قدرت لو انت حابة من نتل تشتغل عن مركزها الوحدة لاول مشكلة التردد ماشي. بس انا افضل من نتل تشتغل على اتنين فترة. وحنتكلم ازاي في الاخرى برضو ان شاء الله. التسلط. طبعا عارفين? عارفين الفيلم ده? لما لما هي هي تقوله اه يا كبيرة. فيلم كاتكوت ده محمد سعد. بديك كبيرة. ده لازم تموت يا كاتكوت. حاضر يا كبيرة هو كده. هو هو قدر. هو لازم يهو يا العرفة هو لازم يموت. حاضر يا كبيرة. مشكلة التسلط. التردد. التردد ده دي ممكن يكون احد نتائج المرجسية او وجود شخصية المرجسية في القصة. اه التسلط ده ممكن يكون تسلط طبعا احد الاباء او تسلط الاخ الكبير او تسلط المسؤول في العالم. بيكون اسبابه ان هو بيتصور ان هو كده بيبقى عنده قوة. اه مركز يعني اه مركز قوي بتكلم منه. بيبقى متصور ان هو لما ينفرض برأيه وما يخدش اراء الاخرين. اه ان هو كده بيقالل احتمالات الخطأ. وده بيكون شخصية دي ريكتور. اه محاولة الفرض الرائي هو واحد بريسة. هو مزاق عارفين سوكة العبيطة بتاعة الفيلم بتاعة المزاجة كده. هي اه هو ده. هي مزاجها كده هي عتعمل كده. هي بتحاول طفل اترائيها. بيحب اترائيه. عدم الثقة زي سوكة اللي نور عليه. اه عدم الثقة في الاخرين. هو ما بيسكش في الاخرين اصلاهم. اه سواء كان اه براده او ولاده. اه باكمل نشأ. ما نشأ مسلا في بيئة معينة. اه بشايف فيها ان الاب متصلت دايما. فطلع كده. طلع متأثر من هذه على العقيدة. اه وشايف ان الاب هو اللي لازم او مسلا وليه الامر ده هو اللي لازم اه يفرد رأيه وبيخدش برأي الاخرين. من ضمن النتائجو زي ما قلنا ان هو بيطلع شخصيات زوزة وضعيفة الشخصيات. من احد الاسباب الرئيسية برضو. لان طبعا هو ما بيخليش ولاده ياخده اي قرارات. ما بيخليش برادة تاخد اي القرارات. اي قرار تيجي تاخده. ما تبقاش عارف ازا كان ان هو هيبقى مقصوط ولا لا. ببقاش عارف اتقدم رجل وطلع. متأخر رجل. اه حاجة تانية برضو اه ممكن تكون اه نتيجة التسلط ده ان هو اه مباش قادر يحدد اهدفه اصلا في الحياة لان هو بقى متخيل بقى ان مسلا الوقت بداحي يخليه يمشي ما هو عايز يطلع دكتور لابا ما عايزه يطلع مهندس. بيخليه اساسا مش قادر يحدد اختياطه في حياته. هو بناء على ذلك. اه لما بيجي بقى فعليه خلاص ابوه مبقاش موجود دلوقت هو خلاص بقى جوج وخلف وبعد عن اهله خالص. بس ما زالت الحيطة دي عنده ومش قادر ياخد قرار فعلي تأثرا بهزي البيئة اللي تربطيه. وكان اساسا هذا الاب المتسلط كان نتيجة نشأته في بيئة متسلطة نفس الحكاية توارشت عبر الاجئة. علاجه بقى زي ما قولنا. ادراك ان انت لو شخصية متسلطة. لما برضو هنا هنشتغل عن المحورين. لو انت مش شخصية متسلطة هتعرف ازاي. هل انت من الناس اللي بتحب دايما تفرط بقيها? هل انت من الناس اللي لو حد قال رأي مخالف لرأيها? اه لازم يطلع في القطة للفصالة ولا اه ما يفعش يتعمل. اه هل انت مثلا لو حد قال لك رأي مخالف لرأيك? اه هل بتطلع يعني مسلا اه بتخلي بتخلي اللي قدامك يتردد فيه? بتشجعه على التردد ولا لا? لو انت اتشرفت ان انت فعلا عندك الحاجات دي. عليكم السلامة والله وبركاته. اه اولا زي ما قولنا ادراك ان فيه مشكلة هو هو البداية لحلها. ده مبدأية. انت ادراكت ان انت شخصية متسلطة. يبقى انت محتاج ان انت تخطي اولا اللي هو ليك. اه زي ما قولنا مساحة للحوار مساحة مشتركة بينك وبين الاخرين. اه محاولة لانشاء الثقة بينك وبين الاشخاص المحيطين بيك. وتغيير السراتيجية التفكير. ان كل رأيه صواب يحتمل الخطأ وكل رأيه خطأ يحكمل الصواب. دي حقيقة. ولو انت بتتعامل مع شخصية متسلطة في البيت زي نفس الكلام. بتحول ان انت تتقرب منه. بتحول ان انت تتدينه. بتحول دخلية سق فيك ده عشان تعالج مشكلة التردد. تخليها سق فيك الاول وبعد كنت تعالج مشكلة التردد. ولما هتخليها سق فيك مش هتخليها سق فيك في حاجات مباشرة. اي حد عايز يتكلم في يا جماعة على الساعة تسعة كده تسعة ونصر ان شاء الله. اه بالنسبة للانجينير اه شامع ان في بيزن الله. ما هي علاجة الشخصية الضعيفة ان هي لازم يبقى عندها سقة في النفس. وحلقول نتكلم في السقة في النفس الزجرة في الاخر ان شاء الله. لما انت دلوقتي بتتعامل مع شخصية. تمام. اه بتتعامل مع شخصية متسلطة. فانت عايز تخليها سق فيك. زي ما قلنا حاجات بقى في البيت مسلا. حاجات بسيطة في الاول. بحيس انه انه انت تخليه شوفك. وانت بتعمل حاجات مكحة. حاجات صحة. طب افرد وقعت. عسام السيد اهلان اه بشمهاندر خسام. اي سؤال ان شاء الله عاصلات تسعة ونصر. آآ آآ زي ما قلنا انت هتحاول تخليه يسخيك بحاجات بسيطة في البداية. حاجات مسلا اه ما هيش مصرية ما هيش اساسية. حتى لو انت قلت فيها وهو وبخك او هو مسلا اعترض عليك. انت اولا متوقع حاجات التوبيخ دي. سانيا مش هتبقى اول واخر محاولة لك هتحاول مرة واتنين وثلاثة الغرفة تنجح. لحد ده ما في الاخر تنجح فان انت فا انت خليه يسخ فيك في الحاجة البسيطة دي. كهربط البيت. آآ الحاجات اللي مسلا بعض المهم من زي حاجات الشوك. بسيطة يعني مش حاجات اساسية. يشوف ده بعينه ويحسه. بحيس ان هو يقدر يعتمن عليك بالتدريج واحدة واحدة. وحطة الثقة دي هتزيد بالتدريج معك. ولما حطة الثقة فيك هتزيد بالتدريج هتحطة التربط عنك لوحدها هتخفض. ايه ما انت لازم تنزع الخوف ما انت لازم تعرف سيره. ما هو ايه سيره بالخوف? بقى عشان تنزع حاجة لازم تعرف سيرها. ده بتخاف ليه? برجع كل حاجة لاصلها عشان تقدر تقف عم بالسبب وتعالجه. لك ان الخوف ما فيش خوف لوحده كده من باب للطاعة لازم كل الخوف له اسباب. زي ما حتقول بعد كده. زي ما اتكلمنا اولا على الارجيسية. آآ دلوقتي التسلط وحنتكلم بعد كده في الالتزامات. احنا قلنا ان الخوف بشكل عام. الخوف من الفشل اللي تجد عوامل كتيرة. حضرتك مكنش معانا بالاول ان شاء الله بننزلك الحلقة نسمحها بالتفصيل. احنا اتكلمنا فيها في الاول يعني ان شاء الله حضرتك ممكن يعني عبعثك اللينك بازن الله و الدعم الفاني ينزله. بتعرف احنا قلنا ايه باعشان ايه احنا اتكلمنا كتير في القصة دي. آآ برضه عقيدة من العقائد الغلط اللي ممكن تخلي فيه تردد آآ عند بعض الناس اللي مظلوم دايما واحد مثلا الاخ اللي في النص ده. آآ دايما والده والديته يمسكوه. ما تشوف اخوك الكبير بيعمل ايه ما تقلده. ده اخوك الصغير جاء بالدرجة النهائية وانت لسه آآ جايب مقبول. ده انت مش عارف ايه ما تشوف اخوك اللي مش عارف ده ده اختك البنت بتعمل مش عارف ايه وانت ما ما بتعمل. تخيلوا بقى وصل من درجة انه هما يخنوا بالبنات. تخيلوا عاية الله شخصياته عامل اخوك اه فدي طبعا بتخليه دايما متردد في كل حاجة في حياته. بخايف بقى يعمل حاجة يبشر فيها. يعودوا بقى يعيروا باخواته. يقولونه بقى انت مش عامل زي اخوك كبير ومش عامل زي اخوك الصغير. فدي مشكلة كبيرة جدا. بعض الاباة بيقعوا فيها بجمال حسن. فمطلوب من الاباة هنا ما تخلوش في حالة مقارنة بين الولادة بعضهم بطلب وبرق فيها. انت قال او عايز تشجع ابنك او عايز تشجع ابنك بتكفي فيش مشكلة. بس بقاش كل اسطوب حياتك في التعامل معاهم بشوف اخوك بيعمل ايه شوف اختك بتعمل ايه? ده ما ينفعش ده مش اسطوب حياتك. ولو انت بقى عايش في مجتمع او عايش وسط اسر فيها الكلام دي. انت برضه بتحاول نفسك بتمجح فيها بعيد عامل مجهارنا معهم. عشان تخليهم بيشوفوا ان انت تقدر قيمة. انا عايز الحتة دي تبقى موجودة عند الناس يا جماعة. يعني حتت. اه زي ما قلنا اه ان انت مسلا هما اخواتك مسلا شاطرين في الكمبيوتر شاطرين في الدراسة شاطرين في كزا. انت بقى حتضور على حاجة جيلة هما شاطرين فيها. حاجة انت بتحبها وشاطر انت فيها. لان انت لما حتيجي تعملها هتعملها وانت هتعملها وانت مش هعملها تحت ضغط. لما حتحقق فيها نجاحات او حتحقق فيها انجاز. الانجاز ده حيبقى ملموس لك انت شخصيا. حتى لو هما ما كانوش مقدرين ده دلوقتي. ضحقيني وانكنت والاخيرو. تمام. فانت بتدور على حاجة انت نجح فيها. حاجة انت بتحبها ومتميز فيها. ما فيهاش الضغط عن مقارنة باخواتك دي. لما حتقدر تنجح وتحقق فيها نجاح ولا هو بسيط. تحقق فيها انجاز ولا هو بسيط. وهما يشوفوا طبعينهم. حتى لو كابروا مردش اعترفوا فيه في البداية. بس انت اتحققهم الارض. بدلا انا عايز اوصلوا. انت اتحقق النجاح ملموس على الارض فعليا. وبناء على زلك زي ما اتفقنا بقى. وهما تقول شوية يقولولك باعمل زي كوك كبير. شوف اكوك كبير بس مش عشان تقلدوا تقليد اعمى. لا. هما لما بيقولوا كده هما ممكن يكونوا مش فاهمين ان ده له اصر سالم طبعا. ما فيه شك ان المقنة دائمة دي مش كويسة لكن هو اخوكك او انت مش شرط ان انت هتقلده ومش مطلوب منك تقلده. لان زي ما قلنا ما في حد زي حد. لكن مسلا الجزء اللي هما قالو لك ايه ما تشوف اخوك بيعمل ايه? وقلده او اعمل زيه. مسلا في الدراسة هو نجاح في الدراسة جدا. وانت مش مش قادر ان ان انت تبقى نجاح في الدراسة زيه. مش هو من الاوائل مسلا ان انت مش حابق الدراسة اصلا. حاول ان انت مسلا انت تقول له ايه سعيدني في المذاكرة. قولي على طريقة اذاكر بيها. مش يمكن انت تستفيد. هنا عملية الدرماجة هتاخد شكل مختلف. بمعنى ان انت هتحاول تستفيد من اخوك فعلا. مش 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 تقلده. لا انت هتستفيد منه. شوف اقتك الصغيرة بتعمل ايه? لا معلش ديه فروفة. انت مش هضطلق ما انا مش هيغضي زاكلك. يعني بس ممكن يقول لك على الالية. الا يعني اللي هو بيذكر بيها. ومسلا يقول لك على طريقة. اه طيب ماشي انت بتطبق كل هذا فعلا انت بتحول ان انت تشوف اخوك كبير بيعمل ايه? او اختك الصغيرة بتعمل ايه? وبتحول ان انت مسلا تقلدهم. ماشي. اوكي. وبرضو ما بتنجحش. مسلا. ما انا هجاوب على الاستاذ على البشماندس مسامحة. حاضر يا راجو هلاق غرور. ما هي الثقة في النفس دي لها يعني ايه? حرد عليك بالتقصير لان هي من الحاجات اللي ممكن توقف النجاح زي ما قلنا. اه فانت بتحول زي ما قلنا انت بتحول تقلد اخواتك اللي اصغر او اللي اكبر في حاجة معينة وبرضو ما بتنجحش يبقى هنا انت بترقى انت بيهنا مش بت يعني ايه? احسن منهم في مجال الكمبيوتر والراضيات وبرضو اهلك مش شايفين ان انت احسن منهم في الحتة دي. راح وما لسه مش شايفين ان انت احسن منهم في الجزء ده. لان هما عند هما بتدفعوا حقيقاتهم. الكمبيوتر والراضيات. انت انجحت اقاف مجال الكمبيوتر والراضيات. بس مجال اهتمام الاب والام هنا ايه? مش هيكات لا يعترفون. هنا الاولوية عند الاب والام ايه? بالضبط اللي انت عملته ده صحة مش معنش مساعدة. بس بالنسبة للأستاذ احمد. هما الاولوية بالنسبة له مش الكمبيوتر والراضيات. هنا بقى مشكلة اولويات. هما هما الاولوية عندهم بناء المستقبل. اولوية عندهم اللي اخوتك نكخف فيها. هنا بقى دورك ان انت تعمل عملية التواصل. بين الحاجات اللي انت نجحت فيها وبين الاهداف اللي هما عايزين. انت ليه ما فكرت في الحكاية دي قبل كده يا احمد? يعني فكرت قبل كده الحاجات اللي هما بيركزوا عليها واللي هما عايزينك تنجح فيها. هل هي ليه علاقة مباشرة? او ممكن يبقى فيه ليها علاقة مباشرة باللي انت نجحت فيه? انت نجحت خلاص في حاجة معينة وتفوقت على اخوتك كده. طب. اه بقى مع نفسك كده. وفكر. الحاجات اللي انت نجحت فيها دي. الكمبيوتر والرياضيات. ازاي تقدر توصل? الحاجات اللي انت نجحت فيها دي بحاجات اه تتفق مع اهدافهم هما. يعني مسلا تعمل ببط برنامج كومبيوتر محترف يستخدمه في شغله. ويستفيد دي فعليا ويحقق استفادة ليه. فهو كده هيستفيد منك ولا لا استفادة. مجال الرياضيات. هل انت تقدر عملية حسابية مسلا معقدة جدا في وقت قصير? فحتوفر عليه في الحسابات بتاعته وقت معين. اي عرض انت عليه? قول له مسلا تحب ساعدك في الحاجة الفلانية وممكن في الاول يزمزق. ممكن في الاول يعترض. ممكن في الاول تلاقيه مش مرحب قوي. بس واحدة واحدة حيتحول. واحدة واحدة حيقبل. الاهل هو بيشوف اللهم معايزينه. ده صحيح. انت بقى بتحول هنا تعمل عملية توفيق اوضاع. انا هنا عملية مرتبة. العملية هنا ان انت الاول نجحت في حاجة غير اللي هم عاملين طوله انه هم دوخينك ديها ولقى اشوف اخوتك بيعملوا ايه? ولقى مش عارفة اقلدهم فين? ولقى اختك بتفوقها ايه? انت نجحت في حاجة بعيدة عن الضغط ده فقط. حاول بقى اربط اللي انت نجحت فيه باللي هم عايزينه. النتيجة لو ما كانتش مية في المية بس على الاقل قدة الهجوم عليك هتقبل كتير جدا. ممكن تكون طريقة تناولك يا مش مهندس حسام في التعليم بتبين كده انت اسطوبك شوية في في يعني هما ممكن يكونوا مش زيك في ناحية العلمية فحاسين ان انت شوية ايه اه متكبر عليهم بس يعني الموضوع ده ممكن يكون تغيير اسطوب مش اكتش. بحيطة الاخ الوشتاني مظلوم دي. من الحاجات اللي ممكن تؤدي للتراضي. فعلاجها زي ما قلنا. ان انت اولا بتحاول ان انت اه تلاقي حاجة انت تنجح فيها بتحبها بعيد عن الضغط اللي هما دايما معرضين فيه. وبعدين ببتدي ان انت هتوفق الاوضاع معهم. وبعد كده حدة الهجوم عليك هتقل وبالتالي المشكلة الاساسية في وجود التراضد عنك هتقل بالتدريب. مش هبقى فيه تراضد اساسا لانه هنا بيكون صحة سكرة. باباك مسلا او انت عملت له برنامج كمبيوتر محترف. اول ما هتوقف ايض المشكلة هايقول مسلا احمد فين? انا عايز احمد يعملي البرنامج ده. هيجي. هتلاقيه بيجي لك ويقول لك انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا. تمام ايا كان. يعني هو خلاص الحتة دي موجودة. انت بتعمل كده ماشي. اللي بيمارس بقى حتة المقارنة عليك اللي هو اه. اللي بيمارس حتة المقارنة اللي ده بيقول لك شوف اخوك بيعمل ايه وعمل ازاي. هو ده اللي انت لازل توفق الاوضاع معه. فده بالنسبة للحتة للاقل الاصطاع المصدوب. ان هو دايما في حتة المقارنة او دايما حاسس ان هو مش مقد حقه يعني. دي ما بيقوله. اه او ان هو يعني ايه اه مصدوب في النصف. ده برضو بيحاول ان هو يعني فده بيخليه حاسس ان هو دايما اه مهم ان شاء الله ده وعيك. اه. فده المفروض برضو ان هو عشان يتغلب على الحتة دي. دي ممكن ان تبعيش شرب او فتر قدد لك انا ممكن ان يكون لها عامل نفسي اكتر. واقع نفسي عليه يعني مش معلوش دافع في الحياة. اه او ان هو يكون مسلا شوية حاسس ان هو مالوس لازمة لو غاب يعني ما. ببساطة المبالغة. بالضبط الله ينور عليك. ايوما انت اهتماماتك تختلف يبقى انت في الحالة دي زي ما قلنا انت اولا بتحول تلاقي نقطة مشتركة بينك وبينهم. اه حيث ان انت متعرفش مصلحك دي محتاجة اولا اه لازم ان انت تتاوب مع نفسك وتحدد زي ما قلنا اهداف وقلويات وهو الاخير وتتكلم فيها معاهم مرة واتنين وتلاتة. اه يعني المسألة مش في ام وليلا حتتعمل. ومش هتحلف اه في اعدا. يا حتاخد اعداد كتيرة. اه زي ما اتقلمنا في المرة كنت حضرت حطت القبعات الستة. لما لما كنا ان انت بتحط نفسك مكانا الاخرين وتشوفهم بتفكروا ازاي. وانا مش كل حاجة الاخرين بيشوف يقولوها دي بقى غلط وانت بس بس صح. ممكن يكون هما عندهم حاجات صحة انت مش عيدة. زي ما قلنا انت عشان تعالج حطة التراض لو كان انت الاخ الوسطاني وحاسس مسلا ان انت مهمش او ان انت بفيش دافع ولا فيش حد بيشدك. انت اولا بتنامي الدوافع الذاتية عندك. بتحول تخلق نقطة الاهتمام ونقطة مشتركة بينك وبين الاخرين. بيحاول بيبقى فيه تفاعل اجتماعي بينك وبينهم. حط بقى ايه? خطة كده. يعني اقعد كده مع نفسك. واكتب الاحتمالات كلها. حتى ما انك تبعتها اللي. ابي بعاتلي وقول لي انت اوصلت لي بايه? يعني ابيعتلي حتى ملف على ا فيسبوك على ال اتش اي 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 وي سباس اس اي 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 اكتب ال random plan دي. اكتب كل الافكار اللي في الماغك. ونعليجها سوا. حاسس انك مهمش. حاسس ان ان انت ان شاء الله حاسس ان ان انت مسلا اا مش واخد حقك. حاسس ان هما مش بيشجعوك وكتبه. انت ايه اختراحاتك عشان خطر نعالج نعالجها. ايه اللي انت شاطر فيه هما ممكن يكونوا محتاجين. وازاي تقدر انت كل ده هيقلل حدة هجومهم عليك. وبالتالي هيخلي حتة التراضي عندك اللي كتير جدا. هي هتاخد قد ايه? مش هتاخد يوم ولا شهر ولا سنة. طبعا انت وشطرتك كل ما كانت حافز عندك قوي كل ما وصلت الانجاز كل ما كان حيبقى احسن. كل ما حيبقى ده دافع قوي لك عشان تكمل. لكن مش معنى كده ان مش هتحصل سقطات. مش معنى كده انه هيبقى فيه فشل مش هيبقى فيه فشل في التقطير. هيبقى فيه اخطاء في النص ولازم هنرجع من الاول ونرجع على ايه التاني. ده عنده مشكلة استاذ محمد امام مشكلة تخوك انا يعني في الفصل ان شاء الله في البرك هجاوبك عليها بالتفصيل بس ما تنساش. عنيف عنده خطأ. في الحاجات برضو الاسف الشديد اه اي واحي اي مرحلة الطفولة في الغالب. اه اول ما بيعمل حاجة غلطة هنحبسك في وقت الفراغ. اول ما تعمل حاجة غلطة الضرب بيشتغل على ودنه. اول ما يعمل حاجة غلطة ازا عقله زعيم وبالغ فيه او يضرابه ضرب جامل مبرح. اه طبعا ده بيعمل مشكلة كبيرة جدا ان هو بعد كده لما بيجي بقى ياخد اه القرار في حياته حتى لما بيجبر مسلا في سنة مراقعة وحتى بعد الرجوع بيتجوز وبيكلم بيبقى متردد. مفاكر ان هو كان بتضرب وهو صغير. الحكاية دي بتعمل عنده مشكلة. وللاسف شديد اه بتأثر على قراراته في حياته بيبقى من الاخرين. يبقى مقابعة يا من مراته يا من ولاده يا اه اي يعني. يعني يا من رايزه في الشغل وبيبقاش عبد يقول ان هو ياخد قرار. عبد يقول ان هو يتحمل مسؤولية اخطائه. يعني لو هو خاط اي قرار غلط. بيبقاش قادر يتحمل نتيجة. اه فلو انت بيسمعني بابا وام بيعنف اه مثلا اولاده وعند الخطأ التعنيف ما يكونش اه مبرح وما يكونش اسل يعني حاول ان انت تتعلمه. حاول ان تتفاهم معي. عمر ما كانت ضرمي بيجي النتيجة. عمر ما كانت تعنيف بيجي النتيجة. خلي بالك انت ممكن تكون بتقتل ابنك. بتقتل يموت وتقتل حياتك كلها بالتعنيف ازياد عن المزوم ده. احيانا بيحتاجوا للتهزياد طبعا الاجيال بتاعلي من دول ربان انا علم بحلهم. لكن في نفس الوقت التعنيف ازاي انش مطلوب ابدا. اه بصي اه بالنسبة اه رقم التليفون يعني اه يعني احنا انا عموما بخلص الماتيريال اه يعني ايه مسلا في وقت مسلا ثلاث ساعات ولا حاجة وبنقض ساعتين بعد كده نتكلم. اه فلو انت شايف ان المشكلة دي مش هتقدر حتى تغليها على الغرفة. ممكن تبعتها على الخاص وانا اكلم بها زي ما تعيسي. لا مش لكن اتفاهم وجه نظرهم ولا قلومهم ليس هذا في البيت. اه. كيفية معاملة الابناء بالزبط. بالزبط كيفية معاملة الابناء. فهي هنا المسألة محتاجة اعادة معالجة. طب لو انت مسلا من الناس اللي كانت بتعاني من هذه المشكلة لو هم صغرين. كان بيواجه للاسف الشديد. اه تعنيف اه جام من الاب والام ودي كبت معايا لما كبر. اه اولا انت عرفت السبب دلوقتي. خلاص هذا السبب اصبح غير موجود الان. يعني دلوقتي انت لا بي بتتحاول فوت الفرين اللي بتتضرب. زي ما قلنا المسألة هنا محتاجة اعادة تخطيط. يعني انت دلوقتي حددت اولوياتك واهدافك وقراراتك وعرفت انت هو فين وقع فين وقع فين وغير انين. ولو كل الاحتمالات عندك فيها مجاسفة زي ما قلنا. اه هي عملية تغيير في استراتيجية التفكير مش اكتر. فوتر مجاسفة. ولو انت فشلت ما حدش حبيسك اوط الفرين. حلها هو ده حلها بس. محدش دلوقتي هي البديل لأوط الفرين من الوقتي. ايه هو? انت ممكن تواجه نقدر من المجتمع. ممكن تواجه نقدر من الناس. ممكن تواجه اه توجه مسلا او تعنيف من الزوج. اه ممكن تنائي مسلا اه يعني اه سخرية من الاخرين. كل الكلام ده انت لما برمج دماجك ان انت داخل هتتعامل معاه. طهس انت متوقع كل ده. ولو انت تغلبت عليه اول مرة خلاص انت تغلبت على مشكلة لان انت في اول محاولة فشلت فيها تعاملت مع الفشل على انه شابين للتعلم حاجات جديدة. وان الدنيا مش هتتهب لو انت فشلت. وان انت مش هتحطت قط الفرين زي زمان. خلاص انت كده عليك تلمش لك. بس الحكاية طبعا هتخد وقت. ولا تنزل المضيح من احد صحيح. يعني انت بتعمل الحاجة وانت اه يعني اولا بتعملها لواجه الله سبحانه وتعالى بتعملها عشان تنافي القدرات اولا. عشان تحق النجاح زيتي عشان تحق التوازنك انت ازاتي. هو انت بتروح تهد الناس وساد نفسك. يعني انت بتروح تضوع راحك الناس وانت لأ. انت قبل اي حد. رغم اني اعتقد انت غلط على الاحساس ده. اه ما الديق ده له اسباب عليكم السلامة والله وبركاته. اولا رسول احمد. اه الديق ده لازم كله اسباب. يعني اسبابه اما نفسه. تمام. اه لازم تحليلي اسبابه. لازم تعرفي ايه ساموه. وبرضه في البيتح اجابك بالتفكيل. اه بالنسبة لعدم الثقة في الامناء ونقص الخبرة. لما خلصنا. لا احنا لسه بادري احنا بنقل لغت ساعة اتناشا ما تقلقش. عدم الثقة في الامناء ونقص الخبرة. زي ما قلنا. برضا من الحاجات اللي ممكن تسبب مشكلة الترادد. عدم الثقة في الامناء ان هو بيبقى مثلا اه لوالد ليس صغير شوية فبيدرش ان هو باتنان بادري ما تقلقش حد دي كمحاضرة كلها متسجلة. تقلقش. اه اه انا بس عايز اعرف هو الاسئلة اللي في الاخر بيضع في الاسئلة اللي بدعم. وهي الاسئلة المناقشات اللي في الاخر دي بتنزل في المحاضرة ولا بتنزلش انا معرفش. كل اللي عايز حاجة بليك حاجة اوبه والله ما ما تزدهيوش. دلعوش بس. اه بالنسبة العدم الثقة في الامناء زي ما قلنا ان هو ممكن يكون نقص الخبرة. عايز فرصي. عايز تغني. ان شاء الله عمزة في الامناء. اه المهم يعني الثقة في الابناء. زي ما قلنا انه ممكن يكون الطفل مثلا عنده عشر سنين او حداشر سنة. الاب او الام مش عايزين يدوله مسئولية معينة عشان هما مش واسطين فيه. او يكون هو خبرته طبعا معرفة ان هو لسه صغير. اه ما هيش كفاف النوقف ده فميبقوش عادرين ان هو يدوله المسئولية دي. فده للاسف الشديد برضو ممكن يكون من الحاجات اللي ممكن تخليه عند تراضب لماجبر. اه لان هي بتنتهيش بقى مسلا في عنده مسلا سبعتاشر او تنتاشر سنة دي بتفضل معاه الى الابد. وهم بيفضلنا بحسسينه طول الوقت ان هما مش واسطين. او هورد عنده احساس داخلي ان هما مش واسطين فيه. وده اللي بيبقى عندي يعني زي اللي بيقول مسلا ان اخوي حاسس ان يكون اخواتي مزيحبوني. بو ده برضو احساس داخلي دي قناعة شخصية لازم تتغير. فدي مشكلتها عندك انت. يعني دي علاجها فيك انت ده. دي اولا زي ما قولنا دي تغيير قلعات. زي ما انت بتقول. انا ما حدش واسط فيها. انا ما حدش باسط فيها. لا انا حد بس. وزي ما قولنا. بعظا من علاجات جزعة الحاجات دي ان انت بتحاول تلاقي حاجة تنجح فيها. ما هياش محلة ضغطة من الاخرين. بتنجح في اي مجال. اهلك مش هتغطوا عليك عشان يقول لك مسلا انت زي فلان او زي علان او لو انت فشلت فيها هيوقعوا عليك لهم. لا. لو انت مسلا تعلمت مهارة. تعلمت لغة. تعلمت حرفة. تعلمت اي حاجة. وانجحت فيها واسبطت وجودك وبقت هي سبيل من نجاحه وبقت سبيل ان انت اه تحقق مسلا انجازات. وهم شافوا ده نفسهم. بتبتدي ان انت تقرأ منهم واحدة واحدة. تحقق انجازات في حاجات ليهم علاقة. ليها علاقة بهم بشكل مباشر. بتحقق توافق فتبتدي السخة دي تام وبالتجيب. وهكذا. يعني كل الحاجات دي علاجها الاستراتيجية بتاعتها واحدة. ان انت الاسرة لازم تلاقي نقطة مشتركة بينك وبينهم. لازم تحاول ان انت تتقرب منهم. لازم الحاجات اللي انت بتنجح فيها. لازم الحاجات اللي انت انجحت فيها دي. من اولا تكون بيضع النون في البداية. لازم يكون بعد كده بقى تحاول انت تلاقي ايسة تاتصال بين الحاجات اللي انت انجحت فيها وبين الحاجات اللي هما بيحجوها. او الاهتمامات اللي هما اه بيركزين عليها ودائما بيقولولك او بيضغطوا عليك عشان اه والخبرة بقى ان انت تتعلم خبرات جديدة زي ما قولنا ترمي نفسك في مجالات جديدة وتحاول انت تكتشف موابك وخدراتك عشان تقدر تنمي ساختك بالنفسك بالتدريج. اخر حاجة هنتكلم فيها. عايزين نقرأ ساعة تسعة ونص ان شاء الله ونخلص النقطة دي. نخلص هو ايه اللي هي الخوف الزايد على الابناء الدلع الملك. ممكن نخلص الدلع الملك وبعد كده ان شاء الله تغطي بيك هاو. الخوف الزايد على الابناء واحد بقى منخاف على. عدران ما عرف ما انتم همكتوا مني بس يعني ايه. اه ان خلص بص نقطة الخوف الزايد على الابناء دي. مش عايز بريك. بقى ما عليش احقق علي وحناخد بريك بس عشان اه الناس تريح شوية وكمان اللي عايز يكتب حاجة يكتبها. وكمان عشان نتلقى الاسئلة. اه فحناخد بريك كده اخلص بص نقطة الخوف الزايد على الابناء زي ما قولنا. اه ان هو بقى بيكاف على اولاده جدا. دلع المرق بقى. مش عايزهم بقى اعملوا اي حاجة يعيني. نقطة بتعملش حاجة. ويفضل بقى عاده كده زي الباشا وهو يعمل له كل حاجة. عايز هو يشيل عنه كل المسؤولية. دلع مرق دلع مرق. فطبع دلع لما يكبر ولا بيعرفت قلال فاي حاجة في حاجة. اه بيبقى كل اهتمامه ذاتي برضو. برضو حاجاته كلها اه ذاتية مهم ركز بقى على اه اه يعني ايه موبايله اه هدومك اه عربيتك حاجتك. ولا يواجه كما صعب الحياة بتبه الدنيا معايا طبعا. اه يعني كل حواليه هما اللي بيعمل بكل حاجة ويقدرش ان هو ياخد اه دي برضو لو انت ابو امور تعمل في ابنك كده اعرف ان انت كده بتهده. نخلي بالكو انت اه بتحول ان انت تتخاف على ولادك بتحول ان انت ما تخليهمش شيء المسئولية مش في وقتها. ده مطلوب اي نعم. لكن في نفس الوقت لازم يبقى فيه النوع منها المجسفة عشان خاطر يتعلموا ويواجهوا الحياة ويعرفوا ان دايما في يعرفوا على الاقل يواجهوا الفشل لو انت بقى كنت يعني عايش في بيئة وكنت عايش بين ابو وامو بيدلع اوك زيادة على نزوم انت بلى هتبتدي ان انت تسطع على نفسك تاخد مسئولية حاجات تتحملها عشان تعلم نفسك مسئولية اتخاذ القرارات وكيفية تحمل المسئولية. دي هيبقى هيبقى الاطبع عليك. اه زي الغربة في سن صغير. احنا كده بنقبل ناخد بيك وخلاص ناخد بيك اه عشرة دقائق. تمام? يسيبوا يعني اللي عنده بقى سؤال انا ايه? اه هجاوبكو عليها واحدة. لا فيش ايه مشكلة خاصة. تمام. بارك الله. واحد فيه شاتن. تمام انا هجاوب على الاستاذ الاول استاذ طيب اللي. اه. اه بالنسبة للحاس ان اه اه اخطه في البيت اللي يحبوه لازم اولا حد يحاول يتقرب بينه. حاول ان انت اه تعرف اه 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 تعرف ايه بيحب ايه بيكره ايه. اه تحاول تعرف ايه المشكلة بزبط. ايه سبب المشكلة دي عنده? تتكلم معاه. اه ايما هو لازم يبقى فيه سبب لكده ما هو ممكن يكون هو اولا هو اقوكي كبير. ممكن يكون هو او هو صغير اتعرض للتجربة السلبية حسيته بالنوضوع ده? هجاوب لش ايه محمد اه اه استاذ ايمان محمد وبعد ده استاذ احمد طهر? وضعك هذا اللي عنده سؤال يتفضل. ما هو بص ما يكون لحاجة في الدنيا سبب. هو لازم اكيد عنده سبب. يكرهني انها بالذات. ليه ما تكونش انت لما تخيل كده? بالزبط يعني هو ممكن يكون اخوكو كبير واحسس بالوحدة. اه او انت وضعك ايه بالنسبة لي والت الاخ الصغير والاخ الوسطاني. بالنسبة للاستاذ امامي. لا بس انا عايز اعرف وضعك ايه بالنسبة لي يعني هل انت اخوك صغير انت الصغير ولا انت كبير? اه قصدي انت الوسطاني ولا انت الصغير? اه عشان كده. ما هو انت صغير انت خلع القوت. ما هو حاسس ان انت واخدت اللي هو مش واخده. بس ادي كل ما هي هي دي مربط الفرصة. هي دي الحدودة كده. اه اما اجي اتكلم في اجتماع عشان بعرق وبخاف اني اطرح فكرة او ما نقش لك. في بالنسبة للاستاذ محمد امام. اه استاذ امام محمد اسفة. حاول ان انت تتقرب منه. حاول ان انت تشميته زي ما قولنا. اه حاول ان انت ما تحسسوش ان عشان انت الصغير انت المتدلع. اه حاول ان انت تتلعب على الحتة دي. ايه ما هو عشان هو امكن هو مسلا حاسس ان هم بيهتموا بيك. اه زياد عنه. اه حاجات بقى ما بيفرقوا في المعاملة ممكن يكونوا مسلا بيقنوا بينك وبينه دايما زي ما قولنا دايما كانوا بيقولون يشوفك اوكي صغير بيعمل ايه. مش عرفك. فطبعا هو ممكن يكون جوال حتة دي قوية جدا. هو مش قادر يعبر عنها بالنسانه بس اتضافة تصرفاته. عشان كده حاول تقرب منه ما تزقش. ما ينفعش. ما ينفعش تعمل كده. ما ينفعش ما تكلموش خلص انت كده بتزود الفجوة اللي بينك وبينه. ما هو انت متحاولش تحتاج كده في حاجات انت عارف انه هيختلف معك فيها. حاول ان انت تتكلم حاول تشاركه في حاجة هو بحباه. ان هو عشان عنده مشكلة ان هو عنده مشكلة. هو دلوقتي عنده اه تصور معين ان انت اللي وقت كل الاهتمام وانت اللي وقت لو قلت على سبب المشكلة نفسه حتقدر تعلم. هو دلوقتي حاسس ان هم بيعملوك احسن منه. وحاسس ان انه مسلا ان هم ان هو دايما محل ما ياخده وان ان انت دايما محل ماتح. فانت بتحاول تتغلب على الحتة تي. واحدة واحدة الموضوع هيتحل. اه حاول ان انت مدحب. لقيته عمل حاجة كويسة شكوره يا سيدي. يعني حيهادمك اول مرة ومش حيهادك قلت له حاجة. بس واحدة واحدة حاجة بيجيه. موضوعها مش هيخد يوم ولا يومين. ده زي انت بعرف ان احنا نخذ وقت طبع. ام. كيف هنغشل على المادة العلمية وشكرا. اه المادة العلمية مقدمة خاصة بسيدي المحاضرة بالزبط. اه برا يخليكوا طبعا دعم الفني بيعمل معنا موجود جامد. او سياسي او جيلي او طائفي او حزبي ما اعضروا ذكر الروابط المصدر واحدة للمادة العلمية. الا بازن كتابي من المحاضرة نكونيها صاحبة المادة العلمية مقدمة. دارك الله فيكم المحاضرة يعني. حاضر? حاضر احاكلم والله يعني يا استاذ احمد طه ايه كتب فيه مشكلة. انا بتردد لما اجي اتكلم في اجتماع عشان بعرق وبخاف اني اطرح فكرة او انا اش ركرة? اه يعني انت انت عندك موضوع الرهاب الاجتماعي بشكل عام ولا انت مسلا اه هي بس فكرة الاجتماع. يعني فكرة النقطة بمجتمع في اجتماع عمل. اختنع. هل انت لما بتيجي تقوله الفكرة دي بتبقى مقتنع بيها ولا لأ? مؤمن بيها ولا لأ? هل هي لو قالت هتحقق اه انجاز الاجتماع او هتضيف الى الشركة او هتضيف الى النقطة ايجابية او الفعل طب 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 حال. اذا انت محتاج ان انت تكون مؤمن بالفكرة اللي انت بتقولها. الخوف من ان ممكن يكون في حد قاعد معاك على قربست الاجتماع فريق عما تفوق ماشي تمام. الفكرة بقى في ايه? الفكرة انه ممكن يكون الناس اللي عادين معاك بيسيروا الهجوم عليك. ودى انه مخوفك مش ان الفكرة نفسها وحشة. وبالتالي انت محتاج هنا ان ان انت اه تبقى داخل العملية او داخل الاجتماع وانت عارف ان انت ممكن تتعرض لهجوم او ممكن الفكرة بتاعتك تتعرض. وبالتالي انت لازم هترتدي ايه ستة. يعني انت مش هداخل مش هتبقى داخل وانت خايف من الهجوم. انت حتبقى داخل وانت حتحط نفسك مكان كل واحد بيقول اي حاجة. حتى لو كان بيهجمك. ايهما هي. لا لا. لا العرق ده رد فعلي. العرق ده نتيجة التردد. مش مش انت مش انت تتردد عشان بتعرق. لا. البنيادة لما برتبك نفسيا. بيعرق. طبيعا. لازم اه هي ايه هي كده حتى ممكن تبقى تاخد سنين مئة تبسين بيتر دكرة حيزبطك اخد تماما. لكن انا عايز اقوله. لا اه يا نسألة. يعني اه قبعات الستة رمزينية. يعني انت بسلا لو حد وجهلك. اه نقد مسلا معين الفكرة بتاعتك. مش شرط ان يكون النقد بتاعه ده نقد مجرد اه اه من النقدة. هو ممكن يكون نقد بناء فعلا. يعني ممكن يكون اللي بترحلوا. كويس. لكن ما يفعش الطبق دلوقتي. الظروف ما تسمحش. لكن ممكن يبقى الالية بتاعته مختلف. مسلا لو انت التدت القبع صورة. ان هو مسلا السلباء او التدت القبع الخضر اللي هي قبع الابداعية. انه مسلا الفكرة دي ابداعية. اه لكن مسلا برضو مش هيفعل نها تتنفسك. اي وقتك رأي مخالف. ما تاخدوش بالمحل ان هو بقى بيهدمك وخلاص او ان لأ اه الفكرة دي مش حلوة. لا ايا الفكرة مش حلوة عشان الظروف مش كويسة دلوقتي. اللي هي كان معاك بقى حتى عقدر بصر اجتماع حد هجومي حد دايما اه نكد. اي حد يقول اي حاجة كويسة لأ ما يتنفعش مجرد ما يفكر. فانت في الحالة دي بتحول ان انت تقوله يسقع ليه الاسئلة. من ناحية هتتغلب على حيات الترادد وبالناحية تانية هتقوله طب هي وحشة ليه? ايه ممكن يقنعك بوكة نظره? طب الحاجة دي طب مش لو احنا استبدناها بكزا. هتفتح معا حوار هتفتح معا كلام. بالضبط لو انا وانا وانا عليك رأي صواب يحتمل الخطأ ولا خطأ يحتمل صواب. في حيات الترادد دي انت لازم تتغلب عليها بالحيات. انت لما هتخش تقولي الاقتراحة ولا انت مؤمن بهذا الاقتراح ولا لأ. انت مؤمن به. ادي حاجة. حاجة تانية. لو حد وجه لك مغضة اولا انت في اجتماع رسمي او في اجتماع عمل مفيش حد هيوسير السخرين. هو مفيش مجال السخرين. هيبقى كل مجال لغضة وحيقوله مش نافع. بالحاجة دي ما حد هيقولك مش نافع ليه? حتسأله بقى ده مش نافع ليه دلوقتي? عشان كزا وكزا وكزا. طيب. طب لو احنا عملنا كزا مش ينفع كزا. طب بجرب ونشوف. اعتبع ما بعض يعني. تمام. مين تاني عايز ايه? دونت بي بكتر. لا تكونا بحية. ماشي. مم. مين عنده سؤال تاني? انا كده جاوبت عالتين? جاوبت عالتاز امام محمد? ها. ترجع لطريقة التربية. بعتلي اضافة طب ماشي خلاص اوكي. خلاص ايه. على البركة. بعد المحاضرة ان شاء الله. علاج ضعف الشخصي. انا عايز اسأل في السيدالة. لأ خليها بعد المحاضرة بقى السيدالة دي في الاكرة. خلينا بعد ما خلص المحاضرة بخش على سيدالة. نشو. تمام. اه سؤال بتاع جا داليا. انت بعت السؤال بتاعك جا داليا خلاص. مش تلعه خاص. اوكي. بعد ما خلص المحاضرة بخش على سيدالة. انا شايفها على بات. تمام? اه ماما دائما بتهجمي. ما هي لازم تفكري اه تسألي نفسك هي بتهجمك ليه? ايه سبب الهجوم ده بتهجمك وخلاص? وانك ده خاطر. ماشي خليني الاول في الهجوم العنيف. طيب قالتلك ايه لما سألتها? ليه دايما بتعدد فيه? ليه دايما انت دايما ليه ما حاولتش تقربي منها مسلا? ما حاولتش ساعديها تعمليني لحاجات هي بتحبها اه تلاقي نقطة مشتركة بينك وبينها. في احيان الناس اولا انت هنا بها محتاج عملية برمجة. يعني محتاجة لما حتتعامل معاها. لو هي يعني فيه شخصيات عصرات طبعا هي شخصية عصبية جدا. مسلا. وبتعنف. بس انت عاربت انهيتها. ايه نيتها ايه انهية ربك كويس. فدائما بتعنفك عشان تطلع عندك احسن حاجة. تمام? فانت وانت داخلها بتعني ما عارف اي موقف. لو هي بها تلك مقضة او تعنيف انت عارفها من جواكي ان هي بتعمل كده عشان مصبحتك. فده اولا هيهون وط التعنيف اللي هي بتعمله. دي حاجة. لأ ما ترفعش تقول له بطل ايه مش هبطل. ما مجديش كده. مش هتيجي كده عمرها. اه اولا مسلا لو هي انت قبتك في حاجة. لازم اه بشكل عنيف. انت اولا يعني هي هتكون عاملة زي سفينجة. حتى انتص غضابها ده. بس هتاخد الكلام اللي هي قلته وتشوفيه زي كان صح ولا لا. والله لو كان الحاجة اللي انت بتعبيرها غلط. فعلا صلحيه. بعد كده هي مش هتصع عقلك تاني عن حاجة دي. يعني ايه مسلا اه مسلا طبقة معينة. انت عملت خطوطة غلط. راح الداخلها بزعائل. قلت لك اكتبية عملت كده كزا 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 بروحت عشان تعليها احساب بعد كده. ولا كانها زعاق. تعاملي بقى مع موضوع بهدوء تم. بس تشوف الخطوات كانت ايه? وبعد كده تاني يوم اعمليها تاني. او مسلا في المرة الجاية اعمليها تاني الطبقة دي. زي ما هي قالتك. ان شاء الله حتى تكتبيها. هتلاقيها هتلاقيك يا عملتها كويس. اقول لها ماما شاستا نسمعها في كلامك ازاي? واحدة واحدة بغاية ما تتعود. يعني واحدة واحدة اخو ديها بالراحة واحدة واحدة. بس ما تملهاش بطالة دعائلة يا امرها ما يفعش تلك بامر مباشر. امرها. انا وسطر محايا اني لما حاجة تضيقني ما بقيت اعرف احكي بقول ايه? انا لسه هحكي والدايق تاني واسكت فاحس ان ده عملي ومشكلة من جوانا. اصبحت عادة ولكن. اه. طلعي كل اللي انت مضيقك على الورقة. مش لازم تحكي لحد. يعني كل الحاجات اللي انضيقكي بالنسبة النهلة. كل الحاجات اللي انضيقكي تطلع على الورقة. وبعد كده الورقة ده يتاقل ترمي في الزجاج. دي طريقة كويسة بتطلع الكت اللي جواتي. ما تتعملني عمليات عصف زهني ده. تتعملني عمليات عصف زهني زهني يعني. اه حتتخلص من كل الحاجات السلبية اللي جواتي وحتطلع في الزجاج. هتطلع مع الورقة او تترمي. كان فيه ما هو الفئة كان بيقول دائما حاجات الكوباية الفاضي الكوباية المليانة. ما كان يقول مسلا اما واحد يتعرض الصبح ما هو كوباية الكوباية بتاعته تتمالة بسرعة. وبعد كده لما تيجي حاجة كويسة تحصل الكوباية بتاعته تفضل. وبعد كده تحصل حاجة تانية واشا الكوباية بتاعته تفضل طول النهار ياملق في الكوباية فاضي في الكوباية ياملق في كوباة فاضي في كوباة لما يعني لما كوباة بخلاص خطيك احسار اعمل فانت حاول دايما انت فاضي كوباة. يعني اي حاجة ده هيك اولا دين اي تزعل عليها. اه انا عارفة على فكرة اللي ايده في الماء من زي اللي ايده في النار. ودايما الكلام مش زي. يعني دايما الواحد لما بيجي ينفذ مشكلة مش في الكلام. مشكلة في التنفيذ. ما ممكن الكلام ده يكون مركوب بكده. لكن الواحد ازم بيحول مع نفسه عشان يقدر ان هو يوصل للحاجة لاحسن اداء ممكن يعمله عشان التوازن الزيت اللي احنا قلنا عليه في الاول. فاتي لازم تحاول مرة واتنين وتلاتة ان انت اي حاجة دايق تطلع ايها باي طريقة. انت عامل رياضة انشي في الشارع. اه حاول ان انت تتخلص من اللعب النفس اللي عليكي. لما حاجة دايق مش لازم تتكلمي مع الناس. اه اصلي قرآن تقرب من ربنا زي ما قلنا للاخر رحية من الحاجات المهمة جدا. واكس. قرآن الله مستعين. هنرجع بقى. خلص هنرجع خلص انا يعني هكمل بقى آآ نسبة مشهولة نهادة. هكملها في في الاخر ان شاء الله. بس هنرجع للموضوع المحاضرة. اوكي. سؤال معلش انا بالنسبة لا احمد انا ما اخذش بالي من سؤال عشان اخليها في البيت بقى. اه في البيت في الاخر. معلش اه. طب معلش اخاني في البيت بس معلش اه عشان دي وقت بس ادار بقى. زي ما قلنا ارتباطات العمل. وضغوط الحياة ارتباطات الاسرة. ودائما واحد اتجوز وتخلف عند ولاده بقى. آآ مربوط في ساقية. كل يوم بالشغل والمدرسة والمشتشفى والدكتور والولاد والدنيا. ويودي براته عند حاماته. ويجيبها من عند حاماته. طول النهار والليل دا الفساية. الاخرين 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 عماية يعني يرضي الاخرين وهو شخصية مش موجوز في الموضوع. فالبقى ياخد بقى القرار شخصي في حياته. بيتشف عملها صعبة جدا. آآ ده بيكون سبب من اسباب التراضي بقى. آآ بيكون آآ مش قادر ياخد قرار مش عارف بس لو عنده مش عائل شغل ولا حاجة مش قادر ياخد قرار فهي واحد فيهم. نتيجة طبيعة شخصيته زي ما قلنا في الاول. المشكلة موجة باش في الظروف المحيطة مشكلة فيه هو شخصية. هو اللي مش قادر ياخد قرار مش قادر يحدد اولوياته. ده علاجه ايه? لازم يحدد هو عايز ايه? لازم يسحب نفسه شوية من الارتباطات الاسرية الجامعة اللي عنده دي. آآ يسحب نفسه بيهل تدريد? شخصيت انزام عندنا عندما يبني اسر لان الاولويات بتختلف. الاولويات عنده بتختلف بعد المكان هو بيهتم بنفسه بس ويعتمد آآ مجدك وبايتك آآ موبايلك ترمومترك شايتك بقى في ولادك وامراتك واحتياجاتهم ومصارفهم. ويفضل صور النهار يجري عليهم يعني يبطل العملية. الاولويات بتختلف وترتيب الحياة بيختلف والدنيا كلها بتتغير من حواليه. فلازم علاج الحالة دي انه هو يحاول يقتبس لنفسه شيء يعمله لنفسه. نفسه مش مش للأسرة يعني مثلا هو ركب في الموصلات وهو ركب في عربية انا لو تلاحظوا في الاول دايما ببتدي معاكم علىك اي حاجة بالحاجات البسيطة. الحاجات الهبلة. الحاجات البسيطة. السغيرة. مش ببتدي معاكم في الحاجات المصصرية الكبيرة. لان لو انت ابتديت في الكبير قوي وبتديت في المشكلة الاساسية وما وما نفعش هتحلها. ممكن زي ما قلنا يعني يعني ايه? تفقد رقبتك فان انت تصلح اي حاجة. عشان كلا دايما انا بتكلم في علاج انا مش كلا بتكلم بالحاجات البسيطة اللي في الاول. اسمع حاجة في العربية انت بتحبها. حاول ان انت تختبس لنفسك. ولو خمس دايق كل يوم تمام فيهم عملية استرخاء نفسي. لحظات تعيشها لنفسك انت فقط. بغض نظر عن عيلة والبيت والصروف والولاد والشغل وكل الكلام ده. قل لي. انت فقط وليس اي شخص اخر. صلي ركعتين لله. اقرى القرآن. اه اسمع مزيكة. اه اعمل حاجة انت بتحب. اتفرج على فيلم انت بتحبه. اعمل اي حاجة لنفسك. لنفسك. لروحك. لمدة خمس دايق يوميا. ليه? ايه الهدف من القصة دي? نفسك بقت في الموضوع. مسلا انا اسمي اه عادل. اسمي محمد. اسم احمد. اسمي عالي. اي عادة? عالي ده له كيان له وجود. له لازمة. مش مجرد ان هو عمال يرضي في في رغبات الاخرين وانا مش موجود. لا انا موجود. وبالتالي الحكاية دي لما هتلمو عندك بالتدريج هيبقى عندك القدرة ان انت تتخذ القرار. لو كانت هي السبب فعليا في ان انت بقيت شخصية متربدة. هي مش يعني مش معكم الناس بتاعمل الحكاية دي. ان انت هيبقى عندك طبطات ومسؤوليات وكده فتبقى شخصية متربدة ده. دي حالة معينة. فلو انت من الحالات دي من حالة اللي وجود ظروف وضغوط في حياتها. بخليها مترددة. فلو في الحالة دي. انت محتاج. لا مش احباط. لا انا مش احباط. ايش هلقى بالاحباط خالص. هنا. انت واحد مضغوط. الضغط ده خلاك متردد. فانت عشان تتخلص الحكاية دي لازم يبقى مسلا ان احمد ده له. وعلى الله عليه وسلم له. له اهتمام شخصي بهو. حاجة يعمل بها وبعد كده الحكاية دي لما يقين عنده ان احمد ده له لازمة. وان الشخص ده له لازمة. وان انا لي كيان انا زي ما انا باورضي الاخرين انا باورضي نفسي. بالتالي لما حتيجي بقى تاخد قرار هيبقى المسألة بالنسبة لك. طبعا بعد ما يكون حددت الاولويات والاهداف والرسائل والكلام ده وعطت عملت لسوات انا زي ما قلنا الخوف ما مرد فعلا للمجتمع. سواء كان بقى اه حاجة جديدة انت مسلا عايز تعملها وكيف المجتمع يرفضها. اه او مسلا حاجة ضد العاف والتقاليد زي ما قلنا زي ما انتم شايفين هنا الراجل اه يعني ما عندوش نجا فرح جايب لمبتين ومعلقوا في الشمال حاجة او من اختراعنا. فيها لمبتين. فتصر. ممكن الناس تضحك على على حاجة زي كده يعني تقول ده يعني ده حاجة بداية جدا مسلا. مسلا. ممكن ينا تعرض لنفس. بس هو في الاخر حل حاجة الاخرين دي بحد زي ما قلنا كده. الشخص اللي هو مسلا خايف من الاسرة او ان عندو اه عملاله ضغط عصري من اي نوع اه بتهجمه او بعيزة يقلد حد او دايما بتحطه في مقنم على او اخرين او كزا. بس كون ان انت تشبع حاجة عندهم او عند او عند المدير بتاعك في الشركة حتى لو انت مسلا اتنزلت لحظة والحاجة اللي انت عملتها دي تنسبت للمدير في الاخر. بس طبعا ما تنزلتش عن حقك كله بس عشان تكسب ودي المدير بتفعك مش اتفاق. انا مقولش ان انت فاتنفق. لكن ممكن يكون المدير بتاعك في الشغل مسلا من الناس اللي ما بيحبوه اي حد يقول له اي اختراح لا مش عامل لا ده مش هينفع لك ده كزا. فانت عشان تكسب وديه بتحاول ان انت تشاركه معك. او تخلي له فضل في الحكاية ان هو مسلا بقى سهل لك الحكاية او ان هو سهل لك الاجراءات او كزا. بحيس ان هو في الاخر يساعدك في ان انت تتغلب على لقطة التردد دي. كلها مرتبطة على بعضات. لما حنيجي برضى في حتة تلقاف التقاليد انت لما بتيجي تشوف اي حاجة انت عايز او حاجة جديدة انت حتعملها. المجتمع مش واخد عليها انت لازم تشوف الاول هل انت مؤمن بها فعليا? هل هي حتفين الناس? هل هي حتوش بحاجات الاخرين? هل لو هي وجهة لها نقد? هل انت حتبقى قادر وعندك الحجة القوية اللي تخليك تواجه النقد ده? كل الحاجات دي ده الموجودة عندك هيبقى عندك قدرة قوية جدا ان انت تواجه تردد فيها. يعني انت لو دلوقتي متردد وكافر افر والتقاليد في حاجات كتير او لازم تعملها عشان اساسا تعمل الحاجة دي? ما هي الاقنائمة والاقنائمة عشان تقنع حد في اولا ممكن يبقى واحد على عشان تبقى عاد. ممكن واحد يبقى يعني مش بيقولك كلمة حقي ربها باطل. هو مش فيه ناس بتاخد ايات القرآن الكريم. تستخدمها مسلا عشان تطلع واحد ايات البراءة. مش ده بيحصل. اذا انت محتاجة تعال اولا يعني ان شاء الله بعد كده ممكن نتناول آآ بعد كده آآ فنون الاقناع وفن التفاول. ان شاء الله ان شاء الله انه ممكن الواحد ضعيف الحجة وهو معه الحق فيتغلب. وممكن الواحد قوي الحجة ومعه الباطل فيه يكسب. فانت لازم تاخد بالاسباب عشان يبقى اساسا الاقناع بتاعك قوت فما تقوليش الاقناع صعب انت مش اقبل اسباب الاقناع اصلا. لا انت واخد بالاسباب صح. ولا انت مرد. يعني مسلا انت عندك فكرة متحمس لها جدا. بس انت اساسا مش مرتب الفكرة دي صح. مش مرتب اولوياتك فيها صح. مش مرتب خطواتك فيها صح. حتقنع لقدامك بيها ازاي. ازاي انت عند فكرة آآ ما اغضعتهاش لي. يعني مسلا الواحد عايز ننفس فكرة على مشتوى المدرسة. راح لموديل المدرسة ما بيش ننفسها. راح قاعد عايق وعملهاش. ما نفعش. اعملها على قد الفصل. اعمل انا بضرب المسال ده اعملها على مستوى المدرسة. او اعملها على مستوى الفصل بتاعك وفصوله لجنبك. المودي شافع. يا اما حيقر بيها ويسدها بقى على ارض الواقع. يا اما برضو حيفضل مستقبل مش عايز اعترق. بس انت فعليا قدرت تعملها او لأ? انت قدرت تعملها. يبقى لو انت ما تخرج بقى من محيط المدرسة مساء او محيط الجامعة. وتتوفى لك الانكانيات ان انت تعملها على نفاق اوز انت عندك تجربة صادقة اللي هي قابلة للتنفيذ والتحقيق. ازا ما بقتش مستحيلة وازا ما بقاش عندك الترضى بان انت كسرت كما تقوليش الاخناع صعب. لما تقع بكل الاسباب وتقول بقى فعلا ارض للدنيا مستحيلة. ومع ذلك كل حاجة في الدنيا يعني اثبت آآ يعني نجاح وفشل. مفيش اسمها اقناع صعب بشكل مطلق او اقناع سهل بشكل مطلق. كل حاجة قابلة يعني ايه للاتفاع ولا لتفوق. دي تعتمد على ايمانك انت الشخص بالحاجة اللي انت عايزة. نيجي بقى للكارسة كده. للناس او لمعظم المشاكل اللي بيتعرض لها الناس. عشان يبقى بمشته التردد دي بقى اسباب نفسية. ممكن يكون بعضها نتيجة الاسباب يعني الاسباب النفسية دي نتيجة اسباب اجتماعي. نتيجة ان هو بقى كان بيترابي مسلا في بيئة الوحده. او ان اهله كان بيعني فوق او كزا او كزا او كزا. ممكن ده يعني عند العظم صخف النفسة او خجل اخوه من صفرات الاخرين. او مسلا ما بقاش عارف حد الاولويات ونتيجة الترعي المرء اللي ويناه. او مسلا مش عارف حد اده هو هو يفتن ووهي يفتن وجاي منين. فيعني ممكن نقدر نقول ان الاسباب النفسية والانتراكية ممكن تكون نتيجة او بعضها نتيجة للاسباب الاجتماعية. طبعا عدم استقف النفس ده له حاجات يعني ايه اه لو اه في صوت معايا في حد بشتنا. طبعا. طبعا ما لنا. طبعا. زي ما قلنا ان عدم الثقة في النفس ده هو عوامل كتير ده. من ضمنها ان ما قلنا الاسرة هي السرب فيه او المجتمع السرب فيه او انه ممكن يكون فيه تجربة سابقة حصلت او تجربة فشلت على الله البني قادم تكون السرب انه ما بقاش واسق في نفسه. وده بيكون اه سرب رئيسي باساسي في جود التراضد عنده. طيب. عشان يعالي الحكاية دي بيعمل ايه? عدم الثقة في النفس دي. اولا خلينا نتفق ان التردد ليست نتيجة انك لا تقدر. بل انك لا تريد. مازيه قاعدة. انا المؤمنة بها عندي القناعة الشخصية ايا كان السبب به. نفسي اجتماعي صحي مدي ايا كان. التردد مش لانك مش قادر. مش لانك مش خيص. ما تقوليش بقى بابا وماما ما تقوليش خجل وما تقوليش خوف من السفرية وما تقوليش ان انت خايف انت مش عايق ما هو انت بتردد ليه. عشان مش عايز. مش قادر. ما هو الخوف ما هي الخوف ده نوع عوامة ما انت ما احنا قلنا بقى انت هم ترجع الحاجة اصلاها. الخوف ده اللي تيجيت ايه? فانت خايف لو اختلفت على سبب الخوف. هتبقى عايق يعني. خلاص بقى هتبقى قادر. وبالتالي هتبقى عايز. الفكرة هنا في ايه? ان مفيش بني ادم عنده عجز. مهما كانت درجة الاعقاط اللي بيواجه البني ادم مفيش بني ادم عنده عجز. او المعاوقات او المشاكل فيش بني ادم عنده عجز. انت بتعلق حيث الترددك على اي مشكلة من اي نوع. فلانك اه بتنتردد مش لانك مش قادل لانك مش عايز. فعدم الثقة او الخجل او الكوب والسطوريات الاخرين بيخليك ما انتش عايز. مش ما انتش قادر. انت قادر. بدليل ان احنا لما قلنا المرة اللي فاتت ان انت لو لقيت حده حيموت قدامك او حطار ان انت تاخد قرامة ان انت تكفز حياته. بقى مكانت الاسباب ازا انت قادر على اتخاذ القرام. انت مش ما انتش قادر. انت مش عايز تفكر. ولو انت ست يموت فان انت مش عايز تفكر. ودي قناعة تالتة لازل تضيفها النهاردة جنب القناعتين الاولانين اللي احنا قلناهم لو فاكرينهم. ان انت لما بتتردد مش لانك مش قادر لانك مش عايز. عشان قد اكتراز تقول انا عايز. انا حنجح. انا كزا. انا كزا. عايز العقل الباطن يقرى. ان انا قادر اعمل حاجة لفرانية. فالثقة في النفس دي عشان تتطور. احنا هنتكلم فيه في فيديو في الاخر ان شاء الله هنعرضه. هنتكلم فيه على الثقة بالتفصيل لكن انا هكلمكم يعني كده كفكرة عامة. ان الثقة في النفس عشان تزيد زي ما قلنا سخرية الاخرين لا طبعا غلط. ما يفعش تتخافي من سخرية الاخرين. هزا مرض. هو ايه المرض? ان عدم الثقة ان نفسي ان هو ان هو يبقى مش واسق في نفسه ما انا بقولنا بقى لو لو واحد مش واسق في نفسه. وحاول يعالج الموضوع بكل الاسباق يعني ايه بكل الاسباب اللي في الدنيا وبرضو ما اجابش نتيجة انا ما بلجأش العلاج النفسي في الاخر. دي اللي يكون وحاولات فشلت. او خلاص بقى مفيش فايدة. يعني قاعد سنين يحاول. ومش قادر. الحالة دي لازم بحد انتبع معاه لو هو مش قادر يعتمد على نفسه. طيب ده موضوع كبير او يا شايميه بقى ده احنا ده ده عايز قاعد ده ان شاء الله بعد ما خلص المتيري الخار ساكلمك فيه. يعني ايه قولي المشكلة بتاعتك بالزبط وانا ايه هحلها للجهاز لده. بس هنا عدد الصيقة في النفس زي ما قلنا اي موضوع نفسية بيتعرض لها اي بني ادم. لو كانت بكل الاسباب وما اجابتش نتيجة في الحالة دي او الدكتور النفسي كل اللي بيعمله ان هو هو يتامن مع الحالة. لكن في النهاية هو مش هيجيب ديب من ديب. لان في الاخر البني ادم هو سيتقرار. يعني انت لو قررت ان انت تتعالج حتتعالج بدكتور وما جيد دكتور. ولو قررت ان انت متتعالجش حتى لو فيدكتور برضو مش هتفكر. المسألة هي مسألة اخترار شخصي. يعني انت في الاخر صاحب القرار الاول ولا خير. فالثقة هنا عشان يعني عدم الثقة عشان تعالجها. اولا زي ما قولنا انت بتحول ان انت التغيير زي ما اتفقنا تدليجي. ايا كان سيلا بعدم الثقة ده من البداية انت بتحول ان انت تعمل الحاجات ما هياش مصيحة. بسيطة. حاجات تكسب بيها الثقة في نفسك. اه حاجات لو حتى لو انت فشفت فيها وما ننجحتش قوي ما هياش هتؤثر عليك تأسيل سلبي. اه زي مسلا اه تحول ان انت تتعلم مهارة جديدة او ان انت تتعلم لغة جديدة او كده. لقيت نفس مشتفع فيها. خلاص يعني سيت دي خش على بعدها. لاني حاول ان انت بتبني نفسك في المجالات عدة. لما تحقق انجاز معينة في هزا المجال اللي انت رميت نفسك فيه هتلاقي الدنيا معاك كويسة. سيغطك في نفسك حتيبه هكزا. ده علاج السقة بالنفس. بالنسبة للخجل برضو ممكن يكون من حاجات عند واحد عنده رهاب الاجتماعي. او اللي هو الخوف والسوفيات الاخرين. اه ده بيخافي يواجه الناس. اه. اي حد احبا. او بيخاف يواجه الناس. خلال انا ده كثير من الناس. اه. في ناس عندها الخجل او ان هو بيخاف اه. ما الخجل ده برجو. الخجل ممكن يكون طبيعي. بالعادي. في طبيعي اللي هزيكروها عنده حمر حمر من الخجل. اه. لكن في ناس بل ينعمل الخجل لا زيادة جدا. اه. وبيكون في احيانا في ناس عندها ان هو حطي مش قادر. يبص في اللي قدام. اه. ديب تبقى مشكلة وبيبقى النتيجة برضو المشأة في الغالب. بيزيد عن الحد طبعا بالاسف. بعض الاحيان. اه. فبيكون علاجه ان انت اولا اه زي ما عمنا بتحاول. الحقيقة هو الخجل. لا بو هو الحقيقة هو الخجل عيناء. نعم بس الخجل احنا بيكون زي دا دي. يعني احنا بيكون مش يعني بيكون زي دا على نفس. لا ما. الحقيقة من الايمان بس ايوة بس الحقيقة من الايمان وكل حاجة ما اختلفناش لكن احنا بيعني مسا ممكن الراجل اه يبقى قاعد وسط رجالة زي ومش وسط الستات ولا حاجة. يبقى اه يبقى مش بيتكلم. مش قدري بجوز من الحوار. اه وحدة بنات زيها برضو مش قدرة تتكلم مش قادرة بجوز بالحوار. بتخرجها انها تخش في اي حوار مع اي حد او تقول اي رأي او تاخد اي قرار له الناس تنتقدها. او الناس تسخر منها. اه فبتتردد انها تاخد اي قرار في اي حاجة. اه بتتردد انها تخش في اي حوار مع اي حد. اه تردد ان هو مسلا انه خشت مجالات جيدة. اه ده بيكون نتيجة خجله. مش كاك اصول في الشخصية بيكون نتيجة التربية في الغالب يا ام هو اتربى الواحد برضو يا ام هو اتعرض لموقف هو صغير اه اعمال له عقدة بعد كده ما بقاش قادر ان هو بيتعمل بشكل طبيعي مع الناس. اه دي حلها ان هو برضو بالتدريج مش مرة واحدة. اه هو عنده حالة خجل من الاخر. هو في الحالة دي لازم يكتر حدة بتاعت الخجل. اه ان هو بيحاول زي ما قلنا في المرات اللي فاتت قبل كده ان هو ما زل ما كانش بيرمي السلام على اي حد بيرمي السلام. يخش يرمي السلام على موجودين. موج فيه مظاهرة تحت البيت ده معرفة. مظاهرة احت البيت. مش اي مشاكل عادي جدا ده. ربنا يسلم. ربنا يسلم. سانية اه. رفعه بس انا كده مش حاسمع مش عارف هركز في المحاولة معلش. رفعه بس دقيقة. اغلب المظاهرة عدي. رفعه بريك دقيقتين. ده يعني الناس تحت البلكونة. كده مش خلاص خلاص عدة الحمد لله. تمام. فالغجل زي ما قلنا ان هو انت بتحول ان انت تدخل نفسك في ام 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 تعاملات مع المجتمع. معلنا. الناس مع نفسها. يلا الله. ربنا يسطر. يحسب غرور. لا مش شرط يحسب غرور هو بس الفكرة انه. اه لا انا مش هتكلم بالسياسة سلسة ايه ما نجدع به. اه مهم نرجع تنى الخجل زي ما كنا بنقول. الخجل علاج. ان انت بتدخل نفسك في ام يعني ايه ام تحديات جديدة. بتحول ان انت تقرأ نقطة تواصل بينك وبين الاخرين. اه حتخش ترمي السلام على الموجودين زي ما قلنا. هتحول ان انت زي ما يعني ايه مسلا واحد صاحبك اه واحد انت غيب منه مسلا. اه شوية يعني من ضمن الناس. وما مش كتير ممكن يطلعوا واحد او اتنين. بتحول ان انت اه تخلق معاه حبار او تخلق معاه حاجة انتو بتحبوها. اه مجال انتو بتحبوه تروح تلعبوه سواء او مسلا تعملوه مع بعض. اه ايه بقى فيه تعاون شوية. السازات الغروة السازة الغروة من اتنين? غروة السازة جمع مرض ازاي كتن. اه خلينا في الاخر. اه ملخوف زي ما قلنا. الخجل من التجمعات ما هو الخجل من التجمعات نفس الكلام. انتي ليه خايفة من التجمعات او عادي كده اكتبي. ليه خايف من التجمعات. والوحدة. ايه اللي بيخليك تحب الوحدة? ايه اللي بيخليك تحب الوحدة? ليه انت بتحابب تبقى وحيد? هل الوحدة بتحقق لك استقرار? لو انت الوقت مسلا اه اتحلل الوحدة. اه الوحدة دي بتحقق لي ايه انجازات? واحد اتنين ثلاثة اربعة. طب بتحقق لي ايه سلبيات? واحد اتنين ثلاثة اربعة. قيم الموقف على بعض. بس الموضوع من برا هل الوحدة هل الوحدة دي يعني على اعمالي زي انت بتحب تشتغل لوحدك هل بتحب تشتغل مع احد ايوه بس ايوه ماشي اه يعني انت بتحب تشتغل لوحدك ماشي انت ممكن تشتغل لوحدك مفيش مشكلة بس لو في عمل جماعي انت ممكن تاخد فيه يعني يعني ايه ممكن تاخد فيه مهم انت لتعملها لوحدك برضو بس مش معنى كده ان انت مشتغلتش في جماعة. وفي نفس الوقت انت ما ننفعش تنع نفسك من ان انت تشتغل مع الاخرين. اه في روح اه يعني في فريق عمل مسلا بشكل مطلق. جرب نفسك مرة. حاول ان انت تسمع عرقهم. حاول ان انت تشوف طريقتهم. مش شاط ان انت تشاركهم او مش شاط ان انت تبقش كلامك عليه. انا هي ممكن تكون الحكاية ايه? الحكاية ان انت لما بتيجي تخش فريق عمل. هم مسلا بيعطلوك او بيخلوكش تعرف تفكر. لأ حاول تفسك عنهم. يعني هم يشتغلوا في الحال هم. وانت نعيهم بس تشغلوا واحدك برده. لما بتحسش منهم اهتمام بالعمل اللي انت بتعمله. اللي انت شفصين بتعمله. طب كمشروع مسلا. طب حل. طب هلا اللي انت ما هو انت انت مش دلوقت ان مش انت فريق عمل. يعني انت اكيد واخد دور. هم لازم محتاجين لهم. مش معقول انت واخد دور بتعمله. هم مش مش محتاجين. مش النفسية ادخلوك شركة فيه. يبقى انت اكيد لازم الدور اللي انت اولا لازم بتحدده المهام. انتو كفريق عمل كل واحد بيحضر المهمات بتاعته. وكل واحد المفروض ان هو بيقوم بالمهم المكلف بيه. بس ادى تدخيص الموضوع. لكن لما تبقى العملية عشوائية في الاداء. طبعا كل واحد فيكو حيبعايز يفيد رأيكم. يعني ايه الجهز بمعنى ايه جهز مش فهمة. اه اه يعني انت اصدق ان واحد بس هو اللي بيقوم بمشروع والباقي بيقوم تفرج عليه يعني. لا بس المشكلة انت الوقتي انت يعني انت انت هدلم بيديك انه مسلا واحد هو اللي بيقوم بكل المهام وفي الاخر كلهم بتحط عليهم او المشروع بتحط عليه اسم الناس كلها. فده اللي بيضايقك فيه. بقى انت من البداية لما حتيتخش المشروع ازي ما قلنا هتوزع الادوار. كل واحد عايب عارف هو هامل يقول لي مش هيلتزم بدوروك. مش هيتحط اسم على المشروع. بس هو ده حلا. بس فاجرب يعني اه المسالة بقى ده بطيجي بالتجربة. ام? ايوه صحة وما يديهمش الفرصة من الاول. يعني ما ما يديش مساحة يعمله كده اه بالضبط. لا ما ينفعش. انت اولا ما الوضوع محتاج متابعة. يعني ما ينفعش ان انت تخش في مهمة وما يبقاش متابعة. اولا فيه التليفونات فيه فيه اتصالات فيه حاجات كثيرة ممكن تعملها. علشان خاطر تتابع الموضوع. او اللي ما عملش وهم يتوح يخرج. تمام? انا هيحسوا اصلا صح. لازم انت تحاول ان انت ترفض عليهم شوية. اه ان هم ايه شاركو محاضر. اه يعني ايه برضو هتكلم معاك بالتفصيل في اخر محاضرة. بس احنا ايه عايزين نركز في في تخليص المثالة ان شاء الله النهارة. بازن الله. تمام خلاص. اه حرد على كل الاسئلة في الاخرى ان شاء الله. اه الخوف من ضيعة الوقت. يعني مسلا ان انت بطن تاخد قرار. لان انت خايف ان انت لو خدت قرار في طريق ان انت حتمشي في سكة معينة مسلا. الاده حيضيع منك وقت. او مسلا لطريق تاني ممكن ياخد وقت اقال. فتبقى الان وخايف ومش تقدر تاخد قرار. وهنا المسألة محتاجة لحصة تخطيط من البداية. اه زي ما قلنا عدم تحديد الاولويات والاهداف انت من البداية ما انتش عارف انت عايز ايه من البداية مش محدد اهدافك مش البداية مش محدد اولوياتك فالمسألة بتخليك متردد. اه اخد قرار تمشي فين وتروح فين وتعمل ايه. فانت عشان تعمل ان يحتاج من وقت الاخر ان انت تعمل زي صوت انا لسز وتشوف انت واقف فين بالزبط. اه عدم معرفتك لقدراتك وامكانياتك الشخصية. ان انت مش عارف ان انت ينزي لازم تتطور عليه وتلاقيه. ممكن يكون اكتر من كنزي مش كنز واحد وان ربنا خلقك عشان انت ليك لازمة في الدنيا. دي قناعات شخصية لازم انت موجودة جواك. اه ان انت ربنا خلقك وانت ليك لازمة في الدنيا وان انت لازم تشتغل على نفسك وتكتشف قدرتك ما هوها بك وان انت ما ينفعش تستسل من اي فشل وان وان حاجات تيرة. تفجير الطاقات وانت عمر عليك بالزبط. لازم تعمل نفسك في مجالات كتيرة ودي من الحاجات اللي بتعالج التردد وتتسايف تخلص منه بشكل كويس جدا. لان انت لما تلاقي نفسك مهر في حاجة معينة وتتنمي قدرتك فيها وتنميها وتطورها وتشتغل عليها. ده هيديك سيخاف نفسك. وبالتالي هيخليك اه يبقى عندك قدرة على اتخاذ قرارات معينة على لالالالحاجة اللي انت ماهر فيها. وبعد كده هتكتزل انت تتعالى للمجتمع. كلها تتعالى سلسلة طويلة جدا. بتيجي الوحدة. فانت لازم تعرف قدراتك وامكانياتك تشتغل عليها. اه الحاجة بقى من الاسباب النفسية القتلى الخامسة اللي كان فيها ارحمه برضو يقول عليهم. خوفك من النوم. وخوفك من نقط. ودايما خوفك من المقنطين. والشقة المجتمرة لان انت طبعا عمال. كله وقت تقول لزروف وحشة. دايما تقول للمش لاقي. دايما تقول للم عندش وقت. فده بيخليك تتردد في ان انت تاخد قرار. والتشويف. انا ان شاء الله بكرة حعمل كزا. ان شاء الله السنة جاي حعمل كزا. اه فتبقى برضو في حاجات كتير الاولويات عملك بتتلغبط. الوقت عملك بيتلغبط فبتبقى مش قادر تاخد القرار الفمعادها المزبوط. المماطلة نفس الكلام. ان انت عملت ماطل تماطل وتضيع في وقت وتضيع في مجهود وتضيع في فرص. اه كل دي من الحاجات اللي للأسف مشكلة كبيرة جدا. لان انت لما بتأجل حاجة وبتخلاش تتعى اتعمل فمعادها. للأسف الشديد جدا بتاخد القرار ممكن يكون القرار كان صح. كان لما بتاخده في وقت غلط بيضيع دنيا. اللوم والنقد والمقارنة والشكوى وتسويف والممطلة. عشان عايز اكتبهم. دور القتلى الخمسة. اللوم والنقد والمقارنة والشكوى وتسويف والممطلة. والشك عايز تضيف عليه والشك دي في الشك. زي ما قلنا برضو من تحديات الحياة والتجارب السلبية السابقة لو واحد هو صغير يتعرب لاي تجربة سلبية خلته اه يبقى عنده تردد في القراراته وللأسف الشديد حادث اكبر معاه. فيواجهها ازاي? انه هو يحاول انه هو اه اه يراجع تجربة الفشل. يعني هو زي ما قلنا محمد عليك لواي جاب الشديد وزي ما اه قلنا الفيلم بتاع ضد الحكومة. اما الولد جاب الشديد واقعد يتفرج عليه ويشوف انا كان لازم اعمل الحركة دي كزا. وكان لازم اعمل الحركة دي بالطريقة فورنية. مش كلا ومهربش منها. دي من الحاجات اللي بتعارب بتحارب التردد وبتحارب الفشل نفسي. بتخليك تقدر تتغلب على اي اي فشل. خوفة الخاجر بالزرطة اللي نور عليه. اللي نور عليكم. نقصل معلوماتها الخبر وما ينتعشها اصلا تبقى انت تداخل في حاجة ما عندكش معلومات كافية عنها وما عندكش خبر وكافية عنها. عشان بعد كده لما يخصل فشل بتقول لا دي نفاشل فيها. وبعد كده تتفكر الف مرة قبل ما تقشيها تاني. انت اساسا ندخيلها وانت ما عندكش معلومات كافية. وما عندكش خبر وكافية. فبتحول طبعا حتى لو انت عندك خبرة وعندك معلومات ده ما يلقيش احتمالات الفشل بالنسبة نافر المية. لكن على الاقل اللي داخل عارف احسن من اللي داخل مش عارف. على الاقل يعني اللي بيخلط عن علم احسن من اللي بيخلط عن جهل. فانت تبقى نزلا ممكن يكون انت عارف المعلومة وعندك الخبرة بس اه التطبيق كان فيه مشكلة. طيب تبقى مشكلة فعالية التنفيذ مش في الفكرة نفسها. فانت هتبقى على الاقل عارف حتى القرصة كانت اثمانين لو حصل فشل فعلي. انت كده اه حيطل ان تحط يدك على السبب. حتى تبقى عندك قدرة حقيقية. في ان انت اه توجه المشكلة وتعالجها. لكن لو اساسا ما فيش معلومات عن اي حاجة ولا خبرة في اي حاجة. انت اصلا ما تبقى اش عارف. زي ما قلنا بقى اخر سبب مشوص القهري. ده قلنا ده حاجة مرضي. يعني ممكن يكون واحد عندهم زي ما قلنا كده اه. مسلا خلاص هو خد الخطوات وخد وخد الاسباب وعمل كل حاجة وفي اخر لحظة الوصص. الله انا هو بحاجة. في اخر لحظة. يوم متراجع على ان هو عايز عملها. دي بتبقى حالة يعني دي بقى بتبقى حاجات يعني ايه ممكن يكون اه مسألة فبية ده يعني بتبقى عايز علاج نفس شوية. لو استنفس كل الوسائل اللي ممكن تتبع. اه عشان يعالج بها تردد اللي اللي لسه حنقولها. وما تجدتش نتيجة في حاجة دي حيبقى محتاج. لازم يكون فيه مطابعة نفسية معي. زي ما قلنا ان التردد ليس نتيجة لانك تقدر بل لانك لا تريد. اه واحد بيقول انا ما بخافش بس عندي خجل. الخجل لازم يتعالج. بان انت اولا ما انت شخص من اي حد قناعاتك الشخصية لازم تتغير. سقطك في نفسك كازم تزيد. انك تعمل نفسك وسط المجتمع. ما تحاولش ان انت تهرب منه. حتى لو اتهجمت مرة. حتى لو الاخرين سخروا منك مرة. انت داخل التوبة دي وانت عارف ان انت حتتعرض لتجربة سخرية او لتجربة بغض من الاخرين. مقاومتك لها اول مرة او تاني مرة او تالت مرة حتخليك تكسر حيز الخجل ده. اه وبالتالي حتقدر تتغلب على مشكلة التردد. الحكاية هتاخد قد ايه? انت وشطرتك. انت وشطرتك انت وامانك بحقيقة التغيير ان انت عايز تعمله. اي مدرق تناه بالشرايا مش تعمل اي حاجة لو انت من جواك ما كنتش مؤمن بان انت فعلا نازل تتغير. فدي لازم تتأكد منها. هناك من يقول انه علامة على الكاذب هل هزا صحيح? الخجل علامة على الكدب? لا كد 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 انت بتقول الحقيقة وانت بتقول الحقيقة. يعني مسلا لو واحد سأل انت مش عايز ترد عليهم. او مسلا قلت يوم حاجة ج不是 حقيقة. النظر في وجوه الناس. النظر في وجوه الناس انت مش بتقدر تبص في عينيين الناس. او مش بتقدر تبص في وجوه الناس. حاول تعالجها بالتدريج. بص يعني مثلا اهلك بتبص في عينيهم ولا لا? بتبص انا عايزة لا انا عايزة احمد يجاوبني بيبص لأهله. بابا ومانت واخواته. بيبص لهم ولا لقى? ستين في المية. اصحابك المقربين. يعني اعتليك اصحاب مقربين ولا اصحاب من اصلا. ليه كتير? حلوة نقق واحد فيهم. نقق واحد بس اهو اتنين منهم. وكل ما تجي يتكلموا اركز كده. تدخل عليه وبصيره في ايه. اه طبعا الحقيقة يعني ان هما القريبين منك او. بص اللي هما بقى القريبين منك اوض. البص في عينيهم بقى مسلا كل ما تجي يتكلمهم بركز كده. انا دخلوا هبص في عيني. بدخلوا هبص في عيني. اقول نفسك كده وانت داخل تكلم. وبعد كده انقل على واحد من الناس اللي هما. اللي مش اصحابك اوي. انا هداخل وحبص في عيني وانا بكلم. هقول له مسلا صباحا فيه. اعمل معا حاجة انت مش بتعاود تعملها. جرق بشدة عدت سنين. خجلان وعدت سنين خايف وعدت سنين اه على جنب. من هي الحكاية محتاجة من الصبرة. احنا قلنا تغيير انه بيجيش يوم وليل يا جماعة. انتوا عايزين بكرة وصبعة تسعطي الدنيا زي الفولك مش هينفع. اهم حاجة في عملية التغيير. هي المصابة والاستنبارة. ما حدش يتصور. ايه ما انا عارف ان الخجل ما اقلت لكش خوف. انت بتغيير ما عشان تكسر الخجل ازي بقولك كده خش عليه. اه بص في عيني. اه صاحبك القضايب اوي ده. اه صاحبك اللي مش اوي. وهكذا. ابتدي اطور المسألة بالتجريب. وحدة في وحدة مرة في مرة مرة في مرة حتيجي في الأمر؟ بس خلي عندك ارادة. خلي عندك ارادة و Ahhh اكتب. يعني انا عايزاك تكتب. يعني مسلا انا انت النهاردة عملت حاجة ما كنتimanaけて عاود تعاملها. يعني كنت مسلا ايه؟ اه واحد صاحبك ما كنتش بتبص في عين اخر صwietة بتكلم. النهاردة بصيت اروح اكتب انا بصيت في عين محمد النهاردة. انا بصيت في عين محمود النهاردة. اكتب الانجازات دي قدامك وخلي عينك يشوفها. انت قادر ان ان تدوصي في عندني الناس ولا لا? انت قادر. ازبقت نفسك انك قادر ولا لا? طب حلو عملت كتاب فعلا. كتبت الانجازات دي. ازا انت قادر? لبقى انت بعد كده لما تيجي تقول لي انا بجروا الناس حاولك انت مش ما انتش عادر انت مش عايز. انت مش عايز. انا ما انت عملتم فعليا. انت مش عايز مش ما انتش قادر بقى. لانت قادرقون نص. انتangers عايز. ده اللي اللي يعمل الحاجة مرة اولا اللي بيقول لكم اكسروا الروتين. وحاولوا ان انتم تعملوا حاجة مختلفة على ان انتم بتعاوزين عليها. ليه? عشان تشوفوا زجلة شخصياتكم مالينة ولا لا او زجلة هي قادرة على احداث تغيير ولا لا. طالما على احداث تغيير. يبقى انتم تقدروا. يبقى المسألة هنا مسألة القناعات شخصية. انت محتاج هنا تغير وجهة النظر الشخصية التاعتك. محتاج استمرارية محتاجة انت تحط الانجازات قدام عيناك دايما. كل مرحلة توصل لها تحاول انك توصل الابعد منها وهتسل. ما وشتب الزجل شريف. اهو. ادي ادي سنو. ادي ادي سنو. اي لما بجي بص عشان عالج ده بيقلب معايا ببارباشر. هجاوب عليك في الاخر المحاضرة. اي حد عنه سؤال هجاوبه في الاخر. هو ده ادي سنو. ده هو تسع تلاف تسع محاولة. وفي الاخر نجح. بيقولي بقى ادي سنو ده. سكوط الانسان ليس فشلا. ولكن الفشل ان يبقى حيث وصفاكس. جملة دي هتوفى في الاخر قويس اوي. لان الراجل ده اي واحد ما كان وكان لازم ينتح. لكن ده واحد فضل يحاول ويقع ويقوم تاني ويحاول تاني ويقع. فبحد الشي يقولي انا كل ما حاول اتغير برجع تاني. منفعش. لو كان هو تدر حيث سقط ما كانش بقى النهاردة فيه الاختراعات ده هو عمالة والريحة كلنا ما نجدش نستغل عندها ده. دي تعقيدة شخصية وقناعة شخصية لازم تؤمنوا بيها وتتمسكوا بيها مهما كانت الضغوط عليكم. الفشل ما هواش بعضة. الفشل ما هواش حاجة تخافوا منها. الفشل زي ما قلنا القناعة المهم اللي لازم تتعلموها. الفشل هو وسيلة حفلطية لتعلم اشياء كثيرة جدا في الحياة. مش انت ممكن تكون طموحER بس ما نزلشه تعبر عنه. لازم اليكون مع الطموح ارادة لازم يكون مع الطموح استمدارية لازم يكون مع طموح عزيمة لازم يكون مع الطموح ايمان بقدراتك الشخصية لازم تكون مؤمن بذاتك مؤمن ان انت تقدر مؤمن ان انت زادت تاخد قرار مؤمن ان انت زادت تتغلب على اي نوع تتفشل تقدر ان انت تواجه الواقع تواجه الناس دي قناعات شخصية لازم تؤمن بيها ودفع عليها. فسقوط الانسان ليس فشلا. ولكن الفشل الحقيقي ان يبقى حيثوا صغر. نزيل جملة كتبوها وامنوا بيها ودفوا عنها. وحتوجهوا بيها مشاكل كتير جدا وحتقدروا بازن الله. اه تتغلبوا على مشاكل كتير مستوى اشتطرد. وعرفوا حاجة كمان. ان كل واحد فين هو اللي بيملك ادواته. لما انت تتغرمي نفسك وتترس في مجالات كتيرة وتخلي الدنيا تفرمك. وتتعلم وتقع وتحاول انت اللي بقى اي حدنك في حتى همتلك الاداوات في الاخر وحيبع عندك الخبرة. فما يفعش توقف. لازم تفضل تحاول. لا الواقعي انت اولا لازم تاخد بالاسبات. ما احنا قلنا. دلوقتي انت لو انت بتهمل حاجة بدي مثلا المجتمع متعود عليه. انت لازم هتشتغل على محورين. انت لازم هتعمل سلسفكش للمجتمع من ناحية ولازم هتدي تموحك من ناحية تادي. وده اللي هنتكلم فيه. لو واحد مثلا. عايز يواجه مشكلة التردد بس لسه السبب بتاع اللي هو عمله مشكلة التردد دي موجود. لازم هتشتغل على محورين. لازم هيقاوم التردد من ناحية. ولازم هيقاوم السبب من ناحية تانية. ما يفعش اشتغل على محور واحد. فانت حسب ايمانك باللي انت عايز تعمله. حسب امكانياتك اللي انت متوفرها عندك حاليا. حسب الخطة اللي انت حاطتها. هتقدر بقى تكيف كل ده مع الواقع اللي انت عايشه. ممكن زي ما هتكلم. هتلاقي ان انت ممكن تعمل يعني الاعلان ان شاء الله حنعرضه. الا بالتقاليد. ما هقولك دلوقتي نعمل ايه? انت بتحاول تعمل ست ما هو المجتمع ده عشان اولا ما انتبع الناس ما تهمن. يعني مسلا فكرة العنوسة وفكرة ان الست اللي بتتجوزش دي حاجة بقى يعني اه 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 نقمة في المجتمع. ما زال في الكسيرين في المجتمع بيعتقدوا في ذلك. لكن هل معنى ده ان مسلا ان واحدة تروح تتجوز اي واحدة عشان بيستناها تجوزت. في نا فيه ستات بعملوا كده. ويهمو روحوا في التهلوكة. بس في ستات. لا. فيه ستات بتتحدى المجتمع بتتحدى هذا العرف اللي جار الان على الاسف. وابتقدر ان هي فعلا تثبت وجودها. لان هي ادراكت هنا. ان هي ربنا سبحانه وتعالى مسلا طالما ما رضيهاش الجواز. يبا هي حكمة وجودها مش لنا تجوز. طالما هي ما لقيتش حد مناسب. طالما هي ما عملتش حاجة تغطي بربنا. يبا هي هنا حكمة من وجودها ما هي كان من حاجة تانية مختلفة. استغلت وجودها ده بشكل تاني اشبع المجتمع من ناحية تانية. يعني اول مجتمع من حقتها مسلاها ما تجوزتش. لكن هي مسلا اشتغلت في شكلها مسلا وعملت ملاجئ اي تاني. او مسلا عملت اي مشاريع خيائية. وفادت المجتمع من ناحية تاني. تاني المجتمع استفادة ولا ما استفادش. من الوقت ده بقى لما يجي واحد يقول يا عيني الساتة دي ما اتجوزتش ولا البنت دي ما اتجوزتش. يبا هو الغلطة عنده لان هي قدرت ان هي استغلت تقيتها من ناحية تانية مفيدة. ده هي عملت عملية معالجة مختلفة خلت المجتمع ينصدها نظرة صحيحة. هي اللي اكبرت المجتمع اللي احترمها في الاخر. فما تقول ليش المجتمع لا يرضى الا بالتقاليد. رامتي بتغلبيش ربنا بتعملي حاجة. بالزبط يعني كل يعني حلقة الابتلاقات هنتكلم بالتفصيل. اي واحد بتعرض الابتلاق من اي نوع عجزة دي نفسي معناوي اي حاجة. ربنا بيحط في الظروف اللي تؤهله ان هو يبقى مبدع. ربنا يرضي مؤحد ابدا. ربنا شفاء الله تعالى لا يكلفه نفسا الا وسعى. وحتى لما فيه من يعدم بتعرض الابتلاق لا يمكن يتعرض الابتلاق اكثر من تقطع ابدا. لازم يكون في النهاية قدر احتمالي. لازم. الله انا انت سابق تاني. دي كان راح تبقى من نصائح الا في الاخر اللي حولها لكم. جايبالكم كزا في فيديو واستعرض للقصص من الناجحين ومن الناس اللي اتعرضت بتلاقات كتيرة في حياتها ومع ذلك سبت. من دنوهم سيدنا محمد عليه السلام وعلى رسولهم طبعا. وطبعا فيه كتير بقى. ممكن تلاقوها في جوجل ممكن تلاقوها على اليوتيوب. هنتكلم فيها ان شاء الله هقول لكم على اللينك وده فلازم تعرف ان اي خبرة انت تتعرض لها او اي حتى تجربة بتتعرض فيها للفشل انت بتطلع منها بخبرات كتير جدا. بيخلي عندك ادوات. تقدر ان انت تستخدمها بعد كده فان انت تحقق المجحات. وزي ما قلنا من لم يفشل لن ينجح. فلو انت اميت بهزي القاعدة لا حتقول لي بقى فيه خاجة ولا حتقول لي فيه فشل ولا حتقول لي فيه كلام منه لان انت عارف ان انت حتستفيد بكل النواحي. اي حاجة حتتعرض لها محل استفادة من ودائما تقول لي على خير. احنا قلنا قبل كده القصة بتاعت الراجل اللي كان ماشي هو وابنه ومعاهم الداب بتاعتهم ومعاهم المتاع بتاعهم وبعدين الدابة دي اللي قصرت فالراجل قال لي على له خير وبعد كتل ولد رجل قصر فقال لي على له خير. او لعل الذي حدث كان اسوأ. وبعد كتل الراجل نفس رجل قصرت لعل ما كان سيحدث اسوأ. فالولد دايق. قال له او انت قل لي شوية تقول الكلام ده. بعد كده الراجل رجل خفت والولد رجل خفت والداب رجلها خفت كل حاجة بقت امام عمل ما وصل البلد لكاميرا حلقة في زلزال هد البلد على اللي فيه. فقال له عرفت انه كلها على له خير فعلا. طبعا ده دكتور باهيم اضار حمو صحة فعلا. فيعني لو لأ موجود عكس المعنى لما كان المعنى معنى. ايه? وبالأشياء تظهر بالتضب بتاعها يعني بس مش فكرة نص الجميع. ده خلينا نكمل. فانت خليك كده عندك طناعة شخصية ان انت لازي تملك ادواتك. انت لازي تملك كل حاجة في حياتك انت اللي بتحكي فيها. لتقول لي بابا ولا تقول لي ماما ولا تقول لي عميتي ولا تقول لي اخواتي ما لنشده الكلام ده. انت من يقوم بكل شيء ربنا خلقت عشان تبقى مسؤول عن نفسك. ما تقول ليش اه 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 هو المسؤول عن اللي حصل لي ما لنشده على الكلام ده. هتفق قضاء ربنا بتقول لك. هتتحسب بتقول لك. ما فيش حد حيات معك. فخلي بالك وخليك عارف كده ان انت مسؤول ان انت في الدنيا دي تعمل مهمة. لو مط منها انت المسؤول. بالزبط كفا كسلا. او كفاة ان انت تعلقوا. كسلنا على اه اه او مسلا العدم او ترخينا في اداء عملنا على الظروف المفيدة. الناس اللي اتعرضت للتجارب مسلا. وما يعني ايه ما حققتش ناجحات. وبعد كده تقول لنا حاصل فازل على الموضوع كله. وبعد كده صفت. وعادت نفس التجاربه تاني راح تعيدها بنفس الالية هي هي بنفس الخطوات. متوقعة نتيجة عكسية. بالزبط ازاي يعني. يعني. يعني انت عملت حاجة. والحاجة دي كانت نتيجتها الفشل. طي. شوف بقى الفشل خامنين. ما ترجعش تعيدها هي هي تاني بنفس الخطوات بنفس الطريقة. وعايز كان عندك سوق في التخطيط. سوق في الادارة. سوق في الاداء. سوق في اي حاجة. لا يا جعب هيشوف الدنيا هتمش معك ازاي. عشان ما تقول ليش انا خاف من الفشل. الفشل مين? ما انت من البداية بخطط غلط. ما انت من البداية مش حط مشمولات بالاولويات صحة. ما انت من البداية مش شايف الموضوع نظر سلسات الادعاء. طب متجيش دلوقتي تقول لي انا انا عايتها تاني. بقى بس الطريقة وحنجح طب ازاي ما انت ناس التغيب. فاينشتاين عنده حق. نفس نتاج مزبوط تعريف اينشتاين هو نفس الفعلى نفس الشيء مان تبقي نفس الاسلوب نفس الخطوات وانتظر نتيجة مختلفة. طبعا. طبعا يعني. اسلوب اه خلع ده موضوع تاني ده. ده الموضوع هنا محتاج ترتيب اولويات بالنسبة للجلي احنا نزل بنبقى عارفين نستخدم اسلوب اخر ما هما طب خلاص ما كتعملش. لو قدي مش عادة لغاية الاسلوب الموضوع يتادل. مغيرة بذلك في اسلوب تاني. لكن باتعمليهاغاش بنفسه عشان ما اجيلكش احباط عشان ما هتصوريش ان المشكلة في الا اه في الحاجة نفسها. لا المشكلة مش في الحاجة. المشكلة بسوط الخطوطاك انتي. انت انت اللي مش عادة الخطوطة بالاوي. او مش قادر يتقدر الموض صح. او انت اي شايفة ان ما فيش اسلوب تاني في حين م김نور كنفي اسلوب تاني. يأيه بعد دعم ينزل لنا بالاعلام. لو فيه كانان هو ينزل عشان انا عايز افرقو عليه. عشان اللي بيقول انا بحاولوا بفشن. طيب ياريت الدعم ينزل بالاعلام 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 التاني اللينك اللي تحت اللي هو بتغير الدعم ينزله. عايز اقولكم السكرة ايه يعني? اي واحد في الدنيا بيبقى عنده حلم. عايز احققه. بيتحول الحلم ده الخاطر. الخاطر ده. عايز تطلع عبردة زي دي? مدوسة لخلص. انا اقولك ازاي? انت بتبقى رؤية. انت بتبقى عايش تحقق الرؤية دي بالهدف ده. المفروض بيجادر رؤية. التخطيط. فبالكامل بتجي تنفس الفتة بتحاول. ممكن يحصل فاشل وانت. وانت بتحاول تنافس الفتة دي. بيبقى مسلا فيه زي ما قلنا خطأ في التقدير او ما انتش قادم مش ما عندكش خبرة كفاية او في معلومات نقصة وكده. فبتقيم بترجع تعيش تجربة تاني. وبترجع تعمل اعادة للتخطيط الاول وجديد. ما تقوليش ما فيش اشطيط تاني لا لازم تخطط الاول وجديد. وبعد كده بترجع تحاول مرة تانية. هتقع. مش مشكلة. ده رزز الموضوع من الهاتف الجوانب صح. يعني وبعد كده بتبطل تحاول مرة وطنة وثلاثة وتوصل مرة وطنة وثلاثة. مش عاجبك النتيجة تغيرها. وعيد. ايه دعم اه. مش لا لا مش نازل ولا ايه. هينزل او مش هينزل. مم. بعمل نظام. روح البنك. يا ضع. عايز تطلع عبراتة زي دي. موضوع صحنا خالص. انا اقولك ازاي. روح البنك. اسحب فلوس كتير. سافر ايطاليا. شتري احسن خمال. ارجع بصرح. عارف المواصفات العالمية للبلد. مياه في الزبال. هو الفيديو طوال انا مش انا مش شايف على الصورة معفرة. انا عايز نزل لكم الاعلان مش عارفة الدعم بس سوا. طيب ماشي. نكمل يعني نكمل مع برما تعرضوه طيب عشان الوقت. بغاية ما نزلوا الاعلان طيب. لو غاية ما نزلوا الاعلان انا هكمل المثليل. على كلمة يوتيوب في الاسفل فين? اه. فين في الاسفل فين? فوق السماعة. على يمين اه يمين. فوق ولا تحت با? فوق ولا تحت. تمام. اسفل فين من? عندي الساعة وعندي. تحت بتعرشة. انا عندي انا انا في الاسفلIST دي في الاا Aha. وجه اليوتيوب. اه. السماعة اللي في الفيديو فقوة مقنية يوتيوب تمام طب سانية واحنا بسان انا مش اه اجاب الاعلان من مكانه او اشتغل معاك وانا مش اكساها مش عارف اشتغلينه او انا معرف اشتغل انا اغطى اجاب الاعلان اج crime هو ان تمكت as او يعني انا تعديلاك حلبان ، اجاب للتزعين بل سوتك ، ا başka افكرهم بايتاليا سينملب لك بالعفل المعمر و if not فضلك مباجخ فيك باس كده سيرinyaكا رايل أفرصين ه Aloha كلها يعني اه تامم تامم كده كويس. ده الاولاني. اما الكل معايا كده شافوه. ولا ولا لسه في حد ما شافوش. طب تامم خلص يعني معظم الناس شافته هي فكرته قائمة على اعادة المحاولة. انه هو واحد. ده انت عايز تعمل سيراميك كويسة. الموضوع بسيط خالص. بتعمل كزا وبعد كده كزا وبعد كده. وبعد كده كزا. بعد كده كزا. يمشت بسلسلة خطوة وبعد كده اه جربتها. باسط ما مش ايه مشكلة اعيدني الاول. اعمل كزاً وبعد كده كزا وبعد كده بعد كده كان وهو بعد كده. باسط ما مش مشكلة اعيدني الاول. يعني فكرة ايه فكرة Tamo مو بيبطلش محاولة. هو عملية اللي احنا قلنا ان هو ا comply عملية ايه? اعادة التقييم واعادة المحاولة والتخطيط. بيخطط اول بيفشل. اه بيقيم. بيعيد التخطيط. بيعيد المحاولة. بيفشل. بيعيدها من الاول وهكذا. الغده في الاخر بيوصل للحاجة اللي هو عايزه. بالزبط يعني هو هيا ما بيكافش. ما بيقافش عند حاجة. ما بيقافش عند خطوة ويقول لك لا انا مش مكمل. ما ينفعش هو بيكمل الاخر مهما كانت الاسباب. الاعلانين فيهم كده. انا منزلها يعني الاعلانين بتعرايل. اه هم بالقائمين على نفس الفكرة. الحاجة بقى ان انت تقوم بش ظروف مش نفعة او ان الدنيا واقفة او ان اه ان مسلا اهلي مش عايزين او كده. كل الكلام ده ولا ده ايه معنى? ده ان انت في الاخر مطلوب منك ان انت توعيد المحاولة وتقليل التقييم في كل خطوة انت اصلا بتأملها حتى لو نكحت فيها. ما انت مسلا انت مش مطلوب منك ان انت لما تشت يقول ان انت فشلت ليه بس. انت مطلوب منك ان انت لما تنجح توقف عند اسباب النجاح وتقول ان ان تخطط في نكحت ليه? عشان على الاقل تزبط على مبدأك عشان ما تتكسلش عشان اه ما تجيش فيه زي ما قلنا ان في ناس بتبقى عارفة هي عايزة ايه? وعارفة توصل لها ازاي? وبتصف في نفسها وبتعتقص في خطراتها وبتقصرش براءة الاخرين. لكن بتوصل لمرحلة الانجاز وبتوقف بقى عند المشكلة دي. ما بتكملش. تقول لك ايه انا خلاص نجحت وبتبقى استثفاد. ما بتكملش بعدها. فنجاحة بقى على التدريج. عشان كده انت محتاج تقايم في الحالتين. انت محتاج تقايم في حالة النجاح الفشل وفي حالة النجاح او يوم. ففكرة ان انت انا بخاف من الفشل بخاف من الموجهة وبخاف من ان انا من رد فعلا الناس طبيعا ان انت لما حتخش تغير اي حاجة توصل او حتغير حاجة زي عادة التردد في شخصيتك. انت عارف ان انت لما حتيجي بقى مسلا تعمل الصوت الانالسس اللي قلنا عليها. والعصف الزهني. انتيجي بقى ترتب اولوياتك وحياتك وافكارك. وتلاقني في حاجات عايزة تتعدل حتلاقني في حاجات عايزة تترمى. وفي حاجات عايزة تتحطف الاولويات. وفي حاجات عايزة تعتر تبنى. طبيعي حتبقى في نسبة فشل. وطبيعي ان انت حتعيد التخطيط. وطبيعي حتعيد المحارة اللي غيرت بتوقف على ربنك. دي لازم قاعدة حنترفق عليها كلنا. ولازم كلنا بمكافقين. المسألة حتبقى تقدر ايه جاي. تقدر ايه. عشان كده انا ببتلكوا الاعلان ده وحجروا لكم في الاخر تاني. تعالوا لان ده. لان انا عايز ااكد على المعنى اللي انا عايز اوصله لكم. نيجي الاسباب المادية. واحد معهوش تلوس. بالزلط ده ابحث عن اصل المشكلة. واحد معهوش تلوس اصلا. فبقاش عارف يمشي ازاي لو اروح فين يجنيه فده ممكن يكون احد اسباب التردد. او واحد معهوش بس مش عارف يصرف ازاي. مش عارف يوديه فين. خايف يعمل مشروع ويفشل. فده محتاج ان هو يخاطف من البداية المشروعة صح. اه لو هو عنده كزا مشروع اهو مسلا بيعمل دراسة جدوة من مشروعين دولهم يشوف انا واحد فيه ممكن يكون احسن. وفي النهاية مفيش حاجة زي ما قلنا يتفاد بيها ان هو الفشل بنسبة مئة في المية. كل حاجة في البنيا ما يش نطلق لكل حاجة بكل اسبيل. اللي الله سبحانه وتعالى. بس هو بياخد بالاسباب هو من العليل. زي ما قلنا اه مشكلة تانية ممكن اتعرض لها مشكلة اولويات الصرف. لو هو مسلا عنده اسرة وعنده بيت وعنده اولاد او عنده اخوات بيربيهم او عنده اي اه التزامات مادية. ما فيش شك ان هو لما هي ياخد قرار شخص عشان يصرف فلوس في اتجاه معايا خاص به. هيبقى متردد. يقول لك اللي يحتاجوا لبيت يحرم عجانة. طبعا ما مسلا ده مش صحة بس يعني اللي عايز اقوله ان هنا بيبقى في اولويات في الصرف. يعني لو عنده اولويات مسلا مسؤوليات. اه اكيد لما بيجي اخو الخراف حاجة معجانة يقول لك لا انا مش اه مش حصرف ده لا اعمل هنا ولا معملش هنا بيبقى الان. وهنا دي تبقى محتاجة شوية عملية ترتيب ايه وتدريب يعني اه بالخبرة بقى بياخد هنا خصوصا لو هو لسه مسلا بتجوز جديد او متحمل مسؤولية جديدة بيبقى الان. اه بس مع الخبرة والوقت الحكاية دي بتروح يعني ايه بالممرسة. ازباب صحية بقى زي مقلت لو بيبقى فيه احيانا مرض نفسي او بيبقى فيه مرض بدني. ودائما بضرب مثال بنيكولوس فشيسك بقول ان هو شخص امن جدا من قدره. امن ان هو انت عندوش مشكلة. اه اتحرك في حياتي بشكل طبيعي جدا. اه بقى من اشهر عشر رجال في بلده. اه حقوقه اتجوجه ويكلفه عاش حياته زي كتيه زي طبع حسين زي اه ولو كان طبع حسين ده على فكرة مش كفيف ما كانش بعميد الادال العرب. احيانا الابتلاء في الجسد او الابتلاء في حتى في شكل عامي يعني ده اللي حنتكلم في المحافظة دهاني تلتاشر ان شاء الله. بيكون هو الدافع الحقيقي للانجاز. بيكون هو الدافع الحقيقي لاخراج الكنز الكامل بتاخد كل واحد كده. عشان كده بقول ان اي واحد بيتعرض لاي ابتلاء. مش من اي نوع. بيكون اه مرسالة من ربنا بيقول للشخص ده انت مش هتحرك ومش هتبدأ غير في وجود هزا الابتلاء. فما تخليش حاجة تمنعك. ما تخليش حاجة. مسلا لو واحد كفيف. احيانا لو واحد مسلا عنده اعاقة معينة. بيبقى متردد ان هو يبقى وسط الناس. بيبقى عنده خجل من نوع معين. بيبقى مش عايز ان هو اه يتعرض لمواقف محرجة. في حين ان هو لازم يكون عنده الجرأة ان هو يواجه المجتمع. هو مش ربنا كان محمد حسين يعقوب اللي بريك له. عشان محمد حسين يعقوب كان بيشترح ندرك السالكين. وقال الجملة دي. قال هو مش ربنا اللي حطك في الموقف ده. مش ربنا اللي حطك في الابتلاء ده. طبعا الواحد بيهدع ان ربنا يرفع عنه الابتلاء وكل يعني. بس ربنا في الاخر هو اللي اختاره لك. اللي هو تخليق. عسل ان تقرأ مش عاش الله فيه خيرا كسيرا. وهنا احنا محتاجين نزع الايمان واليقين بان ربنا لا هيختار الا خير. دي قناعة شخصية لازم نزحك كلنا من ضمن القناعات اللي انتو تكتبوها وراي من اول المحاضر. فربنا سبحانه وتعالى ما بيحط بني ادم في اي ظرف هو ظروف اجتمعية وحشة. ظروف نبية وحشة. ظروف صحية وحشة. اي حاجة اعرف كده ان ربنا بيحطك في الحاجة اللي تخليك تبتاح. خلي القناعة دي قناعة شخصية بوات. اتحرك من خلاله. قل لي اهلك بيعاملك وحش ممتك بتعملك بعنف. في اي سبب. هو ده الحاجة اللي حتخليكي تطلعي من الام ام اللي انت حبسها نفسكي. لو انت متصورة انه لما ممتك تزعقلك دي حاجة بتخليكي. بتحبس طاقتك وتخليكي متشتغليش كويس لا اعكسي. اعكسي القناعة. لا التعنيف بتاعها ده هو اللي حيخليني ابدأ ولا حيخليني اشتغل كويس. صحيح هي بتتصرف غلط احنا بنقولش ان تصرف ولا تصرف مزبوط. لكن انت بتتعامي مع واقع عشان تقدري تتكيفي معي وتنتجي وتدعي متوحياتك وتقفش عندك. خوفك من تعنيف الاخرين نفس الكلام. خوفك من الخجل او ان انت بتاجه من الاخرين ما عندكش ساقط نفسك. كل الحاجات دي ممكن تعنيجها لما تؤمن بقناعة شخصية. ان ربنا سبحانه وتعالى. ايه بس خلي بالك الرضا هنا مش رضا بالكلام. الرضا يجب ان يكون الرضا بالقلب ورضا بالفعل. يعني في ناس كتين لما اتعرض لابتلاقات زي مسلا فقد الولد او فقد احد الاعضاء او فقد اه نعمة من النهم. يقول الحمد الله بقم. لا احنا عايزين الحمد يكون عملا وبالقلب. يعني يعني التصديق والرضا يكون بالقلب ويشدقه العمل. فهنا كل الظروف اللي انت ربنا بيحطك فيها. الصدمة نفسية نتيجة للحروق او التعرض لكارسة. طبعا من الحاجات اللي ممكن اه يعني توقف في وش الناس اللي ممكن يتعرض مسلا بصدمة معينة او الابتلاق الجسد معين. ايو سوف وشه بتبقى مشكلة. برضو حياته مش هتوقف عندها لان الحياة البني ادم ما بتوقفش عند حد اخر اللي عاش بوش محترق او فيه تشوه من نوع معين. لازم هو من جواه يدرك ان ربنا ما بيظلموش. لأ ناقي. ربنا حطه في الظروف اللي تخليه مبدعة. لازم هو يصدق هذه الحقيقة. اولا ان هو هيتعوض يوم الايامة دي حاجة. ازيزاء على صبره. دي حاجة مهمة جدا. وسببه عند ربنا ما ديوش حل يعني. اه اكيد سبب كبير جدا دي حاجة. الحاجة التانية. المهمة ده الكتالوج بتاعه. وده يعني ده محور. الحلقة بتاعت المرة الجاية او محاطة المرة الجاية بتاعتين تلاتاشر ان شاء الله. اه ابتلاقات كتالوج. اي ما يقدم ربنا حيحط تصوص موعدة الكتالوج بتاعه. ده الكتالوج بتاعه. مش هيبدع غير وهو ده الكتالوج واحد نزله مثلا حصلت له حادثة او واحدة حصل لها حادثة مش هتقدر انها تنجب. الكتالوج بتاعها كده. مش هتقدر تنجز المهمة بتاعتها لربنا خلاءها عشانها. وين جايبها? ولاد. مش هتقدر. المسلا ان وجهه مخترق ده ممكن ده يؤدي ان هو مسلا فرصة جوازه ما ما تبقاش كبيرة وش المسلا المحترق. ممكن هو يترفع عن فكرة الجواز خالص لان هو ربنا سبحانه وتعالى عارف ان مهمته مش هتنجز لو هو ادوس. طب يخلي عنده هزا السلب عشان خاطر يمنع جوازه. دي مسألة قناعة الشخصية محتاجين ان احنا نقوم بها كلنا. لا مش صعب اخرج من الازمة النفسية لان الازمة النفسية عشان تقوم منها وانت محتاج ايمان. محتاج ايمان بالقدر. محتاج ايمان بالله سبحانه وتعالى ان يكون لديك يقين حقيقي في اه حكمة ربنا. وعدل ربنا. وان ربنا سبحانه وتعالى لله يصدم احد. فده اكتر حاجة ممكن تخرجت من اي ازمة نفسية. او تخرج اي حد من اي ازمة نفسية بيمر بهم. مفيش مشكلة ما لهاش حل. وربنا ما بيصدمش حد. يعني حتى الواحد لما بيبصوا نظرا عن الابتلاءات اللي بيتعرض لها المسلم في كل انحاء العالم. طبعا ده يعني ظهرت فسالة البرية البحرة بيما كسمت الناس اللي يكون بعض اللي يعمل العلم يرجعون. احنا مفرطنا في منهج ربنا. ربنا طبعا ما ينفعش ربنا ننصل للاسلام والمسلمين. واحنا بالمنظر ده. الله ما حنرجع لمنهجه. لو ربنا نصرنا. واحنا وعاد عنه. تمام? فعشان كده ربنا بالوقت ننصل حضرة الغرب علينا. لانه دي حضرة اسباب. وقت ان تقفنا هزي الاسباب هتوقع الحضرة دي لان تقوم لها خائرهم. يعني احنا دلوقت. الفرق بيننا بين حضرتنا وبين حضرة الغرب ان هم معضمش روحانيات خاصة. احنا عندنا روحانيات عليها جدا طبعا. لو هم فقدوا الاسباب بتاعتهم حنتساوا وحننغلبهم ساعتها. لان احنا عندنا روحانيات اعلى منهم. لكن هم من هم معضمش روحانيات واحنا ماخدناش بالاسباب فهم غلبون. فبالتالي احنا عشان خاطر نغلبهم. لازم نرجع لناخدهم بالاسباب زي ما كنوا. لازم نقيم الدين. كذلك يعني لما تيجي بقى طبع القاعدة العامة دي على القواد الصغيرة او على البني الدين بشكل فردي. هي نفس الحكاية. ممكن يكون بني ادم مفرص حق ربنا من البنية. فربنا ابتلا ابتلاح عشان يرجعه. يعني في مقولة بتقول ان الله لم يبتليك. ليعذبك بل ابتلاحك لو يهذبك. بالزبط ده حقيقي. فربنا شحانه تعالى احيانا بيبتلي الانسان عشان يرده الى دينه. ويرده الى اه معيته. يرده الى العلاقة معه. اه فهي هنا دي فروق فردية. اه وفي النهاية برضو سينا بقولك ربنا ما بيزنمش حد. ربنا شحانه تعالى بيدي كل بني ادم الحاجة اللي تخليه يبدع في ناحية. اه لو هذا الابتلاق ما كانش مكتوب ان هو يترفع في الدنيا فهو اكيد هياخد بصبره. اه سواكي دي جدا في الاخيرة. وحياته مش حطاف عنده برض. لو هو عنده ارادة حقيقية. هيقدر يكمل مع مكاتب ما صعب. فالابتلاق او المرض النفسي او البدني. اه ما هواش عائق ابدا للنجاح. ما هواش عائق ابدا ان انت تقدر تتغلب على مشكلة التردد. بالعكس انت لازم تقاوم. اه من خلال الابتلاق اللي عندك. ويبقى الابتلاق اللي ده او الظرف ده حافز ليك عشان تواجه المجتمع بشجاعة. ايمانا بالله سبحانه وتعالى وامانا في قدراتك الشخصية واامانا ان الله لا هيظلم احد. وده من قواعد اللي لازم نحطها في اعتبارنا زي ما قلنا. الامان في ان الله لا هيظلم احد ان انت قادر على تخطي اي صعوبات. زي ما قلنا. علاج التردد الاساسي والرئيسي في كل الاسباب اللي فاتت سواء كات اجتماعية نفسية مادية صحية اي حاجة هي تغيير بعض القناعات والافكار السلبية اللي مسيطرة على ده فخنا. محتاجين ان احنا نغير ناس. اولها الفشل ليس بابعا زي ما قلنا. الفشل مش بوابع. الفشل مش بوابع. حطوها كده الفشل ليس. اه مجرد ان انت فشلت فيه تحقيق خدف منشود ولكنه سميل ليه تعلم اشياء جديدة وكسيرة جدا. كل محاولة بتديني معلومات زي اديسون. لازم دي بعض القناعات اللي لازم تحطها في دماغك انت خايف من الفشل خايف من وجهة النقماش مهم. الناس هتنتخدك اي يعني? الناس هتصخر منك ايه المشكلة? المجتمع هيرفض? الناس ما بيعجبهاش العجب. لازم تغير هزي القناعات. تمام? فكل معلومة انت بتحصل عليها من الفشل دي مكسب ليك. عمرها ابدا ما هتخسر معاك. اي حاجة بتعرضها يا مكسب ليك في نهاية. دي قناعة شخصية لازم تكسبها. زي ما قلنا العمل على اكثر من وحور لو انت السبب اللي كان انت دلوقتي زي ما قلنا. انت بترجع كل حاجة الاسطورة. بتحاول تعرف سبب التردد ايه اصلا? اجتماعي? نفسي? اه صحي? جسدي? ما دي? اي اي كان السبب ايه? بتحول ان انت توعف عنده? سواء كان هذا السبب مازال موجودة. ولا. انت لازم بتشتغل على محور ان انت بتقاوم التردد. لو سبب لسه موجود يبقى انت haw تشغعل محورين. هتقاوم التردد من ناحية. هتشغل على مقاومة السبب من ناحية. لو السبب دا من الماضي. بين حاجة انت صغير وانت طفل لسه. اه وخلاص دلوقتي ابقتش موجودة. يبقى انت هتشغل على محور واحد ان انت اه بتقاوم التردد فقط وافربي السبب اللي موجود عندك وهي دي اللي انت بتقاومها بس اللي سبب موجود. زي ما قلنا بتستكفيه اه مهارات جديدة وبتحاول انك تتلمي نفسك في مجتمعات جديدة. من ناحية هتقوم الخجل. من ناحية هت هتنمي ثقتك في نفسك. هتتعلم مهارات جديدة. هتردتشف حاجات في نفسك. ما كنتش عارفها. اه هتتقاوم التردد بشكل متجرد. المحضرات السابقة مشجرة على اليوتيوب. مزبوط. اه اه. حاجة بقى مهمة جدا. ان انت تقنع نفسك زي ما قلنا تكتب كده دايما. انا قادر على اتخاذ قرار صائد. انا اقراض على اتخاذ قرار صائد. قناعة شخة لازم تؤمن بها والدفع عنها. انا قادر على اتخاذ قرار صائد. حاول. خطط. اعرف. جرب. افشل. واعيد المحاولة. زي الاعلام بتاع سلميه قرار بالزبط. نفس الخطوات بتاعتك. اه مش عاجبك النتيجة اغير. عيد من الاول. وهكزا. بغاية ما توصل لنتيجة اللي انت عايزها. ان فشلك في خطوة او فشلك في طريقة مش نهاية العالم. ومش هتأجل قرارك عشان خطر الظروف. ابتدي ولو بخطوة بسيطة ان احب الاعمال ان الله ادوامها ولو قل. يعني انت زي ما كان مهم الفئة اغير حابب بيقول حط في الفعل. ابتدي خط خطوة. حتى لو خطوة بسيطة. بس ابتدي واحدة واحدة كده. اه كل يوم اعمل حاجة صغيرة بحاجة صغيرة بغاية ما في الاخر تلاقي عندك بعد اسبوع بعد شهر بعد سنة. عندك انجاز ولا وبسيط. الانجاز ده هيحفزك. يخليك تكمل. هتقوم بيه التحديات. هتقوم بيه فشل. هتقوم بيه فكرة التردد. وهكزا. كلها سلسلة واحدة مرتبطة ببعضها يا جماعة. يعني بان التردد قيد انت قادر على كسره. التردد ممكن يكون كدفة حياتك انت شايف ان هو بيعيجك ان انت تاخد خرارات مصرية. بس انت قادر على كسره. حقيقة لازم تقتنع بيها وتقوم بيها ودفع عنها. زي ما قلنا تكتب تلت الحاجة اللي انت متردد فيه. اكتب تلت فوائد ده لو عملتها والتلت حاجات هتخسارها لما تعملتش. لو عايز اكتر اشتغل. يعني عايز تكتب خمسة ستة سبعة براحتك. كل ما تكتب اكتر كل ما حيطلع اكتر وحيبان قدام عينيك جالي وواضح. زي ما قلنا. لازم يكون عندك رسالة في الحياة. لازم يكون عندك اولويات وتحديد اهداف. تلت بوقتك بشكل صح. ضلت مرة عيد تاني وفيش مشكلة. كارة جملة انا حنجح كتير. الكلام ده اعتبر ما راجع لان احنا قلنا في اول المحاضرة. كارة كلمة انا حنجح. انا قادر على اتخاذ قرار. انا قادر على ان انا اشتغل. انا قادر ان انا اواجه الواقع. انا قادر ان انا اخد خرار. وهكزا. خلي على كارة الجملة دي كتير. لغاية ما تبقى اعتقاد شخصي وقناعة شخصية. تقوم بها كل ما المشاكل اللي حنتعرض لها. زي ما قلنا ابتديت حاجة كملها الاخيرها. ما تجيش بعد ما تكون انجزت فيها وقربت تتخلصها تسيبها وتعمل حاجة تانية تتاح فيها نفسك فانجزتش. لو انت لقيت حاجة احسن كمل اللي انت عملت عشان تكون لنصفت في حاجة معينة. وبعد كده ابتدي حاجة لنا الحبيل. تخيل الصورة اللي انت عايز تبقى عليها دايما. عشان تبقى عليها دايما الصورة الذاتية. كان فيه قصة دايما يقول لك ايه? كان فيه مرة ضد عطين. اه كان فيه ضد عطين بيحاولوا يطلعوا. اه على يتسلقوا على جبه. هي كانت مشابعة يعني بين دفاضع كتيرة. طبعا هي القصة لمزية يعني. وبعدين اه كون ما يجي ضد اه ناس من تحت عملت قلوهم ايه مش هتنجحوا مش هتنجحوا مش هتنجحوا. وفيه ضد عمالي عافر ويقع ويحاول تاني ويقع وعمال يحاول يقع. مغيبة في الاخر فعلا نوصل وقرب للنهاية وكان هيقع وفعلا خلاص كان على وشك وبعدين راح ايه ملتشبس كده بصخرة وراح مكمل وطلع فعلا. الناس كده استغربت قيلة ده نجح ازاي? رغم ان كل الناس كانت عمالة يقول ولا دفضع حينجح. كلهم عمالين يقولوا اه ما فيش حد حيوصل للكمة ابدا. اثار الدفضع ده كان اطرش. اللي انتظر ده ما كانت سامع الجمل السلبية اللي هما كانوا بيقولوها. وردته الداخلية في ان هو ينجح ويتغلب على الاعقل اللي عنده. خليجي في الاخر وصل النجاح. دي يعني هما بيقول قصة رمزية لان هو ما اسمعش اصلا. كل النقد اللي كان بيتوجه للناس اللي كان بتحول انها تطلع على القمة. اه فحطة ان انت تبقى يعني ايه? هو متخيل ان هو على القمة. فهو مش شايف جميع حاجة ايه اللي هو متخيلها. مش هكاية التكاهل. هو مؤمن بذاته. هو مؤمن ان هو يقدر يطلع. فلما حد وجه له جملة سلبية ما اسمحهاش اصلا. يعني حتى لو هو ما كانش اطرش عضويا. بس هو حتى لو كان بيسمع طالما هو طلعي بهو كان مش عايز يسمع بقراطه الجمل المحبطة. زي ما قلنا قرار التغيير. يعني التغيير قرار. والقرار اختيار. والاختيار مسئولية بيقع بقها عليك. فطالما انت خدت مسئولية اختيار القرار اذا عليك تحمل هذه المسئولية. وفي النهاية لازم يقول ان انت لازم تستعين بالله طبعا. استعانى بالله. بان انت تدخل بالاسباب تتوكل عليه. اه تستعين بيت صالة الاستخارة زي ما قلنا. ايوة الكلمة الكلمة السلبية. بتعمل حكلين. اما اتحبطك اما اتحفزك. يعني حالة ممكن تقول له واحد انت مش نافع. فده يخرق عنده حافظ ان يتحدىك وتحدى نفسه عشان يعمل الحاجة اللي انت قلت لانت بشتفى فيها. بس دي مش الطريقة المسالية للتحفيز. اه الست اللي بزعل بنتها عشان خطر اه تحفزها برضو دي مش طريقة مسالية للتحفيز دي. انها ممكن تجي النتيجة عكسية. بس لو في حد بيتعامل معه بطريقة دي. هو بقى يعالج الموكل في شكل مختلف. ده يعنيفك. انت تاخد ده عشان يبقى تحديك ان انت تبرس قدراتك الحقيقية للمفروض انها هتكون. اه. ايش نافع? يموت نفسه? اه لا طبعا يعني ممكن ما انا بقولك يا ممكن تجي النتيجة عكسية. ممكن تحفزه ممكن تموته. اه فلو امس اللي بتتعرض. للقلصة دي تحاول ان انت تستخدمها لصالحك. اي حاجة تتعرض لها تجربة فشل جملة سيئة. اي حاجة اه نخدم من الاخرين سخرية حتى. بتستخدمها عشان خطر تطلع كاز الحقيقي اللي جواك. لاستعانى بالله ان انت بتاخد بالاسباب زي ما قلنا. تتحاول ان انت تبقى علاقتك بربنا كويس. مش علاقتك بربنا في المصائد. مش ان انت تصالي لما بيت اه يحصل في حاجة لما ابنك يعيه لما لما فلوسك تخلص. الاخر بربنا اسكر ربنا في الرخاء اسكرك بالشدة. لأ انتو لسه ما افتضيتوش الاسئلة ما بعد ما خلص المساعدة حنوض معكم في الاسئلة ان شاء الله يعني اللي عنده اي مشكلة من اي نوع معاي بقى للصبح بازل ده. غد ساعة ناصر. انتم بتعودين. دعم متعود. فالاستعانة بالله من الحاجات اللي ما ينفعش ابدا ان احنا ننتغافلها ابدا. ما ينفعش ان احنا نتعامل ماديات فقط. او حنسهر النهاردة اللي عنده مشكلة معاي عدس ما خلص المادية. فاللي عايز اقوله هو ان انت ما ينفعش تعتمل على الاسباب فقط وتعتمل على المعنويات فقط وتنسى ربنا شفحها وتعالى. لازم يبقى ربنا في النهار دايما ناس من الليل. طيرة القرآن. اه تتقرب من ربنا ايا كانت ديامتك دي ما بتجزقش يا الله واحد للواطن الجميع. تحول ان انت تبع لك ربنا كويسة جدا. عشان على الاقل يبقى عندك اه حاجة قوية تقدر ان انت تقوم بها اي مشكلة هتعرض لك لما تقع في مرة وتفشل واخوات تعصر صدقاته من الخطوات تقول يا رب اتعيني عجب جد. اه فدي اخر حاجة حنقولها في الخطوات اللي هي ايه تغيير القناعات. لكن ده في بعض النصائح عامة حنتكلم فيها. زي ما قلنا مسلسة تقراص القرار باعتمد على تلت حاجات. العقل والقلب والرغبة او او الشهوة او اللي هي ايه المشاعر مسلا والفكر وكده. ما ينفعش تفتدي من تحت الفوق. ما ينفعش الرغبة هي لا تحرك. العقل والقلب لازم ينشي مع بعض. والرغبة تيجي معهم. او تيجي بعضهم. لان الرغبة هي اللي حفاكتك في حاجات كثير هتطلقها. خلي بالك قوي. ما تخليش الرغبة هنا لان احيانا احيانا بنينا لما بياخد قرار معين. الرغبة بتحركه. ما بيجي ياخد قرار. القرار ده خده في وقت غلط. بطريقة غلط الدنيا بسط. يجي يقول بقى انا فشلت. ما فشلتش. لان انت اساسا قال ليه التفكيرك ما كنته صح. انت خليت الرغبة هي لا تحركت. ما ينفعش. لازم العقل والقلب ينشي مع بعض. والرغبة تيجي في رافع. او حتى لو الرغبة هي هتبقى المحرك الاساسي بس ما ينفعش تبقى ايه اه بعيدة عن العقل وبعيدة عن القلب. او ما ينفعش تبقى عقل بس او قلب بس. الرغبة لازم تكون اللي اتنين مسكنها. العقل والقلب. زي نكون كده دفت ميزان الرغبة في النص والعقل من نحية القلب من نحية. والاتنين زي بعض. بكافتين متساوين. لو واحدة في يوم حصل زي قصور ممكن قوي. رغبة يحصل فيه فشل. ممكن يكون اندفاع ممكن يكون سوق تأديل ممكن يكون مثلا اه يعني يعني تخطيط من البداية صحة وعدم ترتيب الاولويات او عدم تفكير في الوقت. حاجة بقى مهمة جدا لازم نتكلم فيها ممكن تكون الاسباب بالتراضل برضو ان انت لما تكون مسلا انا عايز حاجة وعملت كل اللي عليك والحاجة دي ما جاتش. طب ما نتشغل بقى. خلاص انا كده مش طالما انا كده كده اخدت بالاسباب وعملت كل اللي عليا والحاجة اللي انا عايزة دي ما جاتش طب ما نتشغلت اي. وبعد كده لو جالك بقى مسلا فرصة ان انت تاخد الطرار في حاجة مشابهة. ما نشعامل ما انا عملت المرة اللي فاتت وما اخدتش حاجة. مش فيه ناس كتير بيتعرض للمشكلة دي. لازم كده نعرف ان ربنا ما بيديكش الحاجة دي لما تكون قدها. بمعنى ايه? بمعنى ان انت ممكن تكون مسلا في سكة رزق معينة. عشان تاخد فلوس معينة. حلو الكلام وعملت كل اللي عليك. حلو الكلام. وفي الاخر الفلوس ما كانت لكش من الحتة اللي انت ساعت لها. الفلوس جاتلك من لاحية تانية خالص. لان ربنا عارف ايه الخليك وبعمل. وعارف امتى حاجب لك الحاجة دي. بس انا وريت ربنا ايه? وريت ربنا ان انت اشتغلت. وريت ربنا ان انت عملت اللي عليك. تقدير بقى ربنا. للي انت عملته دي مش شغلتك. دي مش بتاعك. انا بقول لي اللهم اه ارزقني فيك حسن الظن. ودب لي فانا لو احسم التبهير. لا احسم التبهير. يعني انا بشتغل بعمل علي. الظروف المتاحة ليا. او الحاجات المعطيات اللي انت مديها لي. انا بشتغل من خلالها. بس بقى اللي انا منتظر ده. انت هتديهوني ازاي? انت فين? انا معرفش. انا مش عارب. بس انا مش هبطل ساعي عشان انا محدد يا رب ان انا لما هشتغل بالطريقة الفرانية. انت بقى لازل تديني الحاجة اللي انا عايزها زي ما نبت مناها. لا اطبع. نحن لا نشترط على الله. ولا ولا نفت عليه شيء. ان الله هيعلم. ما كان وما يكون وما سيكون. وما لم يكن لو كان كيف كان ساكن. انه علم مبقى. لازل لا احد فينا له فيه اختيار. طيب ما نمنيش على الله وما نشتريش على الله وما نقولش يا رب ما ينفعش كده ده انا عمزة. ما ينفعش. ما تشتريش على الله حاجة. نهائي. اللي ربنا بيعمله لك هو الخير. واللي ربنا بيديهه لك هو الخير. وهو عارف. انت يديك ايه? ازاي? وفين? وليه? دي من انظرنا القناعات اللي لازم تكتبوها وراها النهاردة. عشان لما حد يسعب سكة والحاجة اللي هو متظرها ما بيدوش ما يتعالش. ما يقولش ليه ربنا ما عملش اللي انا عايزه. لا او ربنا شايلها لك. ممكن يكون شايلها لك لوقت تاني. ممكن يكون شايلها لك في ظرفك تاني. لما تكون انت مشتعد اكثر. او لما يكون انت مؤهر اكثر. كما لو انت خدتها دلوقت تضيحها. وهكذا فربنا. انت كده لازل يكون عند القناعة. ربنا ما نبديكش الحاجة. غير لما بتكون ادها. وفي نفس الوقت انت لازم يكون عندك روح التحدي. روح المجسر. اه زي ما قلنا لو انت عندك خيارات طيرة جدا. احتمال الفشر فيه وقائم. ففي احتمال انت لازم تحطه في اعتبارك ان عدم المحاولة في حد ذاته وفشل. وانا باكد على هذا المعنى. قلت في اول محظم قولني الوقت تهني. لو انت ما حاولتش خالص. ده في حد ذاته فشل. ففشل بفشل. جرب وعمل عليك وقبل الاسباب ويمكن تسيد معاك. لكن ما تقولش الحاجة على جنب ومش هحاول عشان نخاف من الفشل. ننفعش. دهائي. لازم تحاول وتجرب. وحتى لو فشلت زي ما قلنا الفشل ليس مجرد عدم الوصول الى الهدف المنشود ولكنه وسيلة لتعلم اشياء جديدة وكسيرة. وان شكرتم لازدنكم لما تشكر ربنا عن الدهولك وتحمل ربنا على انت فيه عشان تجد لما قلنا واحد بتعرض لابتلاق ما ينفعش ان هو يقول يا ليه رب اتلتني. مش او لو هو هيحمد مش هيحمد من باب الكلام هو لازم يحمد بقلبه. هو بيشكر عشان ربنا يديه ليه ده وعشان ربنا يديه له آلية يتصرف من خلال المعطيات اللي بقت موجود عنده حالية. لو واحد ده ما جاوزتش. لو واحد ما خلفش. لو واحد حصل له ابتلاق في صحته. لو واحد فقط فلوسه. اي ابتلاق ممكن تتعرض له. النعمة زي ما ممكن انت تاخد الفلوس تروح تشير بيها خمرة او تروح تانا بيها حاجات حرام احضحت وانا الابتلاع اللي انت ممكن تكون هو الدفع الحقيقي النجاحك. فخلي بقى لك اوي اي حاجة ربنا بيديهالك اي حاجة ربنا بياخدها منك. ممكن تكون هي السبيل الحقيقي لنجاحك وانت مش حاجة. دور جوه نفسك. ودور في ظروفك هتلاقي فعلا اللي تخليك نجح في الحياة. وتتغلب عليها مشكلة مش بس التراضي. الناس بقى حياتها بتقف يعني مثلا ايه? دي مش شرط انها تكون موجودة عند كل الناس بستقاحة. مثلا ممكن واحد يغلط في حقك. فلما انت تجي بعد جدا تاخد خطوة معينة مش حتتم زي من خلال الراجل اللي هو غالب في حقك ده. ما تقوم بطردد. مش عارف تاخد القرار ولا ما تاخدوش. مش عارف تتعامل معاه تاني ولا لا. لو انت الحاجة اللي انت هتعملها دي. مهمة في حياتك وحسب اولوياتك وقيمك وحسب اللي انت بخططه لنفسك في مستقبل. اه وجود الشخص ده عدم وسامحيتك ليه هيعطالك سامح وتقع الله. وانت لازم تتعامل لازم حنت تتعامل معي. المصلحة دي مش هتتقضى غير ما تتعامل مع الشخص دي غير بحق. فما تترددش بقى ساعتها لان في الحالة دي لو انت ما عملتهاش الحاجة اللي انت بتعملها دي دي حاجة مصيرية مثلا مش حاجة لازم تسامحه عشان تكمل. او حتى هتتعامل معاه هو يمكن يكون عادة انت مش تسامحه على حاجة بس مش هتعمل وحش او مش مش هتعامل معاه بطريقة اه تخلي مهمة ما تتعملش لانين عندك اولويات. لازم تعرف انت مين? لازم تعرف ايه قدراتك وامكانياتك. زي ما قلنا ترمي نفسك في مجالات كثيرة لو انت ما هو في حاجة تناميها. لو انت عندك اه مشاغل معاينة لازم تبني نفسك مساحة تهتمي بها بنفسك عشان نفسك ليحقق عليك. النجاح قرار. ما ينفعش التردد يوقفه. لو انت قررت ان انت تنجح لازم حيبقى عندك كفتين عكس بعض. النجاح عكسها التردد. لو انت قررت ان انت توقف تردد هتنجح. لو انت قررت ان انت ما توقفش التردد. اكيد النجاح هتبقى فيه عقابات كتير. فقدر قرارك. ده مسئوليتك. وانت مسئول عن قرارك. يوم ما تاخد القرار نفزه وتوكل على الله. لو جلت وقع وتتشل. طبعا ما فيش واحد يشل بالمزاجه. بس احنا قلنا ان ممكن يكون فيه اخطاء في التخطيط او في او فعلية التنفيذ. لما حتيجي توقع ما توقعش على دهرك. ما توقعش على بطنك. قوقع على دهرك عشان تبصي فوق. يعني حاول انت توقع وائف زي ما بيقول. وزي ما قلنا لما تكرر الجملة هتصبح تقارد. عشان كده بقول لك كرر جملة انا ناجح. انا قضع على اتخاذ قرار. انا مش متردد. انا قادر ان انا وجه الصغوف. كل الكلام ده لما حتطمع نفسك دي كتير وحتقول كتير هيسبع اعتقاض زي ما انت عمالت دول انا متردد انا متردد انا متردد هتبدو المتردد. واليوم هتبقى عادة صحيح. كرارها كتير. كرارها كتير لنفسك اقراها. حطها قدامك احطها. عالدولايب وعالك وعالك ومدينو وعلى فضلون العربية كل حتة. سجلها واسمحها وانت قاعد في المواصلات الاربعة واشنية ساعة. خليها قدام لك في الوقت. واذا عزان انت فتوكر على الله. خب الاسباب اعملن عليك. اتكر على الله. حط في الفعل زي ما كان فهمي فيه بيقول. ما ما تخليش نعقبات قبلك تعطلك. ما تخليش سقطات الفشل. اه تعطاك. خليك قد مسئولية القرار اللي انت اخدته. اه وبكده نكون خلصنا معظم النصايح. الالتزام زي ما قولنا. الالتزام مهم جدا انت خدت قرار مسؤول عن تنفيزه. اه وبضرب كده مثال بيت العنكبوت. انت لو فيه عنكبوت قدامك. وبنى بيته وانت جيت هدتهوله. هيجع ابني تاني. وهدتهوله. هيجع ابني تاني. هدهوله. الله ما حيشكت. هيجع ابني تاني. مش هيشكت. لغاية ما ابنيه. هو ملتزم قدام نفسه نوع ابن البيت. مهما عملت له مشاكل حيبنيه. ومعما وقفت في سكته حيبنيه. بالاخر لو مش عايش ابني احسنوته. ولا يبدي قولنا ان امال انت مين انت افضل مخلوق خلا وربنا. ده نور عليك. خليك عارف كده. انها مسألة النملة ايضا مكتهبة. كان في قصة النملة. اه كان قالها برضو الرهمي فقال ارحمه ان هو مرة كان فيه نملة ماشية قدامه. فكانت شايلة حاجة اكبر من حجمها اساسا. يعني فكانت دخل الجحر بتاعة فهو وقف قدام الجحر. المهم راحت اه وقف يعني في سكتها هوية رايحة الجحر. راحت هي اه ماشي من قدام الحاجز اللي هو عاملوا. لا اسكة داني. راح جايز يسدد الناس. راح تحاول اتفاكة انها تنمشي من طريق تاني. راح سددهم. لدرجة ان اولاده كانوا بتفرجوا عليه. قالوا راحوا لماماتهم قالوا ده يا بابا الجانب. لا بس هو فضل بتابع نملة لغاية يعني شوف اخرتها مازلها زي ايش? وفي الاخر راح ملادية سمايلها وجم. وقعد عاملوا خطة. وفي الاخر هو عامل قانون اسمه قانون النملة. يعني عمل استراتيجي التفكير وخطط بناها على على الموقف ذات. ففكرة اللي هي نملة دي في الاخر مش زال بلدين. في الاخر هي عندها لتزام اقتل من البنيات. لان هي الزامة نفسها بالقيام بمهمة حتعملها مهما كده الظروف صحيح. فما تقولي الظروف بقى. ازا كان النملة والعنكبوت وانا اوهن البيوت اللي بايت العنكبوت مبتزهاش. حدثها انت? وانت بقى اللي عندك عقل المفروض وانا ربطينا ما ييزك دي عم بيدخل الله. نفعش. تذكر ان ما تكلفه من الحدوث المشكلة. اقل من تكتير تتخلها. يعني انت دلوقتي عندك مثلا مشكلة. لو انت عشان تحلها ممكن تتكلف اقل من اا منعه. ولا ايه من. اتذكر ان تكريفة منع حدوث المشكلة اقل من تكتير تتخلها. صح? الوقات خاروة من العيانات. هي دي ملخصها. يعني انت دلوقتي بدل ما المشكلة تحصلها وتحرجم عشان تحلها انت زي ممكن تنح. ايه علاقة ده بتردد? انت ما تقودش تقول ان انا مثلا عندي سبب يخليها تردد. وتفضل معلق نفسك بالوقف عند السبب وتفضل متردد. لا انت حل السبب عشان تقدر تحل التردد. يعني حاجة مرتبطة على حاجة. بالزبط. حاجة بقى مهمة جدا. حديث النفس يساعدك على القياس وتقييم اداء. بالزبط. بمعنى ايه? بمعنى ان انت زي ما قلنا انت بتعمل شوية انه ارسس كل شوية. كل شوية بقول لك انه ارسس ليه. لان انت بتكلم مع نفسك. انت بتشوف انت واقف فين ورايح فين وجاين وانه بتعمل ايه وامكانياتك وانه نوقع ضعفك وانه هلتزلمت وجهك وانه المشكلة اللي بتحصت. كل الكلام ده لما انت بتطبق بقى تحطه على ورق كده وترمي وتقطع زي اعلان سيراميكا روت. اه مش عاك بقى ارمي اعدد اه اه زبط اه خطط اعمل حاول عدم وحاول اقيم نأ. كل الكلام ده ما بتطبق تعمله. في الاخر بتطلع بحاجات كتير كويسة. الحديث النفس ده مهم جدا جدا جدا. لان في الاخر ما حاجةش حقيقه. بص انت ممكن تحكي على خلق اله كلهم. ايه بقى مش هتفكر على نفسك. ولو انت تحكيق على نفسك محطش حتيزجي. فلو انت مش قادر تواجه الناس مش قادر تواجه الناس بعيوبك. ومش مطلوب بانك ان انت تواجه الناس بعيوبك وواجه نفسك. على الالة عشان انا بتوفيت وقدم ربنا تقوله اني حاولت. حاولت اني انا تصلح وحصلت في معاوكات خليتني مقدرشة بصة على اللي حاولت. لما تيجي بقى تحول ان انت زي ما قلنا مسلا لو مشكلة التردد دي مشكلة قوية جدا عم استنفذت فيها كل الوسائل وما بدتش ان يلسوا في الحل. الحل دي انت ممكن تستعين بخبير يفضل معك. يعني مثلا البحث داوما عن زوج خبرة في الحل الابداعي لمشكلات. اه لتسي خبراتك. يعني انت بتستعين بحد ممكن يكون اه مسلا عنده خبرة في هذا المجال. اه حتى مش هطي يكون بكل مفسي. بس حد يكون عنده المشكلة دي وتغلب عليها. فعنده بتشيز هو استفاد من التجربته ازاي. او انت استفاد من التجربته ازاي وهكذا. اه يعني دي برضه من ضمن الحلول اللي ممكن واحد يستعين بها. لما نيجي بقى نتب الاولويات هنعمل ايه? ادي بقى حل التردد اللي هو ايه يعني بيقلل اوي من نسبة الاخطاء. او على الا الا حيخليك شوية مرتب خطواتك وانت يعني رايح مقبلة على الخطوة اللي انت عاملها سواء كان بقى سماء نفسي او ابتماعي او وطف. الحاجة اللي انت عايز تعملها دي. هي عبارة عن ايه? انت في الاول ممكن لما يعني موضوع الورقة والقلم وانت تعطي ممكن ده يكون موريش بس بعد كده حيتم بشكل تلقاء. يعني بقى كده انت هتعمله بقى هتبقى الايه والستراتيجية التفكير هتتعامل لوحده. الحاجة دي انت تستعمل ايه? طب امتى? طب فين? طب ازاي? طب مين? طب مين اللي هيعملها بالزبط? كل الحاجات دي كل ما كانت المعايير محددة بالنسبة لك? كل ما حتيبقى المسألة بالنسبة لك اقل في الاخطاء بشكل خريطة زهنية. لا يا خريطة ايه يعني ممكن يعني من تعتبرش ايه هي دي ايه يعني دي دي في التخطيط اكتر. لو انت عايز تعملها بشكل مينت الماب ماشي. يعني انت عمال بقى خريطة زهنية بقى الافع والكلام ده براحتك. لكن انا يعني انا مش واخدار بشكل مينت الماب. انا بتكلم على الاساس نفسه ان انت بتطرح عدد اسئلة عشان تحط خطة معينة. اه في الحاجة اللي انت عايز تعملها دي وزي ما قولنا بتكتب فوائدها وتكتب اضرارها لما تنفيذش. طب لو انت جيت بقى عملت جوابت كل الاسئلة دي وحددت الاهداف ورتبت الاولويات وحصل غطاء. وانت بتقيم. بتشوف الغلط كانت فين. بتعيد المحاولة بتعيش تاني جوة التجربة. وبترجع هنرجع تاني الانات سراميكا رويا. واحاول. مجرب. وحصل خطأ. مفيش مشكلة. اي من الاول. ما باية بتوصل الاخر اللي انت عايش. حققت جزء من الانجاز. نتيجة المحاولات دي. حلو جميل. كمل. كمل. ما توقفش. خلاص انت مش حققت لنجاح وانجاز. كمل. خلي عندك بقى دافعا ان الجزء اللي انت حققت ما تتكسلش عنده تقول خلاص كفاة كده. وها كزا واو تقايم كل شوية. ايو لأ احنا بنقول اه ما هو بالناس ده رجاي يعني في واحد يقدر يمشي عليها بالمدماج وحلو. لو انت ضمن ان هي حتتنفس بكفاءة في ادماجك كمين. بس احبا ان انت تحط على الال الخطوط العريضة على الورق عشان تلقى في عملية متابعة. والعقل الباطن يشوفها على طريق اي نكي الاخير. لان ممكن يكون الحاجة الواحد عنده مثلا ان هي ان هو هيحفز كلها. ايه انا هو هتعلم لغاية. اه طب ماشا. اه بس انا تتجيب بقى. لا الجداول فشلة ما اه الجداول فشلة انه بيبقى فيش سوق تقدير. يعني اما سوق تقدير في الحاجة اللي انت اه ناوي تعملها مبتبقاش مقضل للوقت بتاحها صح. اه يا اما بيبقى اولويتها مش بتبقى صح يعني مثلا اه في عندك حاجات مهمة وعجلة وفي حاجات مهمة غير عجلة وفي حاجات جير مهمة وعجلة وفي حاجات جير مهمة وغير عجلة. اه فبتبقاش بتبقى زي جداول المزاكرة الفشلة كنا كلنا بنعملها وما حادش بعملها. يعني ما حادش بنفس بفيها. كلنا. ما حادش بقى حتى الاولى لقى وبينفيش جداول المزاكرة دي. لان احنا مقدرين اصلا الجداول المدرح عندك سبع ملازم. كل منزمة ميت ورقة. هياخدوا. واحنا الحمد لله بنوف مثل نحيان. يعني نمسك منزمة لو نفتح اول صفحة. يعادش دلات ساعات وهي هي نفس الصفحة مفتوحة. طب ما حانت خلص ابدا ما يستعحيل المهالز بتخلص. فطبعا جداول ميه? جداول ليه اللي بنعمل? ولا حد بنفس حاجة. طبعا لان احنا احنا اساسا نبقى عادين نزاكرة وحنا مش تطعين نزاكر. يعني ايه الفكرة هي المسألة اساسها فين? المسألة اساسها في النغمة. احنا عادين نزاكرة وحنا مش حابين نزاكرة. او بنزاكر هنا عشان عندنا معتقد ان احنا بنزاكر عشان الدرجات مش بنزاكر عشان نتعلم. فالغلطة اساسا فين? الغلطة اساسا في مفهوم التعليم. ان احنا بنتعلم عشان نتخرج عشان نشتغل عشان ندول فساقية عشان عشان فالعملية هنا اساسا مسألة عقيدة. مش مسألة ان احنا عندنا الجداول غلط. ولو قشتوا على حط المزاكرة دي كل حاجة حتلاول ان هي هي. بالضبطة. يعني ايه الفكرة ان ان انت بالوقت لو قست حتى على شغلك. ان انت عملت جدول للمهام بتاعت الشغل بتاعتك. هتلاقي ان هي نفس الحكاية. بس هي مواء. انت لما بتكتحط جدولي اما انت مش مهضر المهام صح. انت مكلف انت رايح الشغل المهضة نصلا عندك تلات مهنات. اول مهمة فيهم تاخد ساعتين تاني مهمة تاخد ساعة تلات مهمة تاخد تلات ساعات. ما انتش مرتبهم صحة بقى مين اللي تعمل الاول مين اللي تعمل في الاخر مين اللي هتاخد مجهول ماشي هتاخد وقت قلال بس مجهود اكتر فدي اللي تتعمل. المسألة هنا محتاجة ممارسة ومحتاجة خبرة. ومحتاجة ان انت يبقى عندك من البداية تقديل الاولويات صح. فما تقولش الجدول الفاشل الجدول مش فاشل احنا اللي ما بتبقاش بس. حتى التخطيط نفسه. التخطيط زي ما قلنا انت ممكن لما تجي تخطط كزا مرة تلاقي فيه اخطاء بتحصل في فعالية التنفيذ نفسها. فانت عشان تعاني بالحكاية دي انت هتعيد المحاولة زمارة. ما احنا حنوعب في اخطاء ما احنا عطيه. انت داخل العملية التخدير وانت عارف ان انت حسنوع في اخطاء. انت برمك دماجك على كده. فلما هتحصل الاخطاء انت مش متفاجئ انت مش مصدوب. مش هتقطعيط ومش هتعرضك على جنب. انت عارف ان ده هيحصل. وبرمك نفسك على كده. وحتعاول وحتعيد التخطيط في الاول وحتحاول تاني وحتقيم. وحتعيد التقييم ان حفيد حقا انجاز. وهكذا. هتبقى التعامل مع مشكلة التراضب مع اي مشكلة في حياتك. واي حاجة انت عايزه. ده سين ويه ده سين ده سين فنسبل يعني. عشان كده عدتلكم تاني الحلم بيبقى خاطر والخاطر بيبقى هدف والهدف بيبقى رؤية. الرؤية بتجيب تخطير. التخطير بيجي محاولة. مش هزر المحاولة قيم. ايه لتخطير? ايه للمحاولة? اصبر. مش عاربة نتيجة اغير. اللي عايزة نزل اللينك يعني. عايزة نزل اللينك الفيديو يشوفو تاني دلوقتي يشوفو. يعني عايزة المعنى يترصغ جواكو. حتة ان انت تعيد المحاولة وتقيم وتخطب تاني. عايزةكو تعيشو الحالة دي فعلي. وبعدلكو تاني. الفشل ليس بابوعا. ليس بابوعا. تعديلت حلبات. هنجعل الدزاينرس. هيصوط. فطرهم بيطالب. هيعجل لك تعديلات. انزل المعمل. اطلع المصنع. كون تمام. فضل لكوباء شاي. واسكن. صيراني كرايا. او ان تكون للاخرين فادع. لو ما عملتش لنفسك حق. لو ما كنتش انت سيد نصيرك. هتبقى تابعة للاخرين. لو انت عالكت سبب الفشل. هتبقى بتعجليك الفشل. مفيش فشل مطلقة. حتى الفشل اللي هو ممكن تبقى شايفة معه بسهولة. حاضر هكتبها لكم. الفشل ليس بابوعا. وان كان النفسي موقع من لكم كتب بيسترية حالا. حاضر. هم? هم? عملنا لكم حالا ايه? الجملة دي لو عايزين تكتبوها وتخلوها قدامكم على طول قالوا ايه. الفشل ليس بابوعا. وان كان لنفسي موجعا فاخر من المكروسي بلا حراك او ان تكون للاخرين فادعا. كده بقى انا اه خلصت الشرح بتاعي. اللهم يعني يعني استمنى ان انا كن استفدتم مني النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم. اه بشكر الدعم جدا 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 على مجهودهم معينا بجد. عايز اقول لكم يعني ربنا يبرك لكم. عملكتم مجهود جامد جدا. ورب مكروفش انا ضيفت قيل عليكم يعني. اه دي بعض اللينكات اللي ممكن تستزيدوا منها. زي ما قلنا حقولوا عليها دكتور احمد عمارة كيف تتكلب على طراراتك في التغاز الطرار. اه برضو انا حنزل اللينكات دي دلوقتي. اه وزي ما قلتلكم لو حد عايز يعرف سير البني ادم. لو واجهت في حياتكم بكمية تحديات. ربنا يخليك يا مساء الامام ربنا بركك. ربنا بركلكم كميع عن الله. ما فيش بني ادم في الدنيا. مر بكمية تحديات. وصعوبات ومعوقات ووسقطات في في حياته زي رسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قوم ده احمل نظر لانا امانه الشديد برسالته ونظر لانا بالله سبحانه وتعالى. اه في السيرة الصوتية للدكتور دارك شبايدان برضو هنزل لكم اللينك بتاعها وفي قصص النجاحين لمشافرون الشيخ العريفي. وفيديو سيخة بالنفس ده انا عايزة اعرضه بقى اللي بارك لكم. ياريت الدعم الفاني سعيدني. عشان عارضة انا عايزة اشوفه معكم. لان ده ما هم بيجد من ده يعالج سيخة بالنفس جامد. هنزل لكم اللينكات دلوقتي بس انا يعني عايزة ارى معكم. ساني واحدة جيب اللينكات بس. يكي. بتاع. تمام انا بس اي دلوقتي بقى اللي عنده اي مشكلة انا عايزة اتناشا ان شاء الله. اي حد عنده اي استفسار عن اي حاجة عايزة. تمام. اه دي اول لينك بتاع تطرح نضع مرة. اه. تمام. اه قصة دكتور طبعا بقى لو انتو عايزين قصص للنجاحين خشوا على اليوتيوب طبعا اللي ثقافته سماعية او بصرية انا بفضل على فكرة الفيديوهات اه من على اليوتيوب اه في الاول ان هي بتدي حماية شوائية اه. طبعا اللي ثقافته اراية او اللي هو بيحب يارى. طبعا بقى فيه كتب كتيرة برضو ممكن تنزلوا بتدي اف من على من على الجوجل. اه بس انا بفضل زي ما قلت لكم ان هي تبقى مقروقة اه اصوري انها تبقى مسموعة او اه اه مشاهدة لان دي بتدي اه حماية شوائية المتحدث نفسه بيدي قوة دافع اللي اللي بيسمع. اه. ارجوكم الحاسور هيحسب ونعمة بالله طبعا. وده تاني واحد اللي هو سيرة الرسول بتاع الطرق سويدان. الحماس المؤقت انا هقول لكم دلوقتي على اه سلسلة الدكتور ابراهيم الفئي طبعا الحماس ده عايز محاضرة لوحده. في محاضرتين لابراهيم الفئي ايه في اه طريق النجاح اسموهم الحماس واحد وحماس الدين. دولا هنزل لكم لينك السلسلة كلها دلوقتي حالا. اه اسموها الحلقتين دول دول مرمش حال. ولو حد عنده جالاكسي فور او اندرويد يقدر ينزل يخش على ينزل بتاع براهيم الفئي المنسوعة السلسلة الكاملة. لحلقاته. لو ما عنده كونش ممكن تنزلوها غير مني على اللينك اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. بس انا عايز انزل اللينك اللي التانيين اللي هم بفوق قصص مسافرون وفيديو الا استقب النفس ده. لان الفيديو استقب النفس الاخير ده عبارة عن اختبار. الاختبار ده انت هتعمله مع نفسك. تشوف انت واقف بالضغط من حكة استقب النفس دي. عشانك وتعايز تشغاله دلوقتي. ااااا وانت واقف فين وان لي محتاج ان تعدلو? ان لي محتاج ان تغيرو في مصاري استقب النفس عشان انت استقبتك في نفسك تزيد. فلو ما امكانش ان انت يعني يشتغل دلوقتي مع دعم. هتشغلوه مع نفسك وانتبع مع بعض. على الفيس يب. ده بتاع استقب النفس. اللي هو بيقول لك انت محتاج ايه عشان لو اصدق في نفسها في اعوى. في اعوى ان عدم تغلب على عدم يساقب النفس. كل كلام ده هتلاقوه في الفيديو الاخير اللي هو اه اخر وجي سي. اه فلو فلو الدعم معرفش شغله اه يعني مش مشكلة كل واحد شغله مع نفسه يعيز بقى اه او يجاوب على الاسئلة اللي حيشوف هدي. دي بقى بعض الرابط المفيدة اللي ممكن الواحد يستفيد منها في حياته بشكل عام والعلاج طبعا التردد بشكل خاص. خصوصا اخر اتنين اللي هم اه موقع اليك ككتابي لان فيه كتب كتير في التنمية البشرية اللي جاء الناس اللي غويين يرايه. اه عن التردد وكافية علاجه والخجر وكافية التعامل معاه. وصلسلة ابراهيم الفئ زي ما قلتلكم اه اللي هي تريد النجاح في رابطين بيها. الرابط الاولان بتعمل سيف اه تارجت اس لك. رابط بتعمل رايت لك ما كان سيف تارجت اس. اه اللينك التاني اه بيبقى في اه رابط الحلقة. موجود يمين الحلقة يعني. حتلقوا الحلقات كلها تحت بعضية. الرابط اللي تحت. اللي هو الارشيف اه دوت ارج. اه اه داش طريق النجاح سبعة. ده اه مفروض ان انتم اول ما بتفتحوا الصفحة دي. اه بيبقى مكتوب حلقات ولا بغضة بالتفتيب وهو موجود على اليمين. يعني حتلاقوا كده المسلا. مية واحد وستين كيلو بايت. هي دي لما حدوسوا عليها حتفتح لكم صفحة التحميل. هبعط لكم دلوقتي الابتاعها. اهو. الرابط اللي عند دي اهيه. ولو في حد وجدته مشكلة في تحميل اي حاجة وفتح اي صفحة. برضو يتواصل معي وانا هبعتها له ان شاء الله. فيه بقى اللي بيقول لي مشكلة الحماس. اه. الحماس محتاجة ان انت اه زي ما قلنا. يعني ايه. اه. لحد ما تسمعه حلقات ابراهيمي فيها انا شخصها لسه يعني عايز اسمعها تاني. اه اهمها انت تبقى مؤمن انت اولا مؤمن بهدفك ولا لا. مؤمن به. بتعمل عملية تقليم واعادة تقليم الاهناف بتاعتك ولا لا. او الاعادة الخطوات اللي انت عملتها ولا لا. اتقيم. وصلت لنسبة انجاز ولا لا. وصلت. المفروض ان الانجاز ده يديك حماس. يديك داخلي لان انت تكمل. ماشي ما اه طب اه واثق بالنفسك يبقى ايه المشكلة? المشكلة في انت ما دلوقتي. اه ممكن يبقى واحد واثق في نفسه وعنده مشكلة التردد برضو. اه ما هو احنا قلنا التردد له اسباب كتير. بالشرط ان يكون التردد مشكلة ان انت مش وصلت في نفسك. احنا قلنا التردد له عوام كتير جدا. فانت بقى كل الاسباب اللي احنا قلناه على مدار المحاضرة بعد النهاردة دي. شوف انت ايه السبب اللي عندك. وحاول ان انت تتعامل معي وتحاول ان انت اتعالجه. فما هياش مسألة ثقة. اه مسألة اه ان انت تتبع عليك في السبب الحقيقي ليجوا التردد. ممكن يكون الخجل زي ما قلنا ممكن يكون المشكلة في الاسرة. اسباب كتير او. فمشكلة الحماس. انا في بعض الاعمال بيجي لي تردد من العمل ده. صح ولا ما احنا بقولنا بقى. انت العمل اللي انت دخل عليه. لازم تسأل في نفس الاسئلة اللي احنا قلنا عليها. امتى? ازاي? فين? بمين? فين? اه مين اللي هيعمله بالزبط? ايه هو مهم بالنسبة لك? ولا مش مهم? اهل هو جيد ولا مش جيد? ايه? هل اه هو دلوقتي لو ما اتعمل? اكتب اكتب تلات ثوائد دي لو اتعمل. واكتب ثلاث حاجات هتختارها لو ما اتعملش. لو عايز تكتب اكتر اكتب. وهكزا. ده اللي هيخليك يا تخدم عليه. يا لأ. والله لو انت لقيت نفسك قادر تستغنى عنه. وما انتش محتاج له. وما واشتقوا لو اياتك. هتعبروش. لو لقيت ان هو مهم. هتلا نفسك تعمله طبيعي. زي بالزبط. لو جيت اه واحد بيموت قدامك هتنقص غصبا عنك. مش ده عمل بالنسبة لك مهم ومصيري. لازم تاخد فيه قرار. من رعي المصلحة. مش حكي. لا مش يعني ما حسب نوع القرار اللي انت هتاخده. او حسب نوع العمل اللي انت هتعمله. هل هو القرار مصيري? هل هو القرار يعني مش مش فكرة مصلحة? هل هو حيوض عليك بنفع? هل النفع ده مهم في حياتك? هل لو انت ما كدتش الخطوة دي دلوقتي او ما عملتش عمل دلوقتي? وجيت عملته بعد كده هيحصل غلط? او هيبقى القرار بقى ما اتاخد وقت مش صح. كل الكلام ده ما عادش هجابه لدلك. انت اللي لازم تبقى عارف اه ايه اللي يتعمل فين ازاي انت ما عادش هاخد التغارضة غيرك انت عشان بعد كده مش هينفع حد يتحمل نتيجة مسئولية دي. او لو فيه غلطة حصلت ما عادش هتحملها بدلك. ولو انت حتى حولت ان انت تعلق اخطائك على شماعت غيرك هتيجي في لحظة حطوة. مش هتقلت ان انت تعلق اخطائك على شماعت الناس. ما ينفعش. فانت اللي بتقيم العمل. ازا كان ينفع اتعمل ولا لا? ازا كان مهم ولا لا? ازا كان فاولوياتي انا مش فاولوياتي. هل هو من ضمن اهدافي ولا لا? عشان كده احنا قلنا لازم ان يحدد اولويات واهدافه من الاول. وهي دي اللي هتتغلب على حيطة ان انت عندك عمل انت فضراد التعمل ولا لا? يعني ربك اده اكون جاو التعليم. مين تاني عنده اصيلا? كمان. يا رب اكون بس جاو. بس زي ما قلنا عملية التغيير بتكون عملية هادري جاية. يعني انت مش هتسعب بكرة الصفحة تلاقي نفسك بقى انت حتفد الحيطة وتبديهه. بالعكس انت زي ما قلنا انت ممكن تتعارض الاختاقات. بتتعامع مع الاختاقات دي بضيونة. بتبقى متوقحة. مبار مجدمة كان انت داخل عليها ما تفيش مشكلة. اه بتعيد اه عملية التقييم بتعيد المنحولة ورب من اسم. سؤال تبني. ماشي اسم. ما نشوف السؤال ده عبارة عن ايه. اولا الفلوانزا دي عبارة عن فيروس. الفيروس ده لازم اخد دوروته في الجسم الكاملة. اي دوة برد اتاخده هو ما هو بيعالج الاعراض ولاسه بيعالج الفيروس. وبالتالي اولا انت اه يعني رشح بانفو زكام على طول وبلغم. اولا انت ممكن تكون عندك حسية. اه ممكن يكون اه موضوع يعني انت اولا بتتعرض لهوا كتير. اه بتتعرض مثلا اه بتتعرض لسيدات مثلا بيبقى عريان ما بتلبسش هدون كفاءة. ما بتبغطاش كويس وانت نايم. طبيعة البلد اللي انت قاعد فيه. اه بتخلي فيه او فيه تقلبات. بالضبط ممكن تكون بتسافل لزروف الدراسة طبعا يعني ظروف الصفة وتغيير الجو كلام ده اكيد ممكن يعمل اه عندك موضوع الانفروانزا ده انت بتحاول ان انت تاخد اجوية. تخفف الاعراض. تمام. نبحث عن الاصل المرض ولاس على العلاج. يعني انت بتحاول انت اللقاء اخرى من العلاج زي ما بيقولك. انت بتسافر كتير فانت بتتعرض لجو مختلف كل فترة. بيجيب نتيجة ده ما هو انت اولا انت عندك بالوقت راشحة اولا الراشح عندك وعندك بلغم. ما هو البلغم ده معناه انت اولا لازم تاخد موزيبات لبلغم الكونجس ما بيدوبش البرغم الكونجس لزا دوبرت ده بتاع نازلات بات. لازم تجيب حاجة. تضيع البلغم من عندك عشان كمان وجوده في صدرك كتير مش بايس. ممكن يبقى ليه مضاعفات خطيرة. فالبلغم تلازم تدويب وبتاخد بقى حاجة اسمها اه يعني اه 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 بتابع معك بقى. لاما بيديك موزيب للبلغم لاما بيديك طارد للبلغم حسن حبك. لان الواضح للموضوع عندك مزمن. وطبعا الوقت يعني حتضيع مثلا العطس الراشح الكلام ده. اه 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 بس طبعا اه زي ما قلنا اه فيه فرق بين طارد البلغم وبين موزيب البلغم. يعني اه اه ممكن يكون انت اه انت يعني اه ما بتضغطش البلغم انت بتدوبه بس. فما ينفعش لازم لازم يبقى فيه طارد للبلغم. لازم البلغم يضطرد. ما يضوبش. فبتتابع مع بعض دكتور اه صدر ولا حاجة بيحاول ان هو يشوف لو هو موضوع للاسف اه مش من عندك كده. زي ما قلنا الوقت اخرى من العلاج. اه لازم تعمل اشياء على سيدك عشان تأكد ان البلغم ده مش يعني مش جاي في مطقة او حيوية في سيدك. حاجة بك بشي ما ما تلاقيش حاط. اه. 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 تمام. مش عارفة اه اه ودعم مش عارف انزله وانا نزلت اللينك بتاعه. اه بتاع السيقة بالنفس بس مش عارفة اه كنت بعتها انا المريم بس معارفش ازاي كانت اه اه اعمل اشياء على سيدك وطمن. اروح اعمل اشياء على سيدك وطمن ان البلغم ده يعني ما هيش حساة مزمنة. اه لو ما كانتش حساة مزمنة زي ما قلنا تبقى الحكاية كلها. اه بالضبط يعني. اه ده بالحكاية كلها زي ما قلنا وقايا خارجة من العلاج. انت بس عشان متغير جاو كتير. اه ممكن تكون مريزة. فده بيعراضك لده. اه زي ما قلنا لو عندك حسابة ممكن تاخد او فيه فيه حاجات تانية بقى زي مسلا تبقير ايه الكلام للدكتور بقى بيكتب لك عليها. بتبقى مع دكتور يعني اضمن طبعا من الحكاية عندك كرونيك. ليش اكينة يعني هي اه مزمنة بالنسبة لك. يا رب يا رب يا رب يا كون استفدت يعني ان شاء الله. بس زي ما قلنا البلغم ما يفعش تستانى. البلغم لازم تتخلص مني. فلو انت لو الادوية اللي انت تاخدها من يكوسيلين وميكوفليني والكلام ده بعملش حاجة لازم تتبقى مع دكتور. بلغة موجودة في صدري بيش كويس. ده اخطر من اي حاجة. ده اخطر من زكامة واكطر مراشة اخطر من كله. ده ده مشكلة. ده لازم ايه? كتير الصبح. مو طبيعي الافرازات كلها بتبقى الصبح كتير. كل الافرازات في الجسم تكونوا صبتير. يعني حتى يقول لك يعني ايه مستلاحات طبية معقادة شوية. بس دايما يقول لك الصبح كده بتبقى حتى بساعات ببقى شوية بشاعة واحد بيقوم من نوم الى ناسو على الان? ده يعني طبعا طبيعي لازم الصبح بتبقى الافرازات كديرة بس يعني بعدين ممكن انا بتواصل معك وابقى جيب لكم البحث العلمي اللي بيقول لك الكلام بس يعني هو مش طبع دلوقتي. تمام. اه يعني ايه تابع بس. احد الاسئلة معلش. هسأل كتير. انا بس هجاوب الاول على اه شايماء عشان هي كانت عيني. او اكشف ضرورة. اكشف ضرورة. هتجاوب على شايماء وباكد هجاوب على نعمة. تمام? في حد داني يونه? شايماء بتقول ان هي بس اتوقع شوف السؤال بتاعها. اه بس نحن مرحب. اه سؤال الخجل. احنا قلنا الخجل. اه حيتعالج بالتجريب. اه انت بتخجلي مسلا من اسرتك. يعني مسلا انا ما بطي تتكلمي مع باباكي ومامتك مع اخواتك. بتخجلي بتدس في الارض. بيجا في عرض خجل عليكي? او لا? مش دايما مشكلة. انا اه انا مش بقدر اركز في عين حد. ولا اهلك. يعني ولا بباكي ومامتك مسلا. طب مسلا اه بالنسبة لصحابك البنات. صحابك البنات. برضو بتشعري معهم بنفس المشكلة دي. بس حابك عادي. يعني انت مشكلة مع اهلك. ومع الناس الغرب. طيب انت كده عارفت المشكلة مع مين? مشكلة مع والدك والديتك اخواتك مثلا. والناس اللي انت بتعرفيهمش. طيب. ايه سبب المشكلة? ما لازم يكون المشكلة الجديدة يا سبب. يعني ما يفعش تكون ايه يعني هي. طب اه مثلا ايتي اه علاقتك باهلك شكلها ايه? يعني علاقتك بولدك والديتك شكلها ايه? علاقتك باخواتك شكلها ايه? الناس الغريبة ماشي ممكن اقولك انه ممكن يبقى فيه نسبة خجل منهم. طبعا اه والد جدا وبرده فيه اه كان من دكتور مانيكا باكلم عالا القصة دي. طبعا انا اختب بيهم كويسة. ببابا باكي امام طبعا بس متقدرش تبص في عينهم. اه طبعا ده من باب الحقيقة يعني مفيش يعني بس نطولش المسألة مبالغتين ان انتي مش قادرة تبص في عينهم يعني بشكل بقى اه يعني انتي مش عامل حاجة غلط عشان تبص في الارض بسلا ان تبص في حيطة تاني. فانتي بتحاول ان ان تتطور الحكاية بالتدريج. تهزري معاها مسلا تريدها لكتا تتحك عليها بتاع. كده. اه تحدي واحدة واحدة تكساري الحتة دي جواكي. بيكون في حوار اه. بيقدر يتركزي. يعني هم بيقولون لك حاجة وانتي مش مش اه وانتي بتكلمتين. بي مركزها معاهم. ايه بس ده ماروش ارقى بالخارج الحاجة وده حاجة. ما بتركزيش حاجة. ما بك اتكلم اي اي حد مثلا راجل يعني ما بحيبش انا بوصه في عيني. ما لان انا يعني انا 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 موانا ناصلا سهما من سهام ابليس فما بحيبش اتوص في عيني انا مجمع بيكلم. لكن مثلا انتي تتكلمي باباك الممطق مش معنى انتي بتبصش في عينهم. انتي مش تبكيزة في كلامهم. لا انتي وغل يكون ذهنك معاهم. بس انا بيش معاهم. هي دي الفكرة بس. طب خلاص انتي انتي بركزها في الكلام وهو ده المهم. باك انه انتي مش تركيزك مشطط بين حاكتين. اه مسلا هم بيكلمتكم في موضوع انتي حانا في موضوع تادي اللي اعنتي معا. بكون بقى ان انتي مش قادرة تركيز في عينه او مش قادرة ببص في عينه. لا طالما انتي بترد عليهم الحديث. يعني طالما انتي بترد عليهم الكلام. خلاص انتي بركز. لان كان انتي ممكن تعالج الحكاية برضو بتدريج. يعني مش حقولك انها في الماء في الماء صح. انتي ممكن انت مثلا اه تجربي. مش هتخسري حاجة. انك في مرة بتتكلمي مع حد غريب. مش مش حد من اهلك حتى يعني. واتجربت بصير نظرة خاطفة كيف. اه حياكلك. هتبقى مناخرك بتلت خروم. ولا اي مدهاش. عادي جدا. عدت في اول مرة عملت فيها من جهتي فيها هتعملها تاني مرة وهكزا. اول مرة ممكن تبقى صعب عليك تاني مرة تبقى مش قد كده تلت مرة. رابع مرة حتى معك. فالعملية محتاجة صبر ومحتاجة ارادة ومحاجة لانتي تحط العملية في الماء وانتي داخل تتكلمي مع حد. ويعني حبص فعني بص بسرعة كده. مش يلا خاطفة كده. يعني مش هتخسري حاجة. وانتي كي جربتي الخجر المدهوي. اجربي المرة دي بنت تبص فعني من الناس وشوف. ها. بين تاني. اه. تمام. خلاص. فيه مين بقى احنا قلنا بعض الشيء. ما حناخد. ناخد مين? مين انا عايز ايدواتي. نهلة. 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 مشكلة ايه مشكلة نهلة? عشان بس الكلام الكلام فوقته هنيني. اه. نجحت في شغلي تميزت لكن كتير ويسبق الكسر. وبصراحة ده ضيعني خالص. بحالان بدون سيء. لكن برضه بحاول. زي اني كنت بتوطر جدا من اي نقطة على الشوط. هنا انت محتاجة حطة الحماس. زي ما قلنا ان ادراك انواع. اه. او ان الناس انواع. هم ست حالات من الناس من البشر. من ظنهم ان هو عارف امكانياته. عارف قدراته. عارف ان صلى الله ازاي. اه. عنده سيطرة في ذاته. لا يتقصى برارة الاخرين. لكن لما بحق نقطة انجاز بيكسل ويقعد ويربط على كده. وبالتالي في ناس كتير بتزبقه. وممكن اوي ان هو يفقد شغله زي برط المسابط الجاري اللي كانت بيد الارنب والدفضع. الارنب معتماد ان هو بيدل بسرعة جدا. اه فمشي مسلا تلتربيع المسافة. وقال ده فين وفين معبال ما الضفضع اه معبال ما الزخلفة سوى تحصني. ونام لحد ما الزخلفة سبقته. فهنا انت محناجة ان انت تشغل على نفس طول الوقت زي ما قلنا انت في كل مرحلة من مراحل حياتك بتوعيد التقييم لازم. لو وقع فشت او نجحتي. دلوقتي او شلت النجاح معين او شلت الانجاز. عشان تعال جي لازم تقيمي. انا نجحت لي عشان كزا وكزا وكزا. طيب. الكزا وكزا وكزا. انا مش محتاج يطور هو كمان. ولا افضل محلة تسايمة. وبني انا بلازم يطور اداء. حيث الكسل دي اه بتعتمد في المقام الاول على حيثة ان انت بتفقد الحماس. او ان ان انت تعتمد على ان ان انت انجازتي فبقى لي خلاص بقى كده. فدي محتاجة ان انت تزود فيها حماس. الحاجات اللي بتزود الحماس. قناعة الشخصية ان انت بتحطي انجازاتك قدام عيني لطول الوقت. يعني مثلا زي ما بساعات برة بيعملوا في الدول المتقدمة يعني. بيقوموا حاطين الانجازات اللي هم حققوها قدامهم بشكل اه حقيقي. يعني زي كده الشهادات اللي بيحضوها. ويقوموا ايه معلقينها على حياتك. لأ بس انت بقى حتعمليها بشكل الشفية. روح ابقى ما هي مشكلة حماس ما هي بيحصل لك ما هي مسألة اولا مسألة الشيطان بيمسك دماغك. اه الشيطان على فكرة ان الحيطان ما بيوصلش في الدين بس. الشيطان بيوصلش لبناء ده في حاجاتك خير كمان. يعني لو لأ واحد عايز يعني حاجة قويسة بيمنعه. فخليه بالك لازم تستعيني بالله سبحانه وتعالى طبعا. اه بتغير قرآن كتير وبتصلي كتير وتغير ربنا كتير ان هو يقويك على نفسك. ويحميك من شر نفسك. ويقويك على كسب. دي حاجة. الحاجة الثانية زي ما قلنا انت تحطي انجازاتك قدام عينيك دايما. عملية التقييم لازم تكون مستمرة. الموضوع مش هيخد يوم وليلا. انا عارف ان الكلام مش زي الفعل. عارف ان الكلام سهل. والفعل صعب. لقاعة فيه كده كويس سوي. لكن المسألة بتيجي بالتدريجة جماعة. المرة دي. فشلت المرة جاي حتنجحي. بس لازم تجربي مرة واتنين ومتيقسيش. لازم تفتيب الانجازات اللي انت حققتها قدام عينك. لازم تقييمي ادائك كل فترة. اه تحاول ان ان انت تعملي تأسني الاهداف بتاعتك الاهداف صغيرة قابلة الوصول عشان ما تتسليش. يعني ما تحطيش هدف كبير قوي قدامك. صعبة خطواته عليك. فلما توصل الى الاول خطة تقول لي انا اه انجزت بس يكون مسلا ايه? اه بعد كده بقى في خطوات كتير صعبة. فلا اقول ان ان انت تتأسني الخطوات اللي بعد كده والاهداف ده اهداف اصغر قابلة للتحقيق. وفي كل حاجة توصلها تكتيبيها وتقيميها عشان دي. وهكذا. حاول ان ان انت تتعملت بالشخصية دي انت تتأسني الاهداف بتاعتك لهداف صغيرة. محطات صغيرة الطري توصل لها بسهولة. ده بالنسبة لها. مين بعد انها لك? رب اكون جاوبتك هناك. هناك من ينام كثيرا هل هل ده لو لقب الفشل? اه. ممكن يكون انه بكي كتير الهروب من الواقع. يعني هو اه مش عايز هو مسلا ممكن يكون تعرض لتجربة سلبية. اه يعني اه تعرض لتجربة سلبية وممكن يكون مسلا اه الواقع اللي حواليه مش عجبه او مسلا في حاجة هو مش عايز يعملها او مش عارف يعملها. فبينام عشان يهرب من المشكلة جي. فهو ان النوم مش هدا في حد ذاته هو النوم وسيلة. بقول ان هو يعرف ان النوم وسيلة. ده هيساعد ان هو يتخلص منها اولا. وبالتالي هيخليه بقى يقايم الموضوع كل بشكل طيب. بقت وقتا لما باخد تسخي جديدة في الشجر وبخاف اني معرفش اخلصها صحة. العملية هنا محتاجة اعادة تقيم واعادة ترتيب. بمعنى. هل التسخي اللي انت وخدها دي انت مقدرها صحة اساسا هل هي واخدها حاجبها الحقيقي? ولا انت مش مقدرها صحة? هل هي في اولوياتك ولا ينفع تتاجل? اه هل انت معلوماتك عنها كافية? هل انت خضيتك فيها كويسة? اه هجاوب كشيناء حاضر. بس هجاوب على حتة محمد دي محمود وانا. بيعطى الاهداف اللي بينام كتير طبعا. اه طبعا. تنم. هجاوب على شيماء حاضر بس اتجاوب الاول على شؤال بتاع اه حتة الكسل زي ما قلنا. اه حتة ان انت بتاخد وما انتش عارف تخلصها صح لان انت مش بقيمها صح من بداية. لازم تقيمها صح من الاول خاص. اه تعرف هي عبارة عن ايه بالزبط? تعمل انت تعمل ازاي تحط لها معايير عشان تقدر تقلل نسبة الفشل اللي ممكن تحصل. مش هتنحى مية في المية ايه نعم. لكن هتقلل نسبة الخطف لها. زي ما قلنا الاسئلة اللي احنا قلناها انت فين ازاي? ليه? فين مين? كل الاسئلة دي لازم تجاوب عليها? لما بتيجي تاخد طاست. عشان تعمله بيش بان في الشغل وفي اي حاجة بحاجة. طبعا. بكده يكون ايه جاوبت عليك. بالنسبة لسؤال بتاع النوم. الاول قبل منتكلم على سؤال شيماء. هزي عاطل الهداف اللي ازينا كيسي طبعا. فيش حتى ان النوم بيعطر الهداف جامل بيضايعة وقت جامل جدا. فيه ناس كتير قوي اه لما بضايعة وقتها في النوم بيتسحى تلاقي اليوم بتحى مغبط. بتسحى نص اليوم برح عليها. ده اي حاجة ده يسيبها ولا احباطه. ويزود البشرة. عشان تتغلب على النقطة دي. لازم الاول تعرف سبب النوم الكتير ايه? هو حيانا على فكرة ممكن يكون سبب صحي. يعني ممكن يكون زيادة الفلاس في الغودة الدراقية. هو سبب في موضوع النوم ده. يعني مش هكاية ده انه هو عنده اه اه واقع عايز زهر منه اه ممكن تكون مشكلة على ضيق. فلو واحد ما عندوش مشكلة في حياته او ما عندوش مسلا اه حاجة بطلقه او كده وبينام كتير. لازم يرجع الدكتور. لازم يعمل تحقيقه بالنسبة بقى لسؤال شايماء. لها حبيبتي ما فيش امر. انا هو في حالة جيدة. هو في حالة جيدة وبينام كتير. طب هو لازم يرجع نفسه يشوف هو الدنيا معاه عاملة ازاي هو وقف فينه وقف فينه وقف فينه وقف فينه. او مشكلة. مستقر. اشيلو الفيديو من الوامال الفيديو. انا مش عارف من الدعم اوه. الخوف من نقد الناس في اختيار زوج معاين لعدم الثقة فيه. مين اللي مش واصق فيه ده. يعني مثلا البنت اللي مش واصقه فيه ولا الاهل اللي مش واصقين فيه ولا الناس اللي مش واصقين فيه. انت مش واصقه فيه. اه. وخايفة من النقدة. خايفة من نقد الناس ايه؟ الناس خايفة تنقودك عشان انت مش واصقه فيه. اه الناس مش واصقه في اختيارك لي او ان انت خايفة عن الناس اه. اه فهمتك يعني ان انت خايفة عن الناس تنقودك. لان اه اه انت ممكن تكوني مش واصقه فيه اختيارك لي من البداية. تمام. زي ما قلنا في حلقة اختيار شريك الحياة اي علاقة تقوم بين اتنين عشان يمشيوا حياة زوجية قائمة على ثلاث رأس. الروح او اه بتملي عينة. لو اي واحدة في التلاتة تلفيه القصور هيبقى موضوع في مشكلة كبيرة. الناس بتعملوا ان هي عادة بتغلب احد الاطراف على الاتمين التانين بشكل مكحف. فبتحصل يعني بيحصل ده بعد كده مشكل كتير. وبتغلب الطرفين اخرى في التالف فبتبقى العملية برضو. اه الى حد يعني انت مش هتلاقي اولا حياة مثالية 100%. انت لازم تحكيه من التلاتة بشكل متوازن الى القدر المستطع. اولا ما فيش حد حيلاقي حد زي ما هو عايز استنبه او زي ما الناس يعني ايه اه زي ما كاتالوجيا ايه. مش هنعمل نجح التفصيل على ما اسنا. كلنا فينا العبر وكلنا فينا يعني ايه كلنا فينا مشاكل. هلو الكلام? طيب هنا بقى دي مسألة نسبة وتناسبة. اللي مناسب ديك يمكن مبقاش مناسب للناس. واللي مناسب للناس ممكن مبقاش مناسب ليكي. مين صاحب القرار الاول والاخير في الموضوعها? انت. مين اللي حيشل القربة المخلومة لو طلعت بايزة? انت. محدش حيشلها غيرك. انت اللي حتتحمل المسؤولية للاختيار. لو الاختيار طرع سليم. انت حدي بيه او 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 كوك ماشي. لو الاختيار طرع مش سليم. برضو انت اللي حتتحمل المسؤولية. الناس حتسكت في الحال تاني يا بنت الحلان. الله العزيم ما حتسك. الناس حتبطل تنقودك يا ماما. الله العزيم ما حتسك. ورا حتبطنك سواء كان طلع محل سيقتك ولا ما طلعش محل سيقتك. استفتي فلبك. واستخير ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا الاسباب الاسباب اللي انت خليك تتمسكي بيه قوية. هل في عاطفة قوية? هل هو مالي دماغك عقلية عشان يعني الشباب دلوقتي يعني الواحد ياما شاف ناس وياما ده اتعرصت ويشوفنا الناس تعاف. طبعا في ناس كويسين على رصنا من فوق لكن العقليات الاسب دلوقتي بقيتش عقليات ما بجبدا فيه الكفاية. ما فيش عاطفة خالص يا مهر ايش بجميل دمينة. ما فيش عاطفة كمان ما فيش عاطفة. الدي بتحبوش اصلا. يلا. ما فيش عاطفة خاصة. طب ما نفعش ايده مان. انا على فكرة دد خالص دد خالص ان ان ممكن مسلا الواحد تتخذ الواحد. ويتقب معايا فترة. وبعد كده اه تتجوزه وبعد كده تقول ان الحب هيجي بعد جوز. ممكن على بعض يختلف معايا في نزيل النقطة. ممكن بعض يتفق معايا. لان مو الشرط ان الحب يجي بعد كده. يعني فانا دايما دي نصيحة لكل الناس. ما تتقفلش عليك الباب مع بني ادم. ما تكونيش حبة فعلا. وما تقفلش باب عليك مع واحدة ما انتش حبيبنا بجدد. لان الراجل لما بيتدوج واحدة ما تبقاش هيال في قلبه. يبقى بيعطل حياته يدور على البنت اللي يحبها. يسأله انا شفت يا مع تجارب يعني تشعي بالرأس. والله هل ايه بصي ما هي دي بقى مسئلية اولويات في الجواز. في بنات بتتجوز عشان عايزة تعمل بيت. عشان عايزة تستقر. وحكاية بقى ان هي تحب ولا ما تحبوش دي. راجل زي زي اي راجل اهو ضل راجل وهو ضل حيطة. بتكلم نعم الخايبة اللي باس بتقولها. اه حجاوب عليك يا مارين بس انا الاول عايز اجاوب على الشامعة على نقطة دي. او بالقول ان الحب معضي يعني انت ممكن تكون نتيجة فترة الخطوبة تحبيه بعد كده. بس لو ما حب تويش بعد كده فيه بنات ما بتفرقش معها الحكاية دي تقولك انا حتجاوز وخلاص واضل اهو بيحبني والحب بيجي بعد الجواز. بس بابتبقى فيه مخاطرة هنا. ان هي لو ما حب تويش بعد الجواز. ولا قدر الله حصل اي بقى ظروف قسمة منتصف العمر بقى ولا اي مشكلة حصلت هي ممكن تكون معرضة ان هي تقع في فتنة جندة شوية لو تقابلت حد تاني وقلبها ده ان عشان كده بقول ان التلاتة لازم نمشي مع بعض. يعني هنا القلب والعين والروح لازم نمشي التلاتة سواء. ان هي لو هي بتبطيق ربنا وحاست انها بتحبوش ممكن تسيبوه لكن هي هتعمل ايه تقلبها ممكن تبقى متجوزة واحدة متجوزة واحد. وفي التلاتة ربنا فيه في بيتها في كل حاجة بس هي تقابل واحد تاني. متحس نحياته معاطفة. ما 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 حاستهاش نحي تجوزها. متبقى كارسة. وكذلك الراجل بس الراجل هممكن يتجوز اربعة لو عايز. اه اللي الجنن يعني فموخه وعايز يتجوز تاني بعد يعني هو بلا نفسه بواحدة ممكن ليني نفسه بواحدة تانية. ده يبقى مدود طبعا. بس ده من اللحنة في بقى. اه انا شاية واحدة بجاني ناية جاني نفسه تاني. فعشان كده دي نصيحتي. هي في ناس كتير بتتدوش كده. وده للأسف اللي بيبقى سبب في ان في مشات كتير بتحصل فيه طلقات كتير بتحصل. لان ما فيش دافع قوي يخليه يستحملها وتخليها تستحملوا في ان هم عايزين يعملوا بيت. فينا العقفة يا جماعة. فين الحب. وفين ما بقاش الحب بمعنى الحب الايه? الحب بقى اللي هو يا رومي وجوليات بقى وهو مع ذلك احنا قلناه المرة اللي فاتت. لما قولوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حب السيدة خديجة حب عظيم. وحب وحب اعطلكم ان شاء الله اللي انك بتاع الحلقة دي اللي عايزنا. وسيدنا علي حب السيدة فاطينا حب عظيم وكذلك اه زوجة عمر بن الخطاب ماتت بعدين باسبوع لما مات. يعني فيه حب مش مفيش. بس ممكن اتنينه يعني فيه ممكن ما تجاوزوش عن حب وبعد كده الحب ينشأ نتيجة المعاملة ونتيجة الود والرحمة ومي بيضيقصاه ربنا فيكي وبيحبك ويعني عاملك معاملة زي وممكن اتنين يتجاوزوا عن حب ونتيجة ان هم بيعملوا بعض لوحش. او ان هم مش ه normalmente فاهموو. الحب ده ينتهي مع الوقت. الحب ده كان حي يسعى بالود والرحمة وتفاهمه اللي ربنا قال عليه. مساقتهش باللي ربنا قال عليه. هينتهي حتى لو كان مستمري. يعني انسان الله ممكن يستمره تلاتين ومبعين سنة. وهي كان الاستندرية هي معيار اه مش اوحد للنجاح. هو اه هو احد عوامل النجاح ولكنها ليس ليس المعيال الوحيد او ليس المعيال الاساسي. فالعاطفة مهمة جدا. فانت بقى بتقيمي وضعي قعدت مسلا سنة سنتين مخطوبين. هل بقى انت عادت في اولوياتك? العاطفة اه في ترتيباتك الثانية انت عندك الاهم ان انت تبني بيت وتعملي استقرار وقصة وكده عن ان انت تحبيه ولا لا دي حد انت اللي يقدر يصدر فيها القرار مش اي حد كده. انا عن نفسي شايفة ان يعني وجود فرصة قويسة في حد ذاتها مش كفالة ما كانتش فيها عاطفة حكا كده. لان انا يعني انا شفت بعناي مخاطرة هذه المشكلة في تجارب كتير شفتها بنفسي وعشتها. لكن مش كل الناس متفكر بشيطريقة. ممكن ان انت تفكري طريقة مختلفة. لو انت كده كده ما فيش حد غيره في حياتك وكده كده موضوع بالنسبة انت انت خايفة تصديمي لوفاتي. انت ممكن تجربي. يعني انت عايزة تجربي تعادي مع فرطة خطوة تشوف زي قلت يعني حتستقل حتحديه ولا لا هيبقى فيها عاطفة ولا لا. هل حبه ليتي هيخلي بالك العملية مركبة. يعني عشان يبقى فيها عاطفة جوا ناحيتك او عاطفة جواك ناحيته ده هيخليكوا تستحملوا بعض. هتحتويوا بعض. اي اختلاف بانتو هتجروا ان انتو تتعاملوا معا. لو ما فيش عاطفة الصدر انا كان عندي كتير اسحاب يبقى. ما فيش عاطفة حقيقية. هو في ايوب ممكن تكون محتملة لغيرها. بس مش قادرة تتحملها لانها اساسها مش حباة. فانت هتحكمي زي ما زي ما تعيش تجريبك. الا بقى لو انت خافة من احتمال الفشل في حد ذاته. انت مش عايزة نفسك لتجريبك ان انت تحبيه. وبعد كده تفصل مشكلة قوية. فتضطر ان انت تتخايفة بقى ان انت التعراضي العكسي. تتعلق اي بيه في الاخرى هو اللي يسيدي. انا عن نفسي انا كهايز يعني انا ببجربش. انا دايما بدع يعني انا بدع النفس كده دعوة دايما دبنا سبحانه وتعالى يعني يا رب دايما يفضل استجدها ان انا لو حرطبت بواحد. الواحد ده مش نصيبي في الاخر. ربنا يفركش حكامل قبل ما تبتدي. الحمد لله وشكر ده ربنا. ما خايبيش يعني الدعوة دي لغاية دلوقتي. فانتوا ايه دعوة دي لنفسكم? بس انا ما قدرش اقول له واحدة خد التجريدة ولا ما تقضيهش. انا ما قدرش يعني انا ما قدرش افرض ان انا بعمله في حياتي على الناس. او ما قدرش اقول اه انا بعمله هو ده الصحة المطلقة. لان ممكن في ناس تانية تجاربها تكون مختلفة عن تجريبتي. انا انا تجريبتي الشخصية مع الناس اللي حوالي او مع التجارب اللي انا شفتها تخليني ما خدش التجربة او ما خليني ما تخلنيش اجازف لما كنتش متأكدة تماما من كل حاجة انا بعملها. متأكدة من مشاعري متأكدة من الشخص ده ملد مادي وملع عيني. التلاتة اللي انا قطي لكو علامة المرة اللي فات. لكن ما قدرش افرض هذه القاعدة على كل الناس. والله جربت. يعني انا بقدرش اقولك بشكل قاطع. لا 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 بس انت استخدري زي ما قلتلك يعني انسان استخارة كتير جدا 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 جدا. ايه ده الدعوة دي قولي لي يا رب. لو ما كانتش نصيب يبعده عنك في لي شرق. بس يعني دي مع دعاء الاستخارة. خلاص لو ما كانتش نصيبك ربنا حيبعده. اللي عندك يقين في الحتة دي على فكرة الحتة دي ما بتخيبش سبقيني اخص بالله. يعني فعلا لو ما كانتش لو ما كانتش نصيبك مش هيجي. لو عندك يقين ربنا حيستجيب دعاك. صل كتير يا رب ويري قرآن كتير يا ربنا كتير حيبق معاك في النقطة. بس انا ما قدرش اقولك اتخطبينه هو ما تتخطبينهوش. انا اللي اقدر اقولهوه لك انه لو واحدة. ما كانتش حاسب عاطفة حقيقية اتجاه واحد ما تخطبينهوش بها عشان ما تصدلوش. حتى لو كانوا هو بيحبها. يعني يكتفن هو يحبها عن بعض. ولا انها تحبهوها مش مش قادرت اه. ولا انها تتجوزها مش حبان. بس تتخطبينه ولا لا ادي بتاعتك انت. دي محد الشيطة بيفتيها يفتلك فيها غيرك. انت تدعي وتتكلع وربنا وتخذي بالاسباب وربنا يعمل الكريب الكريب. وده بالنسبة لشانات. ده الجواب اللي عندي يعني. اه كل العرافة متجوزوا بيقولولي يا جامل ملاحظ زوجيه ومشؤوليه وعادة بتفاهم وان بعد الجواز يختلف تماما بعدها. طبعا. طبعا. الجواز اللي قومي. طبعا قبل الجواز حاجة امان بعد الجواز حاجة. مفيش حد قبل الجواز. ايزام بعد الجواز ابدا. ابدا. ده يمكن واحدة. استعالة. ايه طبعا. لان قبل الجواز المسألة بتبقى مختلفة ده ماما يعني قبل الفترة الخطوبة بالذات. واحنا اتكلمنا يمكن الفترة المحاضرة اللي فاتت بتخصيص الكلام ده. اه بتبقى العملية اه واخد شكل اه استعراضي شوية. اه بيبقى كل واحد عايز يبين احسن ما فيه. بيبقى كل واحد عايز اه يبين نفسه كويس. ما بقاش عايز يبين عيوبه. اه بعد الجواز في حاجات كتير متباني. المسؤولية طبعا بتخلي كل واحد. اه يبين حاجات ما كانتش باينة في شخصيته. اساسا توزيع المسؤوليات من البداية. ما بيبقاش واضح. وحتى لما بيبقوا متفقين عليه قبل الجواز ما بيتنفسش بعد الجواز. مش معنى كده ان كل التجارب سريقة. لا طبعا. اه لكن اه في مشاكل كتير بتقصى بسبب عدم الترفاهم وقلنا المشاكل بتقصى في اول سنة. احنا اتكلمنا فيها بالتفصيل. لو عايز انا بعمل في انت الحلقة دي انا بعتها لك حاضرة. يعني اول سنة دي اه بتبقى فيها يعني معظم دلوقتي حالات الطلاقة اللي بتحصل بتحصل او سنة. عايز اتعرف ازا كان بيحبك ولا لا. والله دي بالدام مع الوقت يعني ممكن يكون هو اولا في فاطر اولا دايما اللي بركز عليه في كل مرة. ان فاطر تدخل قيبة وما فيش تاخد اقبأ من حجمها وما فيش واحد يخطب واحدة يعطي الجمعات طول اللي في التليفونات ولا يتكلم معه في ويقول انا كده هعرف ما فيش لا تقطع بمعصية. ازا كانت ازا كانت جواز طاع ازا كانت جواز نص الدين فلا يقطع بمعصية قبلنا. اتقوا ربنا في نفسك واتقوا ربنا في البنات اللي انتم بتخطبوهم عشان خاطر ربنا بريفلكوا في حاجة. عايز اتعرف ازا كان الخطيب بيحبك ولا لا او عايز اتعرف ازا كانت خطيبك بيحبك ولا لا ده بيبان في المواقف يعني الشرط يكون هو من الناس اللي تعرف تتكلم او يعرف يقول اه مسلا كلام حلو ومش مطلوب اساسا ان هو يقول لي كلام حلو اسنا الخطوبة لان هما بيعوضوا يقول لها الخطوبة بكلام حلو وبعد الجواز بنسمعش عينهم حتى يعني بيخلصوا الشحنة قبل الجواز بعد الجواز يعيني بيعرفش الشحنة بيقطع ولا بيبسل كرابة بتروها اللي بيحصل او اعلم. وعنش اي حاجة عنه عشان هو مسافة. احنا برضو اتكلمنا في موضوع السفر ده المرة اللي فاتت وقلنا ان السفر اه اه او اه او طالما كانت كتابه عليكي ما يمكن يشاهد معك براه او يشاهد بايتكلم في التليفنون زي ما هو عايز. اه بس ما فيش شك ان انت لما حتيت التعامل معرفة عليها الاكيد حتى اختلاف. فقا يعني مش عشان هو لكن طبيعي بعد المسافة ده ما هيخلي فيه شوية اه يعني ايه استضامة من حتيتك تعامل مع بعض فعلايا. اه حاولوا نتروا من بعض زي الاختراح لقولتوا المرة اللي باتت ان انتو تحاولوا تخلوا فيه كاميرا او تخلوا فيه اه وصلت التصالي مستمرة بينكم بحيز ان انتو بتتعاشي مع بعض. مهوضة طبيعية ان انتو مش قاعدين مع بعض يعني ايه تود اتنين بعض ومتعملتوش مع بعض فعليا على الارض. اه خالص كل الكلام يا اما كان عن قريق التليفون اما كان عن قريق شاتنج اما كان عن قريق المعابلات ما نتكلم كلهم سكاي بي طيب ماشي معهم. ما تقارنيش كله بس السكاي بي والشاتنج والكلام ده كله دي وسائل مؤقتة بس في الاخر انت لازمة ما حتتتجاوزه هتعيش مع بعض فعليا بقى. انا مش عايز اقول ان اساسا ان انتتجاوز بالطريقة دي مش صحة لكن خلاص احنا في الواقع دلوقتي. الواقع دلوقتي ان انت خلاص كان باكتبك عليه باقلك سنتين. ابوه دلوقتي بيسافر كل فترة. اه دلوقتي اه يعني بتحاولوا ان انتوا تلاهوا بقى وسيلة تفاهم بينك وبتحولوا ان انتوا تحتوي الخلافات اللي ما بينكوا. اه وتحاولوا ان انتوا تتجاوزوا بسرعة لان كده يعني مجاعدين يعني باخريته. ما انتوا مش هتدار وتعرفوا بعض جلما تتجاوزوا فعليا. يعني انت هل انت حتتجوزيه وتسفر معاه ولا هو مقارن هو حيسافر يشتغل شوية ويرجع. اه انتو براتبين ازاي الدنيا معكم. انا حنصحك مصيحة الوجه اللي. عشان هو يعني ان شاء الله فضل ست دقايق والورطة هتقفل. فحاولي لازم يحاول ان هو ينزل يقض في مصر شوية قبل ما تسفر معاه. لان انت لو سفرت معا وانت بتعركوش خلص كده ما تنمنيش الظروف انك تتعامل ازاي. لازم يقض في مصر فترة الاول. انا عارف ان حال البنط مش سهل وعارف ان هو ما يسرش. بس لازم تتعامل معاه على الارض فعليا قبل ما تتجوزيه بتسفرها. دي نصيحة اخت الاختها اعلى. لكن ما 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 تدخلوش في بعض راسك كده وانتو لسه مش حصلين اي حاجة عن بعضيكم. كلام ده ممكن تحل محوقت لكن ما هواش في الاخر حل فعلي زي دارة حكومة بيه على واحد. ولا هو يضرحكم بيه عليك. فخليه ينزل يقض في مصر فترة معقولة قبل ما تتجوزيه. دي نصيحة ديك. ما عندش نصيحة ديك. عشان نبني بيت على ايساس تليم وصحة. المحاضرة الجاية ان شاء الله هتبقى يوم ترتاشر. يوم ترتاشر تسعة. ده هيبقى موارفة يوم يعني اه هتبقى عن الابتلاءات وكيفية التعامل معايا ان شاء الله. يوم ترتاشر هيبقى اه بازن الله يوم الجمعة. نعلم تقريب العقرة على ربنا ربنا يترم فيك. تقريب العقرة على العططة. انا لقوا ايه هزي. الاتنين ماشي مع بعض. ماشي. اوكي اوكي. بس بسرعة لان فضل الاربع دقايق وربعين ثانية. هو اللي ماذا? اه. عن اللي بيحس بقناة من الحاجات بتحصل تضايني لكن بكسل احكيها زي ما قلنا. انت بتحاول ان انت تلاقي جدائل. ربنا يخليك يا شايناء. ربنا يبارك لك. ربنا يجازي دعم كل كتير. تعبوا معايا. ربنا يبارك لهم اي حاجة عايزينها زي ما قلت يكون التواصل معايا على على الفيسبوع بعد كده. اه لو انت بتخانعي بسرعة زي ما قلت لك انت بتلاقي بداي. اللي ام تلعب رياضة. ربنا يخليك ربنا يخليك يا سيد امام ده ما منورنا. ربنا يخليك يا احمد نورنا جميعا. الحاجة جاوب على نهرة بس بصورة قبل ما الغرفة تقفل. اه ان شاء الله. اه دلوقتي انت لو عايزة تتخلصي من اي حاجة مضايقكي. تحاول ان انت تلاقي بدايا. اه اما تكتريه اما تجريه اما تلعبي اي حاجة اما تحاول ان انت تخرج من الحالة دي باي شكل. اه ان ان انت بتقدرش تحكي الحد. في اما تكتبه على الوراء او تنورة. اما تحاول ان انت ايه? يعني اه زي ما قلنا تلاقي اه تلعب رياضة طيبش في الشارع. اه او مسلا تلعبي تلعبي رياضة معينة بشكل ده وليت خرج كده تخطيك. يا ربكم اشتفتوا في تعلموا ربكم كده كوقت عليكي. اه اي حد عنده اي حاجة عايز يقولها يبعث لي على الفيسبوك. اه ان شاء الله اشوفكم على خير بازن الله. واستغطيكم الله لازي لا تضيع وضايقه. سبحانك اللهم بحمدك. اشهد من الا الهيان لله. وان شاء الله اشوفكم على خير. والف شكر للدعم مرة تانية. واشوفكم في حلقة جديدة بازن الله. شكرا للماريوم. شكرا لانتم اقترار. طبعا دعم اه على دعنا. شكرا لجامل ربنا بتلوهم يا رب. دكتورة مش شغال. حعمل لكم انا هحاول انه. اهلا مش عارف. ايضا هتبقيكم الاسم اهو بطراعة. هاي. 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 شارف بس الايه. اهو. هاي دي شارف بس الاتش كابتل والاس كابتل. وطق الشيء الولع لهم. ربنا بارك لكم وربكم اشتفدتم وان شاء الله دايما منورني. ان شاء الله عليكم في حال المحاول القادمة بازن الله. والسعوداتكم والله والسعودات اللي اهو دائما. وحضرات طويلة مبعبوب وبين لو ريح نفسك يعني. اهو. فيديو يستقى بالنفس اذا مهم جدا يا جماعة. دا نزلوه وايش نفسكو عليه وشوفوا توقفوا فين. الاساس الغرفة في تلاتة تلاتين ثانية. تلاتة ثانية تسعة وعشرين. والله شوفكم يولد ترتاشر يوم الجمعة. دي حلقة الابتلاقات وانواحها وكيفية التعامل معها.